ارحب ارحب جاك علم جاك علم غانم علم طيب علم جيد علم كويس علم في خير خيرا كثير خيرا جيد خيرا كويس ارحب جيد بالواقع علم كويس علم الوطن علم الوطن تعال هياك يا ابن الوطن هياك لك في ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠! تفضلوا لنكون مغبونين جاءنا قسط من قسط ابن الوطن يا الله حيهم يا هذا القهوة يا الله حيو يا الله حيو ممم جاك جاك ابناء الطاقة السلام عليكم ابناء الخراء ابناء الخراء الله ليسسلمك والله ما بلغت عليك اشهد الله اني ما بلغت عليك وما شهد الله فهو كاذب عليها عند الله والله ما طلعت الان معك استراتيجي الا بقولك شي واتمنك تسويه ترى بيفيدك كثير 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 اسمع عن اخوك ترى في ناس وانا منظم نفاتح حساب ثاني غير حسابات السياسية والله يا استراتيجي احيان افتح كذا خرطي ما عندي اي شي انت حول منهجك افتح ما عندي شي والله يا استراتيجي كل اسبوع وكل اسبوع نصر قريبا ادخل حول اربعة خمسة الاف ريال والله في التك توك تراه في خير كثير بس انت فتحت بثوثك سياسة وبلاشت عمرك بشي ما امها داعي يا رجل غير مسارك خليه ينقل على السياسة بلا وجه عراس بلا قرف افتح لك بثوث غير منهج كل احذف الحسابات المعافن هذه كلها وافتح بثوث ثاني وانا اخوك وشوف الخير والله يجيك خير يا استراتيجي والله بشاهل يصلك لك الثماعة عفت عشر الف وانت مرتاح تراها والله بها خير بها خير بها خير بها خير كل زيك كل زيك كل زيك تارتا كل زيك موفي وراب كم وراب تتكلمني الاي استراتيجي تارتا كل زيك ما عرف اكلك لا والله اني ما عرف اكلك صحنا ما البعض يو يبق كان يان كان احنا لقيم تفاتورة كهرب قل باذا؟ قل باذا؟ قل باذا؟ هو مو مبطح هو مو مبطح على بطن ابن الكلب يا وزيف شوف التناقض يا إخوان لا لا يا أهما ما رايقم معنا بفلوس ما رايقم يقول كهرب ما كهرب يا اخي مالله يا فستراتيج انت يحتاجك حتاجك والله مو كوي يحتاجك اشياء كثيرة ني هنو تحكي طالب منك فلوس انا طالب منك فلوس يا اخرا طالب منك فلوس انا اخوان اسمعتنا. اقول لك بيعطينا لجانب. يعطي الهندي. اسمع يا خرى. يا ايسر كثرواتنا. يعطي هنود. يعطي الفهبن. يعطي المصار يعطي لبنانيين. يعطي لجانب. وحنا نشحد. حنا حليمنا يبقى عم بالشوارع. ما كلين تبن. ما كلين خطوة. وجايد قلية. هذا كفوك وكفو كل واحد يتعدى على الوطن. هذا كفوك وكفو كل واحد يتعدى عن الوطن. الله يالعندك ولانا الوطن الخايص اللي من ذو الاجهك. ويالعندك ولانا الوطن الخايص which is not our nation. ا POWs وطن الف shinad it. وطن اللبنانيين. وطن الجانب. هذا الوطن هم. وطن التعوز الحرمي. هذا الوطن ام. هذا مبطن احنا. السلام عليكم مجرد الجميل يفعل انجليش ماذا يتعلم عندما يتحدث عنه ماذا يطالب قبل كنت تتكلم بأدب تتكلم بأحترام وش النهاية؟ أخرتها يبلغون علي ولا تتكلم بأدب خلاص أدب ماد في أدب من جد من جد هذا صديق يسلم عليك هذا دخل منتظر العلان سوفي يسلم عليك استراتيجي يقول مرحبا هيا 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 من يا ناس خمن stability هيا هيا؟ هذا صديقي لي من ق해도 من الم من الأماكن من النار فعاد تباداشر كنديان ومريكي لا يصدقون بسرعة ولكن العربية يأخذهم بسرعة كذلك هذا لذلك هو مجرد انها مجرد انهم مجرد انهم مجرد لا يزال الهيب للقيم الهيب للقيم نا لا الكلام يسأل الهدف الكريم ولكن يسأل الهيب للقيم أخذ كل الموضوع من الناس و أخذها للمشاهدين والمشاهدين دائم هناك الكثير من المشاهدين نعم 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 الآن قلت لنك بيطوني فلوس رقاصات الحكومة أنا تتكلمين باكاً نعم 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 يقول لك أتمنى أن كل شيء يتم بالنجاح معكم سوف أعلمكم الله أكبر الله أكبر أعجبك سكارلت سأرى هذا بعد الناس أحسنتك سأرى أنك شكراً الله أكبر الأله؟ ما تقول؟ أكبر أقول لك لا يوجد حريئة أقول لك لا يوجد حريئة تبقى 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 انه لا تشعرك هناك؟ أريد أن يريد أن تلك البنات نiresي حتى جاءً سحرك لما يبدو أن تتعيي تدولي المحللل Campe يمكن أن تتعييي عنه هي صعب تتحدي هي صعب تتحدي صعب تتحدي صعب تتحدي صعب محللل كانت لا تتحدي صعب تتحدي يمكن أن تتحديم المحللل إن تقواب محللل اشتركوا في القناة وققوا في القناة ملحبا شكرا 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 نعم هذا يصف شكرا 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 آس وهذا لقد يترجمك براتكم أنا ترجم براتكم سألتشف براتكم هذا يراجب فيه هذا الياه يا أحبتوا الياه ولكنهم اردعوا الياه حسنًا التطور بنفسي يقول لك أفل التكتوك حقك لا يقول لا أطلق السياسة ونعلمك أشياء بالتكتوك وطلق فلوس بشار خمسة باب أنا أبو شاك لك أنا جاي دور فلوس تكتوك 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 امدي أنا تكتوك حى ي الحكم لحاول اشتركت هذا يوم لا يتسين القتاة اشتركت عن اشترك خاصة نحن لك نحن لك اشتركوا استغراض اشتركوا استغراض اشتركوا في القتاة نحن لان قد التنشفي من اين او من قد ذلك ما هو لا هو الأن بحث انه أداء من البعض الشمس piece الشمس بأنها شخص المعارب انه لا يدخل لك سيكون الحق معروفة سيكون الحق معروفة سيكون ازعادت وهو محمد مص وكرت أن なفنا الذي لقاء في المسطق البرناحي علي إله إله إنني مرحبًا ما سوى مرحبًا وحبًا لمحبًا هتوفر الناس تريد لكل لذلك المنطقة التأخرين أحبًا إنني حظًا أعطيه كانوا وقتاً يسأل أرادك أحبماً وقتاً أنت تقريباً نعم أعلم أنك تفعلي بداية أعطيه أنه سبب أستطيع أن أعطيه وما سبب ومع ربماً أدعيك أتمنى ساعتك أنها تكون بخير أعطيك يا مان انا كنت محبا ايه يا مان 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 هذا صديقي استراتيجي من تكساس خال وما هو مع الحكايم لا لا هذا انا هو نسوي جرائم ولا ياذب الله اه 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 وبس هو دخل في الوقت اشترو ولي أمر ولي أمرك ولي حيث كذبين يا شيء للهي بالحين تنبسط واللي يخربون جوك ما عليك مهان أبو عندك شراف كامل ترا شوف كيف شوف كيف يا مخانيذ يبلغون أنا أبو معي الكلب يعني يغمعونا بالحقيقة ويغمعونا في البذوث أنا أبوك معي الكلب خلاص أنا قفلت معي والله قفلت معي خلاص كان ترا هي يوم تصعب كذا معنا خلاص اختربنا وهم إذا كانوا أثقين من نفسهم وإذا كان البلد قوية وكذا زي ما يقولوا ما كان يجي يبلغ على أبو ثور تكلمنا باحترام تكلمنا باحترام تكلمنا بأدب ولا نفع ولا نفع يا رجل قسم بالله هظار المعارضين اللي بالخارج مثل الدكتور سعد له ثلاثين سنة يتكلم باحترام ثلاثين سنة تخيل يا كي ولا في فايدة وأخرتها مسكد العلماء وحطهم في السجون هظاره ما في حل معهم والله ما في حل معهم على التعوس إلا ثورة ما في اللي قطعوس قطعوه قطعوه أوصال شرائح باربكيو ما يفع مام احترام من جد لا تشتري العبد إلا هو العصى معه لازم كده بنعصى العصى الغليظة تفهم ما تفهم يا مطبل هم؟ العصى الغليظة كمان مو هي العصى أضرب عصى إيش السراتيجي؟ الغليظة ما ينفع معهم القوة بسم الله ما ينفع معهم الضعف ما ينفع معهم الكلام ما ينفع إلا السيف موسيقى تصلي ايش السيفة الملح قلك أخذناها بالسيف إذا تبعونها اخذوها بالسيف وأنتد يتأخذها بالسيف فزع اللي يقول لك لا. ليس انت تاخد اخدونا بزوف. ما نهلك يا سيدي. عليك انك تنصح. ما هي هي احسن. ما يبي هو. ما يبي نصيحة الاحسن ولا الاسوء. الله مرزق البطانة صالحة. ما يبي بطانة صالحة اصلا. ما يبي. ما يبي. يبي مستشارين كذي يسبون الله وكذا. هذا الجو. قال لك بطانة صالحة. اكبر كذب هذي. بطانة قحبة. اذا تب الله يعطيك من تجار في الديوان الملكي. انا مش رميط. والله مو عايش بالبلد الله. هم السعود والحرمية اللي معاهم. الطبغة الحرمية اللي معاهم. هم العاشين. طبغة ملونين المخانيين. هم عايش فالبلد الله المخانيين. فالتكم بارح. هم اللي هم اللي هم المواطن الوحيد. اللي يستاهل الحقوق. الكذا. هم المواطن والوطن وكل شي. احنا متفضل. يا رجال. يا رجال حتى الاسكر قاموا يحطون حريم. ما دي حطون رجال. والله. ما فيه ما فيه مواطنين محد فيه. ما يبغون مواطنين. يقول مواطنون حريم عسكر. بكرة تشوف العسكر وهنود. لو لو حطون حريم. أوكي. بس يوم يداهمون الحريم مثلا مثل هذان الحجاز الحريم اللي يداهموهم. خلي الحريم يداهم حريم. لا يجب لك الرجال كل. يعني هذان حتى ما تشوفهم وقت المداهمات حق الحريم. بس في العب. يعني هم هم هالسعود فعلين ابوها. ما تلقى من هالسعودة الكلاب ضارة واحد فقير. كلهم عايشين احسن عيشة. والشعب ما كنت تراب. ترفوش تراب. يكي. قسم بالله ما كنت تراب. 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 تراب تحديث. تراب. 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 لا تخاف والله ما عندك احد خنيث ترقى ما هي سكرانين مو بيمك من السجن كلنا دخلنا السجن أنا عشرين مرة دخلت السجن هاتي أطقى ما أشوف يعرفوني وعلي بصمات كل شيء ما يخوفونك يا هاب أنا دخلت السجن كمان وأنا أجنبي كمان يعني تبهدلت ضعفة التوهدر كم تدخلونك أجنبي الداخل مفقود والخارج مولود المفروض ما هو كده طبعا المفروض السجن حتى الشجون السعود للأسف شان كينة يا صفوق الداخل المفقود والخارج مولود أطلع بالقشتات هنا خربها الموت واحد ترى مو مرتين الواحد يموت مرة واحدة ميت ميت رجوه للورا ما نرجع خلاص خلاص صادق الله خاص معد في معد تفريك لأن الوضع الأساسا يعني لماذا تسكت خاصة إذا كده مسجون وكده كده مسجون وكده كده زالينك على قل تعال فتفض خلاص تبي تغير صوتك غير صوتك لا تقول معلومات شخصية بس تعال فتفض إنه مجرد شخص لا تطلع أي معلومات شخصية عنك لا اسمك لا عنوانك لا حياتك لا تتكلم بس تعال اجلدهم اجلدهم يا شاب شاب تعال اطلع تعرف شاب انت لا حسرتي ولبث كندي يا شاب يعني تعال فتفض خض راحتك ما حد يقدير ولا شي خض راحتك اي يا جولي سجونهم تعذيب مو بتعذيب تقطيع سجونهم الاساكر ما عندهم لياقة لاحف هذا الشي بلاي حمك تلاحف هذا الشي استراتيجي عندهم كروش كل واحد كرشي قدامه كيف انت عسكري وكرشي قدامك هذا يحقل وما عندهم تدريب زي الناس طبعا وهذا عن عمد ما يدربون العساكر تدريبا صحيح 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 خبلان ما عندهم ما عندهم عسكر صاحين بس اذا امسكوك ما يرحم عوامك كلهم همد همد ما يجبون الهمد تلخ تلوخ ما عندهم انسانية امو النظام يمسكك يقول لك هذا النظام امو النظام ما يعرف اللي كلمة نظام بس والله ما يعرف اي حاجة بس نظام نظام لاعبوك لاعبو نظامك الخرع اللي مثل واجحك فنتيستر 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 ها 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 وتقولي الاجابة يقولك ها كأنا ما اسمعك يعني كذا بس حركات حركاتهم حفظت لنا عسكر السعودية حفظهم حفظهم ياك انا امخنث هذا امطبل ابو جاني رحم را اه 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 انا قل اصبع 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 هذا يعني دائرة حمرة اش معناها يعني خرقه ذا خنيث كلهم مخنثية دي لا سموكي لان كنت لان كنت يا الخنيث تذلي ليش يكتب حبشي كذا عشان عشان يقدر يسب يسب ويكتب حروف حبشية كذا وخاص انت هذا حركات 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 عبدالي حروف لا يدافع عنهم غير المخنيث والله لا يدافع عن المخنيث اهل التعوش المخنيث الا المخنيث حكومة مخنثة حكومة مخنثة رضي الله انا ادافع عن حقوق الناس كلها قالوالك انا مخنث والمخنيث اين اين呢 قالوا له هاذ سمو سيدي سمو سيدي السمو سيدي لعم الله من جمعكم يا فشل تحب سمو سيدك انت تحبه خرقك احمرو الا بمبي اههههههههه ها يعطيك فازدين ولا ما ولا على طول ادخل دائرة حمرة تخيل اسمك دائرة حمرة ملونين مخانين مشكلة مو بس ملون سالب سالب يعني ايه نخلك موجب كذا اقول عذرك لا سالب يستلمها من السمو سيدة بدون فازدين ايه ويجونك يتكلمون الدكتور فلان الدكتور دكتور بانيك بالخناثة يكونوا بصور دكتور خنيف يجيبون لك اسكال كذا من الشارع يا اقول لك اذا متقف مثقف جابو يسيب فلسطين يسيب فلسطين يقول ادخل فلسطيني ادخل يهودي ما ادخل فلسطيني بيتي ذاك يقولون عنا مثقف دكتور فلاني فلاني خريج كلية شريعة انا ابو ذي كلية مش علموهم في كلية ذي كيف تتناكي اخطو رقم واحد بالفاسلين الفاسلين ايهه ايه ايها شو سمونه الشيح يا جماعة سعدوني انت هيا فيه وله زيت وله تفلى يتفي في مكوة مليك تزعلون تخيل انت تزعل تخيل انت تزعل تخيل انت تزعل واجهك تغير تزبني ليش 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 هل انت سمو سيدك واش مزعلك يعني واش اللي يزعل بالضبط الحين لو انت تحب فنان وانا اجي سبات الفنان هذا تزعل كذو لا غير ما انك تحب الفنان يمكن الفنان هذا اثر على حياتك ايجابيا اكثر من محمد بن سلمان شحنا اضلطان اتفضل اي احد يبي يقصد على طول اللي جماعة بيتكم تعالوا سبسبوا خذوا حرياتكم تخصوا حين ما احد يقول لكم شي ليس جزد سرووف سمو شيد سمو سويد ليس تصبح سمو سيدي يا الله يعلم تعال يا مخنة أرسلت لك دعوة يا خنيط تعال سمو سيدي سمو سيدي ليش تسم بسمو سيدي سمو سيدي يا سمو سيدي تخيل أنت رجال طويل عريض أكيد رجال رجل حلو؟ رجل قاعدة تنادي رجل آخر بسيدي ولا هو نبي ولا هو حتى يستاهل هذا الشيء ورع يمكن أن أصغر منك في العمر سمو سيدي سمو سيدي سمو سيدي فيلم كرتان هذا فاتك ذاك اليوم طلع الروح يماني حلو تدري وش يقول يقول أنت تسي إلى الذات الملكية الذات الملكية ماذا؟ تسمعني ماذا؟ تعمل ترويج لبثك؟ اه اي 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 ما عندي فلوس بالكساب الان اعمل فلوس بالكسي سمو سيدي سمو سيدي سمو سيدي سمو سيدي المشاعر المقدسة هي مشاعر سمو سيدي مراني اغفض سمو سيدي ملادي 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 فكرة ثم سيدي ملادي شو سيدي يا شو سيدي يا سيدي سلمان في شئلة حقت واحد في زواجة حلو في زواجة حفل زواج حقت عرسة تخيل في ان في عرسة تجازة طلبة للسلمان واو هذا الشي ما لا يعقل ليلة زواجة جاهزة طب المحمد من سلمان حين اشدخل عرسة لرسك انت الشيلة تمدح العريس وشوي تقوم تمدح ابو العريس بعد شوي يقول لك هادي سلمان اشدخل سلمان يا اخي العرسة يا شبك اشترك 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 ترجمة نانسي قنقر 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 هل نريد أن تسلب من جسد تعالب تعالب اليوم نريد أن نسلب نريد أن نسلب لصعود ونرى أن أشفيهم هل هذا محتور ما نبي ننتقدهم زمن الانتقاط انتهى الآن نبي سبب نبي سبب نبي كس قم نبي كده كده شاء الله إن شاركت ونحن نقص نعم نعم المنقصة أعرف أنت وقت الانتقاد كذلك لا أقصد إذا تعتقد حلو باحترام جمقة استراتيجية يقول لك يبلغون وهذا يقولون انت سيء شوف خاشف دي كيف كان محترم خاشف دي كام محترم قطعوه بالمنشار فإذا الوقت كلهم نفس النتيجة على قد أخذ راحتك على قد السيستم تعوانت هذا على قد إذا قطعوا لي بالمنشار أقول نعم أنا كنت أستحق شوف خاشف دي كام محترم خاشف دي كام محترم خاشف شوف خاشف دي كام محيظات مادامي كده خربانا ها يخبر راحتك سب أبوه وسب أم لا لا أم مسكينة نعموات راحية مثلها مثلنا بس يعني خبر راحتك أننا خاص النتيجة نفسها كي? اذا كنت محترم او كنت غير محترم النتيجة نفسها. عالدة خاصة صباح تخربها. سب قللي في خاطر كلها. لا تحرم كلمة من خروض كلمة واحدة لا تحرمها. انتشر البث. حين يجوك. حين يحلو البث. اساسا حل البث بناسا. باش يجي ناكستات كده. امينة تعالي امينة. والله بخاص. قفلت معي. بعزم كل الناس اللي عرفهم. بعزم الحديد. بعزم الشيء. بعزم كلها. تفضلوا. بنات رقصات. حت الناس اللي. آه تعال 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 تعال. السعودي يحد الثمان لها. تفضل. آه حيفو نعم. قلوا. رواندو العظمى تفضل. والله بيزم كل الناس. مع التفرق. تعال يا دنتلة تعالي. الروح يماني. تعال تعال تعال. تعال تعال. تعال تعال. سكران المجانين. تعال يا سكران المجانين. صح اسمك يحير بس يظه. ايوه. سكران المجانين. يا سكران المجانين. من هنا سير بعد عام. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. دكتور اكبر رؤية. اه. لا يا هذا واحد. بلعن بن سادوساء بلعن بن سادوساء. رفيق انتري. عشت نسامي. مختصر وفيد. نعم. ابو بازنه. نعم. نواف. كيد نواف. سادة الماجد. اه. اه. ابو بازنه. تنتقي. اتقوي. انا ابو بازنه. اه. اه. افترونيكا تقرر ان تموت. اف. اش كده افترونيكا. ولا ياذو بالله. اه. اه. ثاني. تنظيم الحمدين. قطر. خيانة قطر. قيانة شوك ما. قطر يا اخونا. اه. الخيانة. تعلم القطر. شوفك كيف قطر. اه. هه. إن في العشراتي آدخلهم يعصبونك آدخلهم يغبرون هذا بيتك أنا بثي بثك وهنا ما يقدرون لك هنا يأتون يغبرون و يذهبون هم غبونين يا صديق رجب درink يا صديق 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قل رأيك في آل سعود المخانية عدلها عدلها شيل تعالى وخليها قل رأيك في آل سعود المخانية والله اليوم بنثير غضب الضباب خل رأيك آل سعود المخانية كيف كده لقى لباشا طيقة اوصغل الزرق عفضل الازرق 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 تقصد ابو هديه هذا أبو ماص هذا ابو سهام ابو سهام هذا تقصد أي خلا في مصر كده ابو سهام هذا هذا ابو سهام هذا ابو سهام هذا انشيل عن حطرد على فيه ايه فيه فيه كده كاف طيال طيال كنا على الجرية مام فيه نعم طيال ايه خرايك فيه السعود المخريط السعود المخريط السعود المخريط وانظروا هل مغرت يا امريكا وانظروا يا امريكا وانظروا يا امريكا وانظروا 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 انهم ما سعروا لعمل خالي مرحبا بكم في الرقائن المتتدد التعوس التعوس ألا تحبون التعوس إنه يحبهم كثيرا التعوس التعوس وماني يحبهم كثيرا التعوس 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 المساكين المخانيف المجانين المساكين المساكين لديهم ثباب كثير لأنهم حسسون يتحسسون من الرأي الاخر التعوس التعوس تقوي سكرا لرجاع تبع شكرا لرجاع تبع شكرا لرجاع المترجم للقناة 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 نحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون انتهوا بالخناثة بises يعني ابو دها مبدأ الآخرون مشكل انتهوا هناك بعيد انت هنا يا دوبا انت زي ما قلت شعب محافظ شعب محافظ طلح يجيب له مخانيث طلو يجأ 재밌ك انت الرجوة مرية زي الناس ما ما قادرين يقعدوا مكان واحد دون حرج رس الشعبات تعود يعني على طول كذا مخانيث طب خلOPة التعبير ون ما في فخنثة حتى الرجل المرأة ما فيه بس كذا مخنف على أمتلك أمريكا عندها حرية التعبير أولاً وجات بعد سنين من حريات التعبير جابوا مخنفها حلو؟ كان مطلب شعبي من الشعب للشعب حلو أنت ولا سألت الشعب ولا أعطيت الشعب حرية التعبير ولا أي شيء لا تفرض عليها المخنف غصب هذا كلام هذا؟ لا تفرض عليها المخنف 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 ثم تفرض عليها المخنف لا تفرض عليها المخنف لا تفرض عليها المخنف اشاهد عليها المخنف على العمل المجتهد في المغنثة في كلمات ما قدر يقولها يجاهدون بمؤخراتهم مؤخراتهم فداء الوطن مؤخراتهم مؤخرات أهلهم كلها فداء للخنيثة الدب الداشر هم ما يعرفون وطن هو وطنهم الدب الداشر مؤخراتهم أحسابه مؤخراتهم مؤخراتهم يقولون وطنهم مؤخراتهم 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 اشتركوا في القناة 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 من يوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم وفورا اشتركوا في القناة 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 كيف نستحي من المخنيث كيف تستحي من خنيث أنت خنيث كيف نستحي منك إذا أنت خنيث ما استحيت من نفسك أنت خنيث وبن سلمان خنيث ما استحيت كيف تبغي أننا نستحي منكم لا لازم نفضحكم يا المخنيث ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذي كلمتك يا شرموطة هذي كلمتك التفخ والله التفخ اللي وراك مكوتك هي المنفوخة يا قحبة نايفة 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 تحرمو اسمك نايفة 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 شوف ايش يقول المومنات محصنات يقصد اشرميط محصنات اذا محصنات وتجي تشرمط في البثوث كيف هذا؟ هل يعقل ان تأتي محصنات وتشرمط في البثوث؟ جوز؟ هذا ايو اقل انا اعرف واحد اسمه نايف بس النايف هاذه وش هاده هي غريبة النايفة وصلت اخر مراحل الفشل النايفة 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 المؤمنة المحصنة والله يجبني محصنة محصنة كثير من الناف رائحة الناف رائحة الناف نفع نفسه عشان ينفعك يا اكي تسمع يقول السوداني ما نفع نفسه عشان ينفعك نفع نفسك كاف بأي طريق انت انت مش نفع نفسك بي يا السوداني يا السوداني ما سكينك السوداني سوهايب ترسل صورها سوهايب ماذا ولي كلها زي نايفر كلها عد سوهايب صورها كلها عد سوهايب سوهايب بلاحة نشر صورها اوه بالله ايوه عند الهياء ابا اشوف صوراته تاكفون تاكفون الناحد عند الصورة لا يبخل عليها اعطوني كده فورورد والعياذ بالله اه تاكفون الناحد انت مش نفع نفسي مثل ما يقولون صوريلي ما نفع نفسك اوكي خلينا نفع نفسي عباشوف الصورة امتعوا ناظري واعد من زين هي رجال تقلب كرة والله ما حلوها ما حلوها ما حلوها ما هي بزانة عادية انثان عادية والله ايه باش صوت تجي اجي 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 يا اخي اتخيلت تعرف شفت العنكبوت تجي وراسها كأنها رأسها انسان وكذا وشكلها ملوي يا كذا اتخيلها قسم الله رأسها وراسها ازرق كذا وجهها ازرق يا 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 الله يا عمي جد النايفة 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 اضخق عليها حزبي تبعي حسنات تبعي حسنات منا تقول ما عندكم حسنات عشان تاخذها منا مسكين حزبي يا اغي خيق عليها كل واحد متواضع كل واحد على قدري يغلفون بدأت البلد نغلف الشرميط حنا الله يعنهم نغلف الشرميط شرموطة محمد بن سلمان نغلفة نغلف شرميطة نعم بنات البلد محشومات عن اشكال هذه نحن ندافع عن بنات البلد بمعصب يعني بعلمك يعني نحن نحميهم من 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 ان الواحد قاعد يفقيرهم عشان بعدين يستفيد منهم جنسيا تعرف النوايا واضحة يعني ما يبيلها نتوقع نواياهم واضحة يعني ونقوح الشمس لا فلوس لا حسنات لا حياة كيف العيشة لا دول لا دنيا بس كلا سموسيديو والقبل لا قاعد تنظر علىنا فاتك نص عمرك إذا أنا عنده حسنات أخبت من السيئات واضطرحت عليها الله يحفظ منها ناخذ الحسنات من وكوتك بس بس ناخد دور كل واحد ينقب الدور لك جماعي ها في ديوال الملك فيلم بورن ها موعدنا جماعي في الديوان الملكي نتواعد هناك وننيك ويتناكون أنا عفا نقول لنا عفا تعالي نقول لنا عفا تعالي ما يكوتا ما يكوتا ما يكوتا لا بأس في دليل لا بأس لا بأس يجوز يجوز لا بأس يجوز next time there is no Pompa we have to do we have to do and to do there is no need to have there is no need to carry all the ruts and the do them we have to carry all the ruts and the use and the делают people without being they carry all the verzons همه إجلطهم غير همان يا كا هماني إجلطهم جلط كي سلاحس يعرف يعرف لو كي سلاحس لايس؟ مجد لك لتعرف ان احاول لتعرف بجاب ohgan جاي يقوللك النايفة افلص نائفة ايه key هو اسم ايه الايه حمس كندرو اه ايه اмеا اقولك النايفة اما اخفت exceeded انظر كيف تحس يوم يقول لك النايفة معارصة نعم معارصة أنت خرقك أحمر بمبي مفتوح من قبل سمه سيدك معارصة خرق أحمر بمبي صغير كان صغير لقد فوتها بفضل الله تعالى لقد فتحوه لا حجر الأساس النايفة 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 كيف تقيمها من عشرة؟ أربعة من عشرة؟ أربعة من عشرة؟ هم؟ أربعة من عشرة لا أتكلم معادا الناس قذفت عرضي وانتهت خلصت قذفوا وانتهوا وخلصوا لا أحد تسأل لي أرده أو لا أرده كان يقذفون فيني صحيح؟ قاعده أتكلم بالعكس لبسوني تهم يضعوني مثلي ومدروش ورسموه سيدك ونطلع المثلين في ضواح النهارة بإعلام مثلية ما كان موجع على جوال لا جابهم بإعلام أعلام مثل علم هذا خفاق الأخضر هذا نعم يورفرف عالم يورفرف في نفس الوقت عالم فلسطين ممنوع خير وشوف هم مش مزعلهم كريم خفاق الأخضر يورفرف لا أصبح لأن خفاق يموان أنا أخفاق يموان رفل في البارق المنوضة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البيرق الملون يا لعبتي يا لعبتي يا هاجسي البيرق الملون البيرق الملون رفر في راية الملونين إنه لا يصلي هذا لا يصلي هذا لا يخاف الله هذا يغذف المؤمنات المحصنات إنه مجرم كبير إنه زنديق أيها زنديق يا عكاة رفر في راية الملونين رفر في راية الملونين رفر في البيرق الملون الخفاق الملون رفر في راية الملون رفر بالل政府 رفر شكرا شكرا ركلا أنت السلطة سل shameful 票 لم تنصف You للتعصف للغاية في أن روي حسبي هذا مسكين هذا كده خلقتي عليه كده وخلتي يسوي بلاضي تركته خلعته مسكين هذا مسكين حسبي الله عليك يا نايفة حسبي الله عليك يا نايفة دمرات أسرى هذالا المغفلين مثل حسبي دمراتهم كلهم مساكين خراب البيوت المسكينة المسكين هو هي شيطانة حسبي نايفة 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 حسبي تبادل 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 الزوجات أمساني بأمجهد أمساني بأمجهد نايفة 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 شكرا شكرا موكي موكي شكرا 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 اشتركوا في القناة نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسا نانسي قنقر ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قالوا تعال نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 انجل ايه الكاولي يا وصح يا مهفن انجل ايه الكاولي مشرت من هو هذا? كاولي مشرت اذا. اللي بالنمسا اذا. عوادة الشمري. خلو خلو يطلع. ويتفع هماي. لكن هو ما عنده حركات الرجال. هو كده الان كاولي مأعني بالنصالة. وهي برون جليل. يا مهفنك اشان. ليه من جمع. اعرف الله انت يا الخنيف. اعرف الله يا الخنيف. اعرفة انت يا مزمار. يا جرار. مزمار نزل. تعال يا كأنك رجالة أطلع دوقست متفاهم معك يا الخامة يعني عاجل هو أعطاني بلاك وراحة يعني ولا خذك رجالة لا متفاهم سعفني نزعلان بس زعلان تفضل قول لي بخاطر أصعد إلى هذا اللايب وقل ماذا تشعر فيه لا يسبك كده في الكومت لعلط الله على من جمع تخيل تكتب كده تخيل تروح يبث آخر وتكتب كلام زي كده والله إلا طلع زورتك من الكمبيوتر موسيقى المترجمات للقناة مستحيل في حياتي تلقاني اروح يبثوث ناس اخرين او قاعد اقول لهم ليه لو طال الله حلم انت ما انتبهت للصورة كويس انا حين ما انتبهت لصورة كويس انا حين ما انتبهت لصورة كويس اروح لكمبيوتر بفتحه يلابس تعرف المجند اللي يركبون فيه المشدس اللي العبيد حقينالة السعود يلبسونا ايو 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 اللي بصورة لابسه ازاي حق خالد الشراري ها ايه من ابي دار الشعود شكرا شكرا خالد الشراري داري خالد الشراري شكرا دائم يلبس المشدساب دائم يلبس دائم يلبس هذا ملتشة السريع الشرع بكده و دائم يلبس هذا في الفشهات حا ايه لدينا شكرا شكرا الحيات السعودي الفاشق اشتركوا في القناة 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 كم دولار تاخده كم دولار اه باخدها اه تقريبا واحدة اربعين واحدة اربعين العشر علب واحدة اربعين اه اويلو اه رخيص عشر اه رخيصة ببرلين لبرلين اه اه خمسين اويلو ببرلين عشر علب اويلو ببرلين لبرلين 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 اويلو اويلو بشر علب عندنا عندنا نفس السهل عندنابي عشر العلب اويلو 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 في عندنا مثلاً باكت بكون فيها مثلاً عشرين سجارة بتمانية اويرو سبعة اويرو غير شيء بكون فيها خمسة وعشرين سجارة حسب السجاعة اللي بعدنا تقريباً هيك عشر اويرو في عندك باكت فيها مثلاً خمسين سجارة بحشرين اويرو عشرين غالب يمين واسفين السماء شو داك تعمل شبا تشرب اغا ليه ما تشرب دخان لف ما انا كنت لف بس بس ماني فاضي ما ما اري خليك عن لف ما اري خليك في تشري قلب اللي تلف لا اري خليك ام 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 اه اه بعرف فيك تجيب العلبة و تجيب العوراق و فيها انا كنت تلف قبل بس ولكن ما اري خلق بدك تدلق تلف وتحط خلص اه كله نفس الشيء كله نفس الشيء يعني قديش بتوفر يعني بتوفر عشرة خمسة سبعة اويرو اللي بدي دخن بدي دخن كتير ولا قليل اه كله نفس الشيء يا صاحبي كنت لنقعد هون شوية عملنا استراحة يا اختنا باللهنا يروي كذا الشيطان يا الله والقطار كم ياخذ منك رايح جاي انا انا بخلص تيكت شهري انا معي تيكت شهري على المانيا كلها بتسعة واربعين اويرو تيكت شهري يا سلام اشتراك شهري كل المانيا تسعة واربعين اويرو يا سلام اه بتروح وين مكان بالقطارات بس الكتارات المدن يعني الكتارات السريعة بتدفع زيادة شوي بس كتارات العادي اللي بتوقف محطات كتير تطلع فيها هاي ديك المرة روحت على حدود بلجيكا هاي ديك المرة من شهرين روحت على حدود بلجيكا على شو اسمها اي كولن منطقة المانية على حدود بلجيكا كم بدي فوت عبلجيكا بس مضلش معي مصاري وان خلص ارجع برلين اه يا الله اه اه لك اه اه بتتجول يعني يعني مثلا يعني ما عندك حد شيء معك مصاري شوي بتطلع يعني مش ضروري تأكلوا بمطاعم انا من نوع ما باكل كل شيء بمطاعم فوت عالسوبر مارك بجيب موية بجيب عصير بجيب بسكاويت صندويش ارخص من المطاعم جبنة بحمل الشنطة وباكل انا رحالة بزوادة معك زوادة معك اه اه صندويش ورما بسبعة ايرو امرو ما يكون سبعة ايرو حطلك شوية لحمة شوية صلاة يضحك عليك اه بجيب اه بتجيب بتجيب نس كيلو نس كيلو لحمة او كيلو لحمة lastsfive او اللا تأكل منهم بنسبة سبعين اسموع سبعين انت لا شأة ا PM او برلين انا ج reais او برلين العارس مائر او بكندا او بكندا صحبي انا عمو احتوني اياها كندا ستكوني على كندا وهيك ما بحب روح لها كندا لأمريكا ما بحبش هل الأماكن بعيدة أوروبا قريبة على الشرك وعالغرب عرفت كيف يعني وين مكان بتروح أما أمريكا ما فيك تو على مكان يعني بعيدة كتير عرفت كيف أوروبا قريبة على تركيا قريبة على لبنان على سوريا فلسطين لما رحت السنة الماضية على السعودية رحت من مطار فرانكفورت على مطار عالية الدولي بالأردن تقريبا ضلينا ثلاث ساعات لمطار عالية الدولي بالأردن ومن الأردن للمدينة مطار المدينة شو اسموا المطار يمكن ساعة ونص من الأردن تقريبا خبس ساعات مش بعيدة كتير مطار علياء الدولي والله لما نزلت بمطار الأردن نزلت دمعتي والله لما نزلت بمطار الأردن نزلت دمعتي هيك تشوف والله العظيم أنه أنا حابب روح على الكدس عرفت كيف والأردن قريبة على لبنان والكدس وهذه الأماكن يعني عندي يعني بالقلب هذي الأماكن وهي أماكن مقدسة يعني أماكن وطقت فيها خير البشر هو سيدنا محمد والأنبياء كلهم عرفت كيف؟ يعني أماكن مقدسة أماكن يعني ترفع لها القبعة أماكن والله يعني هاي الأماكن هاي كلها بيت لحم والقدس وهي كل أماكن مقدسة آه ياه بتشوف هيك بتشوف يعني تبعد عنك يعني تبعد عنك الكدس أمطار وما بتقدر تفوت عليها صعبة معرفت كيف؟ يعني الكدس تبعد عن مطار عليها الدول يمكن نص ساعة بالأه نص ساعة أو أربعين دقيقة بالباس ومش قادر تفوت يا حميبي صعبة بس بتعرف هلا في كتير عام مثلا معهم جنسيات بفوتوا عادي على القدس بفوتوا عادي معهم جنسيات أوروبية أو كندية أمريكانية بس إذا كان فلسطيني يمكن ما يفوتوا إذا كان فلسطيني نظام سياحة زي آآ ما عندهم نظام سياحة زي هذا زي وين؟ يعني زي السعودية مثلا تفتح موسم الحج وكذا المفروض يفتحوا القدس يعني باعتبار القدس يعني صح؟ ولا كا؟ نعم باعتبار جنسي سياحة زي محبوك 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 تقدم محبوك 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 لا نعم محبوك تقدم محبوك ريخ المفروض يعني باعتبارهم محتدين القدس نفسها المفروض على القدس هذه المفروض يعطوك إياها السياحة المسلمين زي القبلة مثلاً أو مكة كيف تدعون فورد؟ سلام عليك سلام عليك مالك السلام الله و أكاتب يقسب بله بحث وصباح الخير يا شباب بحث قد كد تكون فاتح بث جيداً ما حظرت؟ لقى أنا الشباب فاتحي قلنهم محب ايه يعني اريد كلم خير وبركاته كله واحد كله كله متحاوط باللهاء يا لا مااني موافقت حتى كي خربنا يا همان قاب بيغصفهم والله والله باليوم بيغصف النايفة مستوى وين هالنايفة الحين تطلع؟ سترتيجي يا همان سترتيجي دعبول اتأخذ ركز بحتني دعبول وين من روح ورانا ماذا تبي يا دعبول مضايف اكي مضايف اكي ايه طيب خلق ما هاش راتيجي بيجي هداك العراقي عمتجي العراقية هديكي يا عيال هذا الشي بي هذا المشرب سامي نسا الامير قلاء سوري ايش فيه دعب يوم اسمه طلال يوم اسمه عوادي المشكلة المشكلة التراتيجي اللي سفروه عيال عمه شمامرا عرفته اي يوم راح ماشي من تركيا على سويسرا راح ماشي صدق وستوى بالشباب كان محط طلال الرشيد يعني شوفوا يا شمر وانا شمر وانا شمر وانا شمر وانا تعصو متلزق يوم بشي مع امرأة الله يخسى لكن هو دايم يعني لكن هو دعب بالله ذا الانسان انقلاب كما جاء طاريفون العن ام العن ام العن ابو وانا سبحان الله انت خشيس ودعلك تموت بالقهر اللي انتبه خشيس وبش بث الثاني قم شوية رجاني يبغى قسط بث الثاني تخيل اني فلبث هذا ورأي طالب قسط في بث الثاني صديقة صديقة وصار مع صديقة شي اسمه هذا دكتور وفيق فراس صار معه جاية جاية السوع هم شفات احداثه يعني هم تلاطين اثنين هم والله ما ادري ما ادري ايده ترى ماش كده عني لو زعلانه لو زعلانه تفضل القسط قل لي ليس انا لو تدأس عليها تمسع مهاز على هظاله هظاله يجيهم باغ يجيهم باغ يستعنس على الداخل خفز اسود خفز اسود فهو عده عجرات يا دعبول خفز اسود من الدعك واله لا والله شفت ناس تمبسط وقد دربتها اذا انا اعتطيتها كاف يهي تلدهون بالضرب والتعذيب هما هذا بدي إجلس م ماذا ولكن لمر و العياته بالله وصلت رأس الفتنه لمر حقاى يقز فظل لمر نت قلت ليش تغلط على لمر يا خالد ليش أنا ما غلط أنا طروح قداع من الموضوع أنا نزل فديو تقول إنها هي تقودنا طروح قداع من الموضوع و أنا معلق زي ما الآن يطرح قدامي المواضيع ونعلم إذا كان الموضوع مضحك سوف أضحك إذا كان الموضوع هذا لكن ليس إساءة الموضوع صار ريميكس كذا وأحزاب وأنت معهم وأنت معهم ولا مدري كلنا هنا حزب الأمار طيب كلنا كلنا الأمار أنا ما سبت ينغبنون إذا قلنا كذا ترى أيال كلنا الأمار يا ربي يشب فهد شب أنا قصة ما أود دي سكين ترى فهد ولا لو طيحنا بسروالين واجي بكرا لغير يحب حب رجواني شب شب أنا ما أود دي باقي البث يقعد كذا كل على على المعارضين أو لا المار عزيزة علينا شيف سلاحة يا خالد اللي يزعى المار يزن خالد بس خالد البث كان فيه ثمانية الآن شيف يوم بدأنا نتكلم مع المعارضين شنون هذا اللي يرفع البث طال عمرك نجلد والديهم لكن أنت أبخص ببثك أنت هر ترا نطلع من بغاية والله لكن أنت أخوه عزيز وغالي علينا لا تطلع أنا أرحب بالكل دائما كل كله مرحب فيه حتى إذا أحد زعلان مني يجي يقولي أنا ليس ذا تعتوه اللي بين عيونك جاك لا ملحط ملعونه هذا ما هم هاوس هذا ما هم هاوس هذا تكلم يا أخونا أو لا لا داود تتكلم يا دكتور يا أخونا لديكم الجمهة الحلو الطيب هذا والله شي لا داود داود صديق أنا حبيبي يا أهامان دكتور محمد ما أدري منه الدكتور محمد دكتور محمد من شوية ربع أقولك خبر بعاتي يا صديف إلي عشر طائرات سعودية التنزل أخونا على غزة محلو محلو كيفك هلا هلا لارا هلا لارا كيفك خلاص بوس يا لارا فضحتنا يا لارا خلاص طيب اسلم عليك لاو يسلمك اسلم عليك كيفك يا سوسو انشب انت يا هامان ما تأتي معك اسكت سوسو يا هامان هذا سوسو اسكت يا كاي هذي كذا تطلع تكهرني انشبه 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 يا هامان والدب بستانة سوسو انشبه رجالة انشاء الله يطلع ورد ولد على فكرة على فكرة انت غليظ اكثر من فرعون نفسك مالت عليها السكتة شيت لك والله شيت لك مالت عليها كتب فرعون فرعون ما صوي صوتك فرعون ما اعمل عمالك اللي تعملها الحين انشب يا هامان انشب يا هامان انشب يا هامان انشب انشب والله دابل تتمي لفترة تفوش بستراتيجي يا هم تشدخرك انت انت الاخماهو انت مو هامان انت الاخماهو انت الاخماهو كيفك يا سوسو انشب يا هامان انشب انت الاخماهو انتها اورعا فترة اورعا فترة والله ان هامان انت امون عليك اяни ا امون عليك لا تستانس لك ترا ولد سوتيجي لا تستانس والله اني ابنت يوسو يوسو الانيس ها زيدي هاي دي وراءه ولد لعنة امون عليك لعنة عشتار عليك لعنة عشتار لعنة عشتار لعنة سليمان ياخي اش دخلت ياخي اش تبغى انت تخرب انت انا بروح افضر ان شاء الله يطلع ولد يا رب يوسو يوسو اكلتي تونة اموت عشتار عافية عاليك عافية عاليك بحبك سوسو خلاص اجيبك سرصور معايا وانا جاي انا حبك كثير من السرصور انا ما احبك انا احبك حكرا انا ما احبك انا حبك خلاص اجيبك سرصور انا 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 ومالله ما عدا تجيب الكرة شو هي عم بتخلف هاي عم بتخلف هاي ده حاولتنا بموتها بالله والله وفيه هو في حاجة يلا مع السلام يا لارا يلا باي باي خلاص خلاص اجيب لك درزن سلاصير خلاص ايه اذا كده اذا كده انا موفق يلا يلا باي باي ام بتوقف أشياء حلوة حنا نهدي صراصير في إيران أمة الرومانسية أيوه سؤال في صديق بعثلي عن الواتس أب ما مصدق له هلأ يعني عشر طائرات سعودية تقطح من غزة وتسقط مساعدات كل سالفي يا جماعة ممكن يكون تنحيص غضب تعبي عارم غضب اسلامي حتى امتصاص الغضب الشارع و بعدين يجعوا وينطموا على القضاء و هذا إذا صح الخبر فيلم دبلج وخزب وخبر هذا المتصاص الغضب في الأن هذا المتصاص الغضب و بعدين يرجعوا على القلد أكتاني نعم يتأمروا على غزة و بعدين اسقاط المساعدات المساعدات هاي إذا بتشوف يعني يعني ما في خبرة بالموضوع لأنه طائرة عم تسقط فوق الثاني يعني عم تجي الباكات فوق باكات فوق باكات فوق باكات يعني بيوصل على الأرض بسرعة 200 أو 300 كائمها بالساعة كيلو متر بالساعة فتخيل انت شو هيوصل على الأرض هيوصل مثل الكتشب هالمساعدات اللي عم تأمر حتى ما عندها براشوت هي تنزل لا 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 مع البراشوت بتنزل مثلا بدون براشوت بتنزل بسرعة ألف كيلو متر بالساعة بس مع البراشوت توصل إلى 300 أو 400 كيلو متر بالساعة وتخيل ديش ممكن توصل على الأرض بسرعة أو تكون أعلى بس لما يجوا باكاتين فوق بعض وثلاثة فوق بعض انت تخيل شو هيصير إذا كانوا معلبات أو كان زاز مثلا طبعا رح يتطبشوا هيوصلوا كاتشب كاتشب مكسر فوق بعضه يعني ما في خبرة حتى بيرمي المساعدات بعدين شو السر يعني هلا سوصل لهم 9 شهر الناس عم تموت مشجوع وكذا هلا اجتهم انا باعتقد هادي شغلة الحوتيين ضغطين عليهم تحت الطاولة يعني يعطوهم كانوا مدة ثلاثة أيام عرفتوا يا شباب مشان هاك كانتهم عبيمتصوا غضب الحوتيين والحوتيين واعدين انه يقصفوا كمان داخل المهلكة وعلى ما يبدو انه هيدا استباقا لكسب الشارع اذا ضربوا الحوتيين داخل السعودية يقولوا والله ها شوفوا نحن نزلنا مساعدات على غزة نحن بيعرفونا شعب عاطفي ومننسى قتلانا ومننسى دغري بكل سهول يعني والناس جوعة فمن هاي المنطق هدا يعني هني جوعة الشعوب وبيعرفوا كيف يتحكموا فيهم خوف الشعب او جوعه وبيضالك تتحكم فيه ما في اسهل من انك تتحكم بالشعب بحيس اذا تبعت طريقتين جوعه وتخوفه دايما تعيشوا بالخوف كيف ايام الكورونا مثلا لا تطلع مدون ماسك ما تعرق من هيك من نوع الطير الا ما تاخد لقاح ما كذا السنتين وهني خوفوا بالشعب بشين يضلوا تحت سيطرتهم يعني وهلا كان بكيت هاي بدو ينتصوا فيها الغضب الشارع الاسلام العارم لا نستبق الأمور دعنا نشوف شو سالفتها هاي واحد شاب بعتلي كمان من الصورة السيسي بالحج بتطلو يا زلمي هيدا اذا بتلاقيه متمسك بي باسطار الكعبة ما تصدوه لا بس الان تديروا اشتاغين في الان بي يدعمون قوات عربية اوكي اعربية هاي من قاسين طوالا التدخل في غزة اه 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 مشان مشان بشان يكبتم المقاومة يعني بغزة ودافع عن اسرائيل يعني متل ما ما عملوا بسين هالجيش المصري ومتل ما الجيش السوري بالجولان دائما كان حامي عدود اسرائيل مدة 40-50 سنة راح يجي قوات العربية تحمي إسرائيل من المقاومة بغزة وسلمني على المقاومة ساعتها بس إن شاء الله ما يمشي مشروعهم يا رب والمقاومة ردت على هذا الشيء بالإعلام قالت أنه لن نسمح بأي محاولات ندروش لتنازل عن الثوابت الثوابت نعم رد حلو يعني رد في مقاومة وهم صحيح يعني لو يتدخلوا حيتدخلوا لصالح مين هذا اللي نبن نعرف يعني المقاومة إسرائيل متل ما الأردن قام بصد الشو اسمه القادم من إيران مثلا الطائرات والسيارات نفس الموضوع هؤلاء راح يوقفوا يحاموا إسرائيل ضد المقاومة وحتى حتى تتلافع المقاومة منشير ولا شو هي منشار يعني ما كنت هلاك ما كنت هلاك على ما يبدو نحن بس نحن دايما جاهزين لأي شو اسمه لأي عارض أو كذا لأن تعودنا بالتيك توك منتفاجأ كثير بشغلات يعني بخوفونا فيها وكذا وعرف كيف فما يعرفش من مين جاي الصوت يعني تراما يا داود تعودنا على المناشير والقصف ولغاني حتى اللغاني أنا أسمع الشيالات اللغاني كلها غارة صنروخ ذخيرة لحاول أقول تداولها لغاني دي ولا في مرعب الله المستعن الله المستعن نوصلونا له الموصل هاي مع أنه نحن عنا قوة جبارة من هالقوة البشرية عندك قوة اقتصادية عندك موارد طبيعية وقبل هيدا وكل شيء بيجمعنا الدين وبيجمعنا عرق واحد بيجمعنا لسان واحد وكتاب واحد ونبي واحد وكل هيدا لما تقرأ الآية تحسب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بتظن بحال نازم بظن ان هالأي نزلي فينا يا أخي بشوف انت شو 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 جايبين ناس صهاينة يحكمونا من ثمانين سنة وجاي وصلونا له المواصيل هاي قبحاهم الله من أيام سايس بيكو لهاليوم ما شفنا الخير من؟ سلام رحمة سلام رحمة في ناس كتير بيمر سلام رحمة في ناس كتير بيمر عليهم على ما سماعهم سايس بيكو ما بيخدوا على عاتقهم شو هيدا سايس وبيكو هدول اتنين سكرجية عربجية كانوا يستعملوا الله بدعنا عنكم يا رب المخدرات واجتمعوا بشو اسمهم؟ بعبدالعزيز أرسعود أول واحد بخيمة ومن ساعتها ما شاف العرب الخير ليومنا هذا التقسيم اشتغل من هداك اليوم وانتوا جايب والحج هداك اليوم ما كانت تدفع مبالغ باهظة مثل اليوم يعني أموال الحج أموال العمر هاي ممكن الربع الخالي بلط فيه ذهب سيراميك بلط سيراميك بالعائدات هاي بينما بتشوفه بالسعودية جوع وفقر وباقي الدول العربية والإسلامية ما في عدالة اجتماعية ليش ما بيعلمونا العدالة الاجتماعية بالإسلام شو هي ليش ما بيفرجونا العدالة الاجتماعية بالإسلام وبيدرسونا عنها إلى جانب ما بيدرسونا كيف تدخل الحمام بإجرك الشمال وتخرج إدك الإجرك اليمين وتغسل ما بعرف شو هاي يجيب والد عمر عشر سنين بيعرف هالأشياء هاي وعنما احنا فيه تعارف يا داود أنا حياتي ما أكلب عليك لما أكون متدينا وأنا ما أكون متدينا قلت في الدينك لكن بعدما صار غزة روحت أبحث عن الجامع بحث عايز أقعد كده أسمع خطبة الجمعة الأول مرة في حياتي أول مرة في حياتي حلو؟ حلو فأبحث أقل لك عبي يخطب النوع لهذاك اللي يشفي صدور المؤمنين مافي كلها مسواك فوائد المسواك وفوائد الاغتسال من الجنابة ومدلو إيش يا أخي وانا في غزة عادي أسمع خطبة عن غزة مافي ما في ما سألت نفسك ليش يا ايوكي؟ ما سألت نفسك ليش؟ هواحي سألت نفسي وجاني يحفظ شيخ دولار وشيخ سلطان اختصار أخبار 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 أولويات أخبار 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 إثمت نحن نعلم أنه الإمارات أخبار بدأت تلغ ثلاثة جزار محتلة من يد إيران صحيح؟ نعم هل يجوز؟ نحن نتفكر أن إيران مشركين و الجماعة الشيعة كلهم مشركين تمام؟ كما تجعل في حزب لا هم كلهم مشركين حزب الله مشرك إيران إيران العراق الاثنى عشرية واللي في اليمن الجماعة الضوار اللي نحوحوا نعرف انهم كان زيدية واصبح الان الاثنى عشرية بس خلينا اكملك الورطة عشان تفهمي الاتصاص طيب نعرف انه يوجد لدى الامارات ثلاث دول ثلاث جزر محتلة في يد ايران الان ما فعلته غزة ما فعلته اسرائيل في غزة من هذا الكلام على المرى العصور هل يجوز هل يجوز الامارات عند التعاون مع اسرائيل وتعاون مع اسرائيل وتسمي نتنياهو تسمي نتنياهو وحكام اسرائيل بينهم الشرفاء وهم اصحاب المجد وهم الشهداء خلينا اكمل لو سمحت خلينا اكمل هل يجوز الامارات ان تستعين بهم وتمجدهم وتتعاون معهم بكامل الاشياء الذين يطلبونها ونشر اليهودية في نشر اليهودية في الامارات هل يجوز لها ايضا ان تسمي الشارون تسميه شهيد وتتعاون ومن اجل التحرير هل يجوز او لا يجوز لا يجوز يا رجل لماذا يعني لا يجوز على الاماراتيين ويجوز على جماعة حماس هم نفس الشي هذا بيت القصيدة اخي شو اسمه حماس المسكيني اخي انت تعرف الكيان حماس مشركة حماس مشركين حماس كيف كيف وين الدليل خلطة هذه وحتى اذا كانوا مشركين اخي حتى اذا كانوا مشركين احنا مع الحق يعني يعني اسمع دينك دينك وربك ربك كولي احدد انت كافر اخي انا معاك اخي اشوف احنا نعرف ان خلينا 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 ابسط الموضوع غزة غزة مرتمت في ايراني بس خلينا اوصل الفكرة يا عام داود كلنا نعرف في كل العالم ان الشعوب ليس لا دخل بالحكام صحيح نعم لا تعد معاه الغزة بهذا الحركة لو سمحت لانه سبعين مئة من الشعب لا يؤيد هذا الحركة الا اتباع يعني قلة قليلة منهم يحبون هذا الحركة لا 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 نعرف ان كل الحكام طوابية يعني على اساس حماسة وحكمة فلسطين يعني هيكون حكم اسلامي مثلا يعني هل سوف يعني يحكمون ويعطونك حقوق كاملة ويلا تعال انت ابن البلد والله والله اللي يدعسوا عليك مثل ما السيسي يدعس الشعب راح يدعسون ان السيسي بمانيون مرة لا 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 عندهم احناك عندهم احناك وكيف تشغل الميليشيات شوف هم كلهم حكم ميليشيات حماس حق ميليشيا كلهم ميليشيات واتباع ما يعرفون منهم يعني تيجي يقول لي حفظيني الكتاب هذا الكتاب خليلك أنا ما يهمني ليح في الكتاب يعني همني يطبق الكتاب وليس من الكتاب كيف بتشوف بكيني في غزة مثلا او خمارات في غزة مثلا ماني اسمعني البكيني تكون من الشعب واذا الشاب يبس بكيني هذا ليس يعني ان الشعب كافر هذا ضنب كبير اسم لكن المشكلة في توجه الحكومة يكسد يا سبع عشرين. انا فاهم فاهم علي يا سبع. توجه حكومة غزة هل تعمل ترفيه? طيب حكومة ستشر التشيء في غزة يا سبع. هل تسمح بالمعاصي بالمجتمع? نعم 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 تسمح بانتشار الشرك. الشرك انا فراحة انا فراحة ما سمعت. لو انت عندك معلومات ناقصة انا ساعدك تحتبحث انا. انا من غزة يعني عشت بغزة? نعم. انا انا ماني من غزة بس اعرف بغزة. الحمدلله. يعني ليش يعني ليش يعني ليش يعني ليش يعني ليش يعني كنا عن غزة وما اسميني? ما شفنا ملاطم ولا حسينيات ولا هسينيات. في 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 غرف وكانوا يلطمون بس ما كانوا شكل عرض. عرض للالتقادات وتعرض للشأ يعني الشأ يعني المجتمع رافضهم لكن كانت الحكومة تسمح لهم بالنفذ. يا سبع عشرين سبع عشرين لو انه كنت لو انه كنت تحكم غزة. ميش تعمل? ونفذ ما امره ربي مني. تطبيق الشريعة. تغمع كل الاديان. تطبيق الشرع. الاديان تغمعهم. نعم افرض عليهم ما فرضه ربي. طيب طيب. هل المسلمين? هل المسلمين قمعوا الاديان كلها? خلينا اشرح لك انت ليش قادل قاطع فينا? في الاسلام. لا ما اقاطعك انا اسألك. هل المسلمين قمعوا جميع الاديان? اما اخذوا منهم الجزية? خلينا اشرح لك الجزية تأتي بعد فرض الاسلام. اولا اولا في الاسلام. اذا تمكن المسلمين من ارض ليسبوا مسلمين اولا يفرضون عليهم الاسلام. اذا رفض الاسلام يدفعون الجزية. واذا رفضوا الجزية يوجد امامهم خيار الاخير هو القتال. كي منهم يرفض القتال فيهرب من المكان. فيخرجهم من المكان. لانه تصبح ارض اسلامية تهمت. واغزة ارض اسلامية اصلا. ليست شيء رفضية وليست. طيب 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 طيب. اه هي اسلامية. بس القوم الذين يعيشون فيها بعضهم غير مسلمين. يفرض الجزية. طيب. طيب. واذا كان ما معهم فقراء. ماذا تعمل بهم? ما يدفعون. في الاسلام اذا مثلا عند فلوسة فاجزية الاسلام. خلاص هذا وضعها الغزة الان. لا هم ما فرضوا عليهم اصلا. هي وجد نصارى اغنياء في غزة. يوجد نصارى اغنياء في غزة. لكن ما هو يعمل اليوم. ما هو لك يجزعني? لا ما فرض. انا ما تكلم عن الافراد. الناس تخطئ. الناس تخطئ وتصير. مثلا هذا السؤال اللي ما يبسهم بيكيني. حل اللي يبس بيكيني يعني. يعني يكفر ما يكفر يبس بيكيني. اللي يكفر الذي يسمح ويحلل البيكيني. هذا اللي يكفر. اهمت؟ نحكي عن الغيرة والعرض والشرف مثلا. اه بالاسلام. نحكي عن الغيرة والشرف يا عم داود. على بالك يعني اهل الجزيرة هم اشرف الناس. اترك الحكومة. الحكومة هذه حطها تحت رجلك. اهل الجزيرة هم اطقن احسن الناس في تنفيذ الشريعة. يا محمد المقارن والظلم. اهل الجزيرة هم احفاد الصحاطة يا عم داود. ما عليك من الحثالة اللي ينتمون الحاكمة. الاسلام يجى لتحرير الناس من العبودية والظلم. صح الاسلام ليخراج العباد من عبادة العبادة لعبادة رب العبادة. لا اله الا الله. هدول الجزيرة يا اخي واقع عليهم آآ 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 ظلم واضطهاد ويومي يدخلو لهم بشو اسمه. طيب طيب أنا معاك. أنا معاك. هذا الحكي مش من تسعة شهر يا محمد. كلنا منعرف. احنا وصغار كنا نشوفهم يضربوا الحجارة. اليوم اللي يهل الحمد صاروا يضربوا بغير الحجارة. صار في عندك ياسين وآخره يعني. انت شو بنتك منهم يعني. ماذا مركز على ما هو العسكرية. هي أشياء غير العسكرية تنطب الشريعة. ومن جلك الاسلام. لا يوجد غير العسكرية مع الفروم والاحتلال لا يوجد غير العسكرية يا أخي بيحكي. خليني أخذك على شو اسم الملك عبد الله لما طرح المبادر العربي للسلام بالالفين وخمسة شو كان رد شارون عليه. قالك المبادرة هاي لا تصلح حتى الحبر ضعانه اللي انكتب فيها. والورق ضعانه اللي انكتب فيها. كان يجب استثمار الحبر. والورق اللي انكتب عليه هادي الشو اسمه بأشياء أخرى. شو بده أكتر من هيك مهزة لي يعني. عطيك نصيحة نصيحة بسيطة لا تظن. لا تظن بحسن تجاه الحكام. حكام العرق طلاطية كلهم. كل حكام العرق. على عماهم. على عماهم. نفرجيك المسرحية اللي بيقدوها هني وشي بجيههم الرد من الكيان. هجع. نعرف انها مسرحية شوف اذا ما يعرف انها مسرحية من يوم سبعين سنة فهذا انسان وتعبيل. المسرحية من سبعين ثمانين سنة من تأسيس سايكس وبيكم. يعني مين اللي يخفض هذه الأشياء اللي يبحث عن اللي هم وفرجه وبطنه بس. عما اللي يهموا الإسلام. بارك الله فيك. ما تتمنى على هذه النقطة. انه هدول كلهم ترطير بإيدان الغرب. عبارة عن موظفين. علينا وصعد بيش للقلب. لا. طيب يعني فلسطين بعدين فيه حديث للرسول صلى الله وسلم تنص على خير الجهاد. يوم إذن جهاد. اه. انت تتصدل بحديث العسقلان. اكنا في بيت المنزل صادر حديث. بس يعلم. في رباطن الى يوم الدين في حديث كتير يا أخي. تعال يا حديث. مش ممكن يكونوا منبوذين يا محمد. مش ممكن يكونوا منبوذين هذه الناس. دعم يدافع عن أرضهم أعراضهم. داود انا معاكم. داود انت يجي يقول لي ما فيه تمكين صحيح. تمكين بيجي مش بالطوبة زيو. لا ليش باش ايش اللي عضر قاعد تلمسوا لهولا الاشخاص. بعدين تشريع الإسلام. الظلم اللي واقع عليهم احتلال أراضيهم يا أخي. والخزلال يجاهن. جميل. لا ما فيه تمكين صحيح. يعني ما فيه تمكين صحيح. لكن التمكين بيجي عبر الكفاح. ما بيجي باللي والله. تعرف انه هذي ما طيب يعمد. السبع عشرين. يا سبع عشرين. استراتيجي. لا لا اسمع اسمع. غزة الحكومة اللي تحكمها ان تقول ليست يعني طب غشريها. طيب ما ما وش الحل? قللي وش الحل. هو هو الحاكم اول ما يحكم واجب وفرض عليها ان يحكم بالشريعة. طيب كل الدول الارابية ما طبغة الشريعة يا سبع عشرين. يعني ما لقيت الا ما لقيت الا الغزة رباره يا عانون الحيض. تبطبق عليها مشتريعة. السلام عليكم رحمة الله. لايش ما تكلم على السعود لاي ما تكلم على الدول الخليج. لا ما اتكلم على مصر. ما لقيت الا اهل غزة المشاكين المظلومين الى الحين. اللي انهم. وتبغى تطبق عليهم الشريعة. هذا حكم عام على جميع الناس. وليس على فيها معينة. يا محمد. هذا هذا الحكم على اهل سعود وعلى اهل زايد. على اي شخص يحكم منتقى لو كانت. الله يشوف. الله يشوف يا اخي محمد. لو انها معجزة يا جماعة. لو انها منها معجزة. فما في بعدها معجزات. تسعة تشهر بيقارعوا الكرة الارضية كلها بتدعم بالكيان. باحدث المعدات. بمعلقة الذهب. بس روح اضرب. انا معاك. والله العظيم اني معاك. نسعة تشهر يا رجل. نسعة تشهر يا رجل. الله يسمعك. كله مش معجزة ايه. لو سمحت لي يا اخي. لو سمحت لي يا اخي لا اعطيك العافية. هذا ولا حرف الدار لا اعطيك العافية انه حرجوا. اصبحوا في موقف. اه قلب الفارض. خنا نكلم. خنا نكلم. خنا نكلمك الوضع. الوضع على الصحيح. بالاسل. هؤلاء هم حرجوا. هم يدعون للجهاد. يدعون للمحاربة الكفار. انفتحت جبهة غزة. تورطوا. لان امريكا ما تبغى ما يقاتلون هناك. عرتهم. قال ايش في فيسون. ايش بيسون. كفروا. كفروا حماس. قالوا لا يعقون بشرع الله. يا اخي انت الان تكفر الناس في ميدان القتال. بدل ما تحرك. ما خلاني اكمل النقطة الله يعني هذا بس الدخل على القاس. بس سوال هل يجوز هل يجوز القتال مع حماس او لا لا. سوال بسيط. الله يلعني. احسن. احسن. هذا كنت الله. قاتل كل شيء في العالم. كل شيء. حيوان انس بشر جن الا اليهود. مستحي تقاتلهم. لانك من وضعك. هم. من اختار رؤسائك. هم. هم. مستحي تقاتلهم. طيب خلصت. انا خلصت عزيزي. خلاص. نشاب وخدت النيهود. سمحولي بس لو بس مداخلي كلمتين بس. انو الحوار. هذا ما يقتل. هذا داخلي خارج. حتى ما نغلط على بعض. بس الحوار. داخلي هذا انا بعرفين. مستحي يقاتل اليهود مستحي. مستحي يقاتل. يا دود اقتل. يا دود اقتل. يا دود اقتل. خلاص. 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 يا منافق. يا صحابة عشرين. طبا يا شباب شباب من يجيبهم من يجيبهم بالحجة بالحجة. في احلام يا جماعة. عنا حجج ما شاء الله في تبارك الله. حجج حدس ولا حرج. عنا امام عيوننا حجج ولا حرج. يحكي باللي هو بده فيه. ونحن ندلي دالونا. والله المستعان. وبدون بنسخطوا ونكفر بعضنا. وبالنهاية الله يهدينا ويهدي. يعنون الله هكذا. عام دود انا طرحت عليك المسألة. انو امارات جدها جزر محتلة. ليش يعني حلال على الجميع. يا سامكة. تكتمتنا ولا تكلمت? حجة ايش? اشقى اي حجة تقول تكلم بيها? الناس يسحلون والنساء تقتلوا والاطفال يشردوا وتقول لي انت. لا اسمع اسمع كرب جب الداشر. يا عدل انت واقسم بالله ان. اتحداك. اتحداك قدام الناس كلهم. اتحداك تقتلقى واحدة على اسرائيل اتحداك. اما اهل ادلب اهل اهل تقتلهم على حسب الشريعة الاسلامية. اما كذا مستحيل. ابو بكر البغدادي صانيعة استخبارات امريكي. ما يحتاج. ما يحتاج. يعني تقول لك. ما كان يحصل بي ام بكر في زمانة اخذ. ما كان يحصل بي ام بكر الزمانة. قد اعطره بدي يكون شوف شكله انت. اللي بس لحية لكن مجاين معه لا 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 اقسم الله. ما كان كان جنس ثالث. ايه من انت ما اسمعه في ليبيا؟. مسكه واحد امام مسجد يا رجول. اه صلاة الفجر عمل غلطة. يعني شكوا فيه المصليين جابوه وضلوا طاق طيخ لساعتين ثلاثة بعدين على الطرف انه هو من تل ابيب خرج الجامعة الاسلامية بتل ابيب اللي بتخرج لنا كل سنة مئة الف هادور الشيوخ الزبال اللي بيفتوا علينا اذا داود ولي صلي وراء الخمول اسمع الله يرضى عليك اذا الحاكم ضربك واغتصبك وتزنى فيك ولاض بأمك ممنوع تقوم عليه ساعتها تستخدم عليك حاكم على الاختي هيك هذا مريك سلمان ضرب داعش الواجه تتخذ thor اتحداك الان تذهب تقتل طلقة واحدة على اسرع انا dirty dialogue انت اترك فانا انا قل لك الان كلام loあのقلك الان موقفكم كدولة اسلامية ولكم خليفة ابنطقال أنا ما قلت زيك أنا ما قلت زيك أنا ما قلت زيك أنا ما قلت زيك أني مفتح بلاد العالم أنت اللي قلت أنت اللي قلت من اللي مسمي نفسك قلب الاسد انت مين قالك انه دولة الاسلام ما جهدت في فلسطين وفيه قبل يومين شخص اسمه ابراهيم كانو حسين ما بعرف استشهدوا لف نفسه بعالم الدولة لا اله الا الله طيب هلان يكفر وبايع الدولة واستشهد جوا وفيه اكثر من مئة يأجر عملي عالم وبعدين لا تحلف بالله وبعدين انصار بيت المقدس اللي موجودين في مصر بيقاتلهم مين اللي موجودين انصار بيت المقدس اترك هذا كلام عجائز لا لا مو كلام عجائز هذا كلام عجائز كان في واحد وكان في واحد وبعدين في شغلة اللي قاعدين باسمعوا دولة الاسلام تجاهد في فلسطين هناك ناس بتجاهد في فلسطين تحت راية دولة الاسلام ياخي عندكم شواز لا يوجد تجمع شفناه ايوه لا يوجد شواز انتم بالدولة الاسلامية ما شفنا شيء ما شفنا شيء خلنا بالعجل خلنا بالعجل واحد طب معلش خلينا نتكلم ايني صورة صورة بس صورة عشان صديق مغرر فيهم يا قلب الاسد مغرر فيهم رايح لها رايح لها كفرهم كفروا اهل فلسطين كفرهم كيف قاتل كيف قاتل في الـ 2009 حط على اليوتيوب اكتب مسجد ابن تيمية في الـ 2009 ابو النور المقدسي الزلم اخل الرسول الله سلم من السن النبوي كفرهم مغرر فيها قتلوا داخل المسجد طيب قتلوهم داخل المسجد حماس عارفين عارفين أخي عارفين في اخطاء نعم نعم انا اعرف افتح قلب الفارع قلب الفارع يا رجل والله العظيم أنا عارب أنا عارب لو أسألك اليوم لو أسألك اليوم ما هو تعريف الإسلام حتى عند أهل السنة والجماعة والله العظيم ما تعرفوا الجواب جهين أنت تتكلم عنينا في الدين أقول لك يا مسلم أن الأطفال تقتل وتتويني دروس فقية أطفال مين كنت تتسايل في أطفال سوريا يا رجل عشان تسايلك أنت شارك أنت شارك يا رجل مين أصلاً اللي قتل أهل السنة والجماعة غير جماعت تدب الداشرة يا عزيزي يا عزيزي يا عزيزي دعني أقول لك يا عزيزي مين المكتب الوافض في العراق لا كذبت كذبت مين يا ظلم الطيارات دولة تتكذب دولة تتكذب بس أسألك والله إنك ما تدود دولة الحريم سكين والله سكين مغرر فيه والله إنك المغرر فيك يا دولة والله إنك تدود سبايا والله إنك تدود سبايا الشيعة الشيعة هم اللي دعموكم وخبوكم بهيران ونطحون الشيعة يا رجل بسم الله دعيمكم هذا الكرح السلام عليكم يا مسعودين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم روح تطلق سبيل الله عبارة عن سلع وعجب لما الصحابة كانوا جاهدوا في سلع يا اخي يا اخي ترك الخلافة يا رجل مرتاحين بينعموا بجنات النعيم الصحابة لما كانوا جاهدوا في سبيل الله هل كانوا يهتموا في صورة الإسلام؟ ورشت راية الفهاد وأخذت السباية فقط ما شو رايك؟ حماس لها أخطأ طيب ما هو لبته؟ ما هو وقت؟ ماذا لبتداشر حاذرهم للسعودية؟ خلن أقول لك يا تبعشو شي لهم أخطأ لكن ليس وقت الآن وليس وقت الأخطاء الآن وانكم على بعض التبعات وأنا وأنا ما سعيد السعودية يطعنون فيهم طيب ان تبقى نفس الشيء شو كل واحد دقيقة ٢٢٠١ ٢٢٠ ٢٠ لدينا الشو أنا أعطي دوري أعطي من بعد دخل استراتيجي شب جزي العلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي سطح اللي سطح يسمك تونة يا تونة يمسطح انزل تعال مع الباب لا تسطح يا حبيبي ما لا داعي تسطيح وبعدين تخرب علينا البد الله يطلقكم العافية ايوالله وانتهت الحكاية ولكم مني احلى معك خمسة أرض ثلاثة نين واحد ابدأ يا استراتيج يا الله دك العافية بالنسبة لكلام اللي انت كاتبه هذا فيقولك لو انت بينك وبين شخص خصام ما تكون بالدرجة هذه يا اخي كلامك هذا يا اخي كلام شوارع يعني السعود شرفهم الله خدمت البيته العتيق وحده جزيرة العربية وتقولك كلام هذا كلامك مردود عليك رجائي سيئ الكلام هذا البثوث هذه يا اخي انت تسيل نفسك ولم تسيله للسعود السعود ما يدرع عنك واشرف منك اما الكلامي قاعد تقوله هذا في مردود عليك السعود اللي وحدوها من تبوك للطوال طال عمرك وحموا الحرمين الشريفين وبواب الوحيدة الباقية للسنة هم آل السعود والسعودية كلامك هذا مردود عليك أما اللي قاعد يبربر لي هذا ولا دعشوش هذا ولا وشلتهم هذا ولا حقين سبايا السلام عليكم أنا بشوف ان الجواحش هدول الناس بالفترة طيبين بيحبوا السنة والاقتداء بها ولكن مغرر فيهم وبياخدوا فيها حديث ضعيف كتير وبسترشدوا بالعلامة الله يرحمه الشيخ بن تيمية في فتاوة كتير ولكن يا اخي اولها واخرها الشيخ بن تيمية رحمه الله يعني اشتهد كتير وإله أخطاء وإله كمان كتير من الصح فلازم يعني نميز نحنا عرف كيف هو مكان إلا شخص يعني إذا باباك تجي تقرأ عنه يعني لما توفى الله يرحمه اللي غسلوه هني تلاميذه يعني تخيل لوين لساته بعده ميت وصاروا يشربوا ماء الغسل اللي غسلوا فيه أمشان يتبركوا فيه يعني فيه فيه أغلاط تقع يعني في المجتمع إيش الموضوع إيش بكم أنتم يا شباب ليش قايمين حملة على السعودية يعني كل هذا علشان يعني حاسديننا يعني إيش المشكلة سوانا مهرجان أنت تدرون هنا أخذنا المركز الأول في الرقص أنت شوف إعشان تدري أنهم حاسدين شوف الرقصات السعودية كيف درجة أولى توب هز يوز حسد حسد في الرقص يا أخي ما هي معقولة ما هي معقولة لا لا هذا هذولي هذولي كلهم هذولي ما يناسبون إيش إحنا 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 التكنولوجيا كلها سويناها صواريخ عندنا صواريخ تمسح طهران في ثمان ساعات إذا ما تعرف أنت وإياه جاي تتكلم على السعودية السعودية حكمت ثلاثمائة سنة إلا تسعمائة سنة أبطال أبطال أول شيء ذبحنا أهل الرياض واتجهنا إلى أهل الطائف ثم مسحنا مكة أبطال كلام عليكم ربنا سبحانه وتعالى بقولوا وعقصموا بحبل الله جميعا ولا تفركوا وين الاعتصام بالله هؤلاء الغوغائيين هذا مرتد وهذا كافر وهذا ما بعرفش بلعب عن جد أصبحنا لعوبة أصبحنا يعني فعلا الحالة ما تتخرج علينا نفسنا في المتخرج والتحريج يعني فعلا عن جد هذا اللي يتكلم مثلا عن إخواننا في حماس أصبحنا في حماس كل جماعة فيها أخطاء ما فيه أي أحد معصوم من الخطأ إلا حبيب الخلق عليه الصلاة والسلام والأنبياء كل جماعة فيها خطأ وإنتي الآن في هذا الموقف لازم لازم تدعي للنصر الإخمالك ثبتهم ويهديهم ويسلح عمرهم ويتكبلهم من الشهداء واللعب واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين نستغفر الله السلام عليكم يا عزيز يا عزيز يا عزيز أخطر واحد يطرح طرحا فهذا فضل هذا اللي طال عمرك يعني يتورطوا أمام العالم كامل هم حاسدين حاسدين يا قلب الأساء هم حاسدين السعودية والله نحضر منهم والله عندنا أنت شوف شوف رقم شوف حرام نكسر حرام نكسر والله هم حاسدين معلك منهم أنا السعودية العظماء أنا العظماء أنت مريض أنت مريض طال عمرك يا أخي قضينا عتدني قضينا محوذي والله فقعتك النعمة طال عمرك بقول الحمد لله تكلم على سيادك يا أخي حتى الأهم حاسدين على النعمة ناكلوا ناقص الحمد الله أحمد الله جاء تعالى من تمنى أخي مبسوط ناكل الله بقص والله أنا النعمة اللي طقتك والله والله متعافين والله بشر وماني حساب المواطن وماني حساب المواطن بلوا الحمد لله حتى الحجاج بخدمهم اخل فلوسهم اذا سعوه فيه انك كاف شه 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 لكي والله ان الحجاج انه ما قسرنا موارت ريلاة الوخشي موارت ريلاة الناك لا 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 الله يعزه الله يرونه اتروح لدروا 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 وسامجة زي وجهك وكلامك فاضل زي وجهك هم يقلون ان هذا الحاج لا لا هذا كله كلام فاضل ما قلت ان لدروا حاج ولا شيء كلهم يتهمون انك ما عليك لا تصدق بي والله يا قلب لا تصدق الحاج ماتوا من الشمس ضربت الشمس دورتهم وبعضهم جت يعني لضع الشمس كنقعتهم إبتهمون أن يضحك الحين على نقوتك الآن لا 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 أصوفي ذا حسب هيا شيخ تركم لا 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 بخاف في أرواح الناس يالله الله يالله هذا النفس مسلمة يا رجل انت مستقل فيها انت مسترخصها عند الله هذا مستهتر يا عزيزي هذا من الله طابور خامس عزمه على مين يا رجل عندك شو اسمه كيف مان عزمه احنا نستطع نقضي على غزة يا داود هذا من المعارضين الطابور الخامس يا رجل يا رجل يا رجل هذول الخوانة السعودية غصبا عنكم يا مسلمين السعودية باقي على القلوب اصبر عنكم والله انا باقي اصبر يا مسلمين يا مسلمين والله انا باقي الطارقا عن خشمك اي وعا اسمه فيها طارقا عن خشمك بابي يا نجيم يا رجل اذا انت رجال اطلع في شارع ما عليك منهم يا قلب اسد والله ما عليك منهم ايه ايه خلح يا اخي لحكنا والله السيفة لم نح أنت ذكي يا اخي انت ذكي يا اخي والله يا رجل اسمع اسمع انه جزرهم متل غير كم شانا ثمانطاشر الفطاي تم جزر والله ابن سعود اللي صفاها صح. ايو صفاها والله يعجب. والله يعجب. ايو وانت شاء الله قريب. قتل القصيب كله. قتل القصيب كله. فراحة نجم معه حق بشغلي. انا سمعت موجودة باليوتوب السفير السعودي بلندن. بيقلك وهو من اهل سعود. بيقلك نحن طبيل انتظرنا بالحرب وفزنا بالحرب وحكمنا الى يومنا هذا. ما انه علاقة بالاسلام. هن بيت الحرمين هن بنيها ابراهيم واسمح. هن اخذناها. يا دو. الله قلعكم منها ان شاء الله. فاغري. والله ما اطلعنا بعوان عزيزي. باكون عوان عظيم. جمع المسيح كلهم ما رح تقدرون علينا. احنا دول العظمة. انتم مدعومين من امريكا ولكن امريكا شمس هتغرب الآن. لا لا لا. يا دود. يا دود. يا دود هذا من الطاقة الخامس. هذا من المعارضين ومسوي فيها. اني اضرب ذا فيها. يا أبوك شو تركك من دول. يا سعود طال عمرك. أخذ ملك اجداده. واخذها بالسيف. سواء تعاون مع مين. مع مع مين. ما تعلينا علاقة. يا رجال. أخذها واخذ ملك اجدادها. رجال. أبوك انتم جد كنت. يبيعون خمر. يبيعون ديره. ما كانوا. يبيعون الدين. يتغرب خمر. ما لم علاقة. ما لم علاقة في الموضوع. ما لم علاقة في الموضوع. نسكافي كان يسمونا زمان نسكافي جدة. يبغى الآن يسوي ينته. يعني يبغى يسوي يش 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 باقلبل الدول. يا سيد اللي ما يعجبك اللي ما يعجبك ما لغا لسيفة الاملح. سنضرب بيد من حديد. اي واحد من الجزيرة العربي اضرب بيد حديد. ما في الله. لا علي. يا سيدينا. يا سيدينا. يا سيدينا. عادكم عاليبا. عادكم عاليبا. ها؟ اليوم وفورا. سوف ندميرهم اليوم وفورا. اي اي انا دمرهم. والله دمرهم اي واحد شوف شوف كيف سجنا كل اه ضغل. ما لكم ان ليش لا الله ومحمد رسول الله. احنا قبينا. انتصرنا. المفروض تفتخرون بنا. انتصرنا. ايش المشكلة ايش المشكلة ايش المشكلة ايش موحب? ايش المشكلة لما واحد. وافيا. انتو مافيا. اخذ ملك اجداده. ليش المشكلة? اخذ ملك اجداده. 300 سنة يحارب. جدك لو في خير. صار مع الرجاء. بس جدك بيع خمر وصلع احليا. ما يقدر. فيش تواه يسوي ناجم. خلك مع الناس. احب المطالعة نجم احب القراءة والمطالعة نجم لا 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 احنا امتنا الإمام العظيم الملك عبدالعزيز ما كان يقرأ ويكتب الإمام الثاني فهد ما كان يقرأ ويكتب الماء عبدالله سلمان يقول أنا راح أقرأ لك رايحك وأقرأ لك أنا راح أقرأ لك فيه مكتوب من عبدالعزيز هذا تبعك أنت للولاة الأمر تبعه اللي هنا البريطانيين ألا وهوي كالتالي نحن لا نعترض على عطاء أرض فلسطيني المساكين اليهود في آن أزائل هل أنت يا داود أكبر داود مساكين اليهود داود مساكين هل يجب يشتد بحنفة اليهود داود داود يا داود يا داود أنت أكذب منه هذا من الطابول الخامس هذا معارض عرفت يا داود السعودية ما كانت تملك فلسطين عشان تهديها البريطانية لا تكفل كيف تملكها نحن علننا أنت محالك لولي الأعراض يعني هو ما بدي هذا مختل من هالباب الآن كيف يأهدي فلسطيني وهلا يملكها؟ يعني أنا أحكي لك أقول لك كالتالي أنه لم يبعد قوات ناصر أهل فلسطيني على الغزاق ما عنده قوات يا أخي ما عنده قوات ما عنده قوات ما عنده قوات يا رجل مرد كان عنده قوات ما عنده قوات عصرنا الرياض ما عندك عنده عشرية أنا شيخ الشمام قلت أنا بالرشيد قال هو طال عمرك دعني أقول لك ياخي هو طال عمرك الملكة عبدالعيز رحمه الله احتأخذ الدرعية هذا اللي كانت عنده الدرعية بعدين راحل بالرشيد عميل الترك وأزاله واتجه بعده إلى ماكرولبي ما كان يملكه ما كان يملكه شيخ العشرية عشرين ألف يا رجل كان عنده عشرين ألف عشرين ألف يا أخي عشرين ألف البادي هذا كلام هذا كلام عبدالعزيز رحمه الله هو كان في أكثر من عميل في الجزيرة العربية عملاء للدولة الترك أزالهم واحد واحد بفضل الله هذا الله ليمكنه وساعده هذا نجم وشلةه يا داود هذا ولا معارضين يريدون يشكل الصف أنت ولا ما عندك وطنية أقول لك والله لا أرش والله يقبض عليك حالا وفورا أول شيء نحن أخذناها بالسيف نحن أخذناها بالسيفة للملح قطلنا السلطان بن بجاد شيخ العتضان وقلتنا الدويج شيخ مطير ومسحنا هالي أقبال هذه ما في جبناء ما في أشيء ما في أشيء هذه حق هيو حق لنا نحن سعودية العلمة أما تقول لي يا داود أنها كتب ورقة نحن نعطي ما كان يملك الملكة العزيز ولا لا سلطة على الشام كامل ولا لا سلطة على الجزيرة العربية كاملة يا أبو ما تعنينا القدس يا أبو ما تعنينا القدس نحن بيعنا مكة لا ما تبغى نحن مكة بعناه ما تبغى نحن بيع القدس السعودية هم الوحيد قدس من أوم انشأت أنت هكذا بيا نجم الله أعطيك العافية فترك عنك الحركات نحن دخلنا القوات الفرنسية دخلنا القوات الفرنسية أيام جهيمان ما المشكلة ما لديك دخلنا قوات الفرنسية ودخلت وطردت جهيمان للحرم ما المشكلة من حق يا نجم مش أنتو بتقولو عن طريق عبد الوهاب أنه الخروج على الحاكم لا يجوز وضلال وإلى آخره طب أنتو ليش خرجت ما يجلس تخرج هذا الإمام هذا إمام الزماني والمكان هذا الإمام العظيم ليش تخرج على عبد العزيز هذا يا داود هذا قاعد يسوي فيها هنيش اجيكم. لا لا ما يجوز. اليمام هون اقرأ اقرأ اشوف اشوف انا من خرج من خرج على امام محمد بن سعود والله انك لو تبعدت بربر من هنا اليوم يا لسعود ما تجي في نعل واحد منهم. والله ما حد يسواهم بسم الله نعل واحدة نعل واحدة تسوا اما تسوي لي معارضة وتسوي لي خرق ضيئة. يا نجم والبيعة تبايع السروال في المتحد. ايه 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 تتشرب بالسروال تتشرب شو المشكلة? ايه ايه هذا سروال الايمان. سروال الايمان. يقولون السروال الاصفر من النص هذا صحيح? انك. 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 انك سلا في فمك والله. ما ادري يا اخي ما ادري هذا ولا لا. يا بو يا الله اخسم بالله ما عليك. والله ما اردع راسك انت سعودي. نجم نجم استراتيجي مدري فؤاد مدري فؤاد مدري ضراري. يا بو يا اخي انت 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 ادري من. هذه جبل السعودية يا جبل وانت عنس تناطحها. ايه وما يقدرون والله. خلق على دبتك يا اخي. كل كلهم مزا. اسمع تكلم على الهلال عن نصر تكلم على الهلال عن نصر. يا والله. سلام عليكم. اما تكلم اللي عن اولى. يقولون يقولون السروالة اصور من قدامك الكاوي من ورا. والله لو تلحظ يعني ان تكون حلق. يا ابو ما تتكلم على اليمان ورجال. انا وين عنا الاشكاليات. عن الاشكالات من التجارة بالدين. الى يوم اه تلاتة اربعة يم. الى كم يوم كان الموسيقى حرام. ومن يسمع الموسيقى يأتي يوم القيامه في شقه الايمن والايسر وصف أخي مشكلة المشكلة اسما listening. معجبكم العجب. كانت السعودي مطاوعة ملتزمة. قالت ومع متزمتي. صار مفتاح. قلت لديهمacz recall they broke theỗ of the government. واديناهم ولديناهم؟. اشتطركناهم. قمنا بسجن الحائر. �ة يشتطورو لن في سجن الحائر لا تتفوق لن تحصلوا عضو فأنا أقول لك يا خشف يا دكتور عدي هذه تهديدات مقطع مثل خاشختي نصيحة شخصي سبب خاشختي أفلستي أي سعودي ترزل رأسك اذهب أنا أتكشرف في الجزيرة العربية ولا يتشرف بسعود والسعود لا لا تتشرف 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 منك سعودي كيف ما تتشرف كنت مخدوعة لكن تضحت الأمور لا يجوز السعودي تاج راسك رتب الاخوان علشان يصير النقاش الجميل ومثمر ولطيف وراقي ومن غير سراويل وملابس داخلية لا تروح المحل وتشتري لك درسا ما حد قيل لك لا ما له داعية السوال فهذه سنوان الشفاء ومدري وشه يجي أصل والله ما يتشرف لما يجيك بث يا اخي اغلبة من الدول المجاورة دليل على ان الدولة ان شاء الله ناماشية في خط دول مجاورة يرمون سلتيحهم دشيرهم ينتقدون الدولة السعودية وجهة نظرك ومعني مجبور حتى اخذ فيها لكن مي خالف ما عندي مشكلة كمثال كمثال يا اخي الفاضل حنا عندنا نعاني من مشكلة عندنا في في الكويت العظمى زين؟ ايه لا 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 ضري Being خليج لا لا للا اسمح لي لا لا اسمح لي لا تقول لي دقيقا لا، لا، دقيقة 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 لا لا، أرضت عليه، أرضت عليه لا، لا بـأس محلي هذا معارض قاعد يــقعد يـسير لا، لا بـث الـكويت بـكويت ايش كويت ؟ هيه ؟ من اللي حمار كويت؟ من اللي حمار كويت ؟ والله عظيم لا، حقائق حقائق يا حبيبي، الكويت لما جونـا فــالري من حاشيم من صدة يـا أخي حموها نفسكم إحنا من لمـــا تنحميكم، البحرين بقى TH3 طخون الشيعeousناهمدرعالجزيرة وحميناهم إيكيي حبيبي ,سكت هذا بتسمع لا своим لاَ renочم هذا borders لا لا اتكلم معا اما موضوع حماية Gent لا تكلم عن الشرف لاепعط على شرف اهلك لا تتكلم عن الشرف لا تتكلم لا تتكلم عن الشرف لا تتكلم عن شرف لاعجي لا لا شوف لو سمحت لا أجي أخبر شاي في لكم الكويتين وين راحوا؟ لا تكلم عن الشرف أحسن يتكلم عن النجمية تكلم عن النجمية أنت كل زق أنت زين أنتقي كلماتك يا نجم واختارها لا تقول لي حمية عرضي أنا عرضي لو سمح لو سمح آسف آسف لا 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 أتسمعني يوم جاء صدام وين رحته هيقول هيجاوب بسرعة ما خلها تطلع منك ما تطلع مني هل ر هل رحباه رحته؟ زبان توين؟ من حماكم؟ تكلم ريج العداء ماتري ماتري من ماتري اسمعني هنا انت سألته وأبأ جاوبك بأجاوبك الله أبأ جاوبك من healthy حماكم؟ أنت من وين؟ أنت من وين؟ أنا سعودي ما وزاب نذب ما هو صعودي أنت قانع في العجلة يا مسموع لا حلو لا قوت الله بالله يع يا أخي يحق له بكيف بكيفي بكيفو بس نصبر دقيقة ممكن تصمه الشوش? خلنا صغلق على الشخص. ما هو سعود. من هو? ايه? انا مان سعودي. انت من سعودي. انت الدخين. انت دخين. ولا الطبات السعودية. ولا في سعودي يتكلم بكلام هذا. واسعودي شريف ما يتكلم بكلام هذا. ايه? 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 هذا جارنا. هذا جارنا. دقيقة دقيقة يا نجم يا نجم دقيقة رجام عليك الكويتيين. راحا ايام اول الله رحمه الصباح الول اما دولي اغسل يدك اهو. العظيم. نحميهم لي متى? حتى ما نفق ايران حتى زفت عليهم مافي ذي. طيب بنفسي انتございます. يارجا طيب تسمحلي بس شوي. الكويت محافظة عراقية اوكاي. طيب ماي يخالف الكويت محافظة عراقية. طيب ممكن سؤال انت با منطقة? ايه جينا في اي منطقة هم نميات ايه ليه ليه عادي عادي في الرياض في الرياض عاصمة الاسلام عاصمة الاسلام والمسلمين عندك شيء طيب اه تسمحني بس بقول الله ايه عندي عندي زين اسمعني زين اه الكويت او او مو الكويت خلى الكويت على الصعب الشعب الكويتي ثلاثة ارباعه زين اصوله من الجزيرة العربية قبل لا تصير انت والموسوس والسلوان اصفر من قدار وكتكاول من ربع زين اسمعني لا لا اتكلم جدا والله اما موضوع يعني انا والله لا تعلم نجم انا عرفك نجم نجم يا نجم انا عرفك مفروض انه ما تطلع منك الكلمة هذي حتى لو تبيني والله الموسوس والله الموسوس يا خنيت والله الموسوس لعنى والديكم انتو نجم انت يا خنيت اسمعني يا اخوي منه الموسوس ايش تكلم يا سدوح ايش تكلم مش مسوس. مش روال. ايه اسمعني يا رجال. اسمعني يا رجال. لا تقلق. لا تقلق. لا تقلق. لا تقلق. حكم ماكو حكم الخليج وحكم الدول العربية. طيب ميخا. والله. صفق له يا رجل. صفق له يا رجل. المفروض تقول لإمام. الحماكة الإمام تقول مسوس. المسوس حقك الصباح هذاك. مجهår ف apps. مزيد محاكم حقب. Ahaaa أسمع 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 اسمع. والله العظيم اقسم بآيات الله. اني ما رأيت نفسي اقسم الناس واقول هذا يعني ما احترامي وتقديلي القلب الناس. لا احترم يلعب ثقط عندك راح راح شوف البعثيين السؤال مخلّم البعثيين لا تتخلّم يا نجم يا نجم ترى أنا أنا صدري ضيّق بموضوع الشرف لا تخلّيني أقسم بجلال ربي أوصلك بالقصيد وأسرح والله أسرح بك والله علي بالحرام أسرح بك لا تتكلم شف 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 أنتقي كلماتك للمرة دافع أنت والصباح حقك الصباح مدر المساء مدرش يسمعه دافع دافع شوف شوف أنا 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 بقول لك إذا حاول تربطني مع الخبل هذا زين الغبي لا تتربطني بهالطريقة هذه هذا رجال يعبد الموسوس يعبد الموسوس يا رجال أنت تافى أنت تافى مسوينك مليديو هذا مسويننا سعودي يا رجال يا رجال لا يعني جبل جبل عليك وعلى خريانك الزباط والله ما تمشي عليك ها منحمك من حوثي ها يا نجم رض علي يا رجال هذا كويتي ما يرغل خلاص تركك منه بس خلاص كويتي يقال أسئله يقول كويتي 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 يتكلم عن حكام السعودين كويتي يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال قلب له من هذا قلب الفر هو اللي سبب بالشكل الفتنة س Lemmy عندي سؤال ونجم عندي سؤال لك نجم عندي سؤال إيه لك؟ أنت مبين عليك أنت بتحب المثيقة والحياة وكذا وإلى آخره يعني وبايعها لا فلسطين ولا عروبة ولا شيء أنت بديسألك هل ملعوب بأسفلك أنت؟ ملعوب بأسفلك شيء؟ هلو تعرض للاغتصاب مثلا؟ لولا السعودية كان رحت فيها أنت مزمان زنان مروح توضع نامج بل الحكي أسجيب ولد عشر سنين ما بيصدقك يا زنان روح توضع نامج السعودية هذا ملعوب بأسفلك إنت محشي راسك تبين ولا شو إنت إذا؟ هذا مشوي سعودي هذا مشوي سعودي هذا مشوي سعودي بس عشان ينبع يا بوي حكومة حين كنا ندعم حكومة فلسطين بس ما يقولون شكرا ماذا تدعم؟ أنت غصبا عنك لازم نقدمها لأخوانك هذول أنت مش عم تتمنى عليهم مش عم تشحدهم شو تخيل بله أن ولاية كاليفورنيا تتمنى على ولاية نيويورك والله أنت السنة الماضية أعطيتنا مبلغ قدره وكذا وكذا شو المسخرة أيضا؟ كبروا عقولكم يا رجل اطلع من القبليين اللي أنت فيها يا رجل اطلع من القبليين اللي لمعيش عيش براسك ادخل الخل الإسلامي في براسك لو أعطيناها الإسرايليين أفضل ما إليك فضل ولا مني يغصب عنك لازم تعطي أخوانك هذول نعطي الإسرايلي أفضل منكم إسرايلي على أقل إسرايلي جابكم بالحكم إنتوا خدم للإسرايلي إنتوا عم تعطوا الإسرايلي أكثر مما يستحق هذا معروف هذا شيء معروف تحت الطاولة هذا معروف هذا وإلا ما بتعطوا بالحكم ساعة هذا ترامب أخذ نصف ترليون ترامب أخذ منكم نفضكم النفض أخذ نصف ترليون أنتوا موقع 2.5 مليار عمر 80 سنة استحوا يا زلم استحوا حالكم لا تكتب لا تكتب ما أحد يأخذ فلوسنا نحن نعطي فلوسنا زي ما نريد يا رجل واحد أول يا زلم أنا بشكر انفتاحك وانضباطك حتى أمريكا إذا جاءت نعطيها من حقنا أموالنا لكن أنت وموقعك في العراق من حماك أنت كفز نحن ماني الله حماني الملك في السعودية كان زماني كان زماني رحت فيها لهط على الله سمع على نفسي فهم الياسين صنع غزة 100% أنت سالك 70 سنة حر شو صنعت بالسعودية أنت شو صنعت فلسطين صنعت الياسين وإلى آخره أنت شو صنعت أنت كل استيراد أنت عايش على أموال الحجاج والعمرة والنفط وإلى ما عندك شيء قبل هيك كنت عايش على قطع الحجاج كنت عايش مثل نصوف أنت وأجدادك هذول السعود لا 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 حبيبي لا تغلط تاريخكم معروف يا رجل لا تغرروا بغيرنا تاريخكم معروف يا زران صاحب البث إذا تسمح لي يا بوي الله تدعم ذلي انت يا داود يا أخي هذا مني السعودي هذا يثير فتنة تسمع أنت أو لا تسمع الله من سعودي ولا وابد سعودية أنت من سعودية أنت يا ناكر الوطن أنت المسوي معارض أنت ناكر الوطن بيان عليهم ما هو سعودية أنت يا داود أنا علمت يلتر بمرة هذا مقتل خلونا ندرهم وداخلهم بعد هذا ما هو سعودي يا أخي اللي قاعد يتكلم هذا ليس سعودي ولا مثل السعودية يتكلم بدليل ولا يسكت ومسوي فيها فهمان ومسوي فيها أني معارض بسجيء بطريقة أخرى أنت تكذب السعودية ما طبعت وأنت بهيمة يا بوع محمد بن سلمان أعلنها ولي أمر معلنها لا يس بيننا أو وبين اليهود عداوة أنت لا أتمثل أي سعودي أنت مرتزق وضعوك هنا يا رجل معروف أنت أنت تعمل حسابه خلك وطني أنت تنبح أنت تنبح ولست سعودي أنت مرتزق وضعوك هنا أنا سعودي يرفع راسك أنا سعودي يرفع راسك سعودي فوق فوق سعودي لأصلي السعودي العظم أرفع راسك إذا ما ترفع راسك أنت سعودي يطرع من بث نجب تحب تحكي لك هذا البث هذا البث اللي راح كان يقعد يسب سعود يسب السعودية لا والله ما حد يسب ما عدا حطاوج قالوا لا لا أنت الآن خش بالمدح وسب الدول العربية يا رجل إخرى حركات مكشوبة حركات أطفال لا تجامع مع الكويتين نصيحة والله الكويت ما جابت لنا فايدة الإمارات باعتنا اسمع نحن جبنا الإمارات على السلسطين خلنا واقعين الله حيي قطر الله ما حيي الكويت خذك الإيراني ذاك لأنه عندهم شرف مش لهك أنت ما بنسمع اللي عنده شرف كرامة قروبي ما بيناسبك أنت بدك واحد مثلك أنت حبيبي 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 الشيخ أفتأ بجواز حصار قطر ترد على الشيخ المفتي العلامة أفتأ بجواز حصار قطر تصب هايك علامة يا رجل تصب هايك علامة أنا بحكيك مني الخوض مني أنا تصب هايك علامة تتكلم إمام عالم رباني حافظ شو بلعك مئة إمام خرجين جامعة الأبيب الإسلامية يا رجل شو هادو الإمام الأئمة بجبلية هادو الأئمة هادوه 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 عطني عالم واحد عنده ربع علماء الشيخ ربع ربع يا أخي هذا حفظ الكتب كله صم عن ظهر قلب يقرف اليوم خمسمية حتى في ناس حافظي القرآن ولكن ما بيشتغلوا فيه يا زنبي شو هدا يعني هدا حجهم كالحمار يحملوا أسفارة كالحمار يحملوا أسفارة كالحمار يحملوا أسفارة من علمكم أنت يا نجم لازم تتخطى هذا الحاجز محدود العقل هذا محدود التفكير لازم تخطاه من علمك الدين من علمك الدين نعم علي بالعقل ميز بين الخير والشر بين التدليس وبين لو الأحاديث ولو الآيات إلى صالح الحكام واتخاذ السلاطين الذي يسموهم مفتيين وشيوخ شيوخ على مقاس الحكام ولماذا على مقاس الدين لازم تفرق بين الشغلتين هاي دولة في عندك شيخ على مقاس الحاكم هذا يطبله ويزمرله وفي عندك واحد لا يرضخ إلا لله عز وجل وهذا يضعوا بالحبس ومئات المشيخ محطوطين بالحبس بالسعودية وعندك الآلاف أمريكا ضغطت على السعودية 12 ألف شيخ من المساجد تفصلوهم بالسعودية بأمر أمريكي مباشر حتى تغيير المناهج يا رجل مبارحة كانت الموسيقى حرام هل صارت جنب قبر الرسول حلال يا رجل يعني أنت أنت فضر من المشيخ أنت فضر من الهيئة كبار العلماء عندك تدري عندنا عالم كبير اسمه الفوزان هذا الفوزان يا داود هذا قلب الدودة مطبر الفاضي الإحصائيات هذا الفوزان بتحكي عنه وانت رح حكي لك مثل إجانا عنه وردنا عن الفوزان وانت بتقبله هذا اسمه اسمه خليني فيدك على الفوزان تبعك هذا خليني اسمعك وين الفوزان من فلسطين اسمه اسمع داود الفوزان افتت انت تكذب انت افتت الفوزان يا داود لا نقدس بشر نحن لا نقدس شيوخ وبشر يا داود هؤلاء البوابة إلى الله إذا تركت العلماء بوابة فور الله العظيم وانتطوبه ليش الشيوخ اللي محطوطين بالسجن هدول ليك بوابات العلم لله بوابة إلى الله ذول من أتون إلا البوابة إلى الله ذول تتذب وتطب حدنا إنت يا قلب الفارق يا داود بوابة الله ذلك طيح حظنا يا همان ترضى أنا محمد بن جلمان الله يرضى عليه إن شاء الله يا داود يا داود يا داود هذا فوزان يكون قاعد بالحضرة بيطرق الباب بيقوم بيفتح الباب بيرجع للربعه بيقول لهم إيجان الجن وأفتيته فتوى ما لاحد يشوف الجن هنا فوزان يا رجل يا داود 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 هم 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 صبرة يا داود يا صاحب الناد يا صاحب أمليك يا صاحب البحأ يا صاحب البحث يا داود يا داود يا idéeู لا لا احترام هذا الإمام الملهم الإمامك ضرطان هذا كل يوم الثاني كل عصر بتجيب لي واحد بتسألي هيدا هو الإمام ومش عارف مين والبطيق وبعته 10-15 سنة بتكون انت قضيت على ملايين البشر بالأفكار المنحرفة هاي والله يلعن إمامك يا رجال والله يلعن كدت وإمامك والله يلعن كدت وإمامك والله يتشوفونا في الموية اللي تشربونا يا رجال سبحان رجل تشرب انتو يا اخرى والله يلعن كدت وإمامك الحين حجدنا وين حجدنا حجدنا الفاسق اتمامك الفاسق هذا حرم الدين شوه الدين ما دخلك مكة ما دخلك مكة إلا الإمامات ما دخلك مكة هذا الله سبحانه تعالى إلا حطه منزلة الله ما دخلك مكة ما دخلك مكة الشيخ الكلباني هذا الجاب الأمن والأمان تسافر من الجنوب للشمال ما حد يتعرفك يا أخي أمن والأمان الشيخ العلامة الكلباني الشجاع الشجاع الشيخ الكلباني ليش حبطه بالحبس ليش قال كلمة حق عنده سلطان جائر موجود الكلباني تكذب علف لا تكذب يشوف يكذبون الشيخ الكلباني الحمد لله يا رجح ما يعرفك أطريب والله أعداء أعداء بس يكذب يحكى هنا السعودية العظماء حكامك لمزبلة التاريخ وعمائك لمزبلة التاريخ صدقني بالله وأنا سوف نتصر بإيد الله من الثورة الممتصرة منصورين إن شاء الله بعون الله منصورين 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 إن شاء الله وأمه عربية واحدة أنت وإمامك وبوابة الله وجهك بالله أسألك بالله أنت حلم فيه أسألك بالله أسألك بالله أسألك بالله تحلم ما يقدر يجيني الجثوب لأني أنا منخص والله أنت تحلم فيه في الليل يومين أقرأ معوضات صباحا ومساء أنا جدي رسول الله ما الشاك العجيمة طلع الخونة يا أبنا أحنا جاء آل سعود 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 مو كلهم مثل الخسيس هذا القواد منه شيوخ يا رجل في ناس منهم محترمين يا داود يا تبتت الشيخ بكلمة قوية ترك المجلس وراح أفتع الجلد هذه تريها أثم عليك كبير والله استغفر الله مارف عراف مارف عراف أخرج من هذا الباب يا رجل أخرج من هذا الباب لقد عدفرت يا داود تبي إلهنا والله ما سواه يا داود تشبه إلهنا يا داود إسمع إلهنا وتشتمه هذا عالم سيرك كبير اسمع بالله اسمع يا شهر أنا كان عمري 15 سنة كانوا يعطوني كسيت اسمعوا لين جاكم بابن سعود وحدكم كنتوا بدوا اسمع يا زل منتوا بابن سعود تبعك لا اسمع الفتنة من وحدنا من وحدنا من وحدنا من جاب للأمان والأمن والطمناة والطمناة من الطمناة من اللي طمنا اسمع إسمع كان عمري 14-15 سنة كانوا يعطوني كسيت حتى اسمعوا من مشايخ جاية من السعودية ويبلش لك الموسيقى لا يجوز يأتي يوم القيامة وفي شقه الأيمن مائل وفي صب من الحديد ولا صير إبكي أنا يا زل من قسمة بالله أنا أطلع لي ثعلبية براسم نورة نفسية اللي كنت أنا ستطلع للشارع كانت مرة خبطتنا السيارة أنه ما تطلع التيمين وشمال رايع الجامع خوف من بخض البصر هو الحكادة ماشي اليوم وين الموسيقى يا رجل مسموعة إلى مركض رسول صلى الله والي واسح أمنا عائشة أمنا عائشة اختلاق ما في غض البصر ولا في أي شيء اسمع هذه موسيقى اسلامية لا تكتب موسيقى اسلامية لا تكتب موسيقى اسلامية ولا زالة ولا زالة ولا زالة هذه المتوى يجب أن ترغص بينهم لكي لا يتعرض بها أيوة سيّد الله مع الجماعة طويل در المفاشد قاعد تكلمون في الدين قاعد تتكلمون في الدين لا يا يا أخي يا ابني حلال والله بار حلال هذا بار حلال بقلبه عندنا بار حلال ما صختة ما صختة أرغوس حتى تمنع الفساد لا 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 ارقص ارقص لتمنعه يا داود لتمنعه بالعمرك الخلوة الشرعية ارقص. هل تألتوا يتحرش فيها? او رقصنا نعم. رقصنا غطى على كيفي عبدو. حظوا خفا يا ابو افعق فحظوا خفا. هؤلاء 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 جو بارواحهم ما ارجع الشباب مطبل معهم والدي. اتشاهدون محمد السلمان. احنا اجوا بالغدر يا رجل. اجوا بالغدر والخيانة هدول. احنا تشاهدون الاشحاب يرقص. احنا تشاهدون ركس اسلامي. بكين حالات. خلاص موافقين. عك ركس اسلامي يا شباب. همان. ما سمعت شو بقول. ما سمعت شو بقول طنق. شو اسمه هيدا؟ ما سمعت شو بقول طنق؟ ما عدتش بقول طنجرة ابن غطى غطى ابن طنجرة هل بيطلعوا لك شيخ اسمه طنجرة ابن غطى بيعطينا فتاوى على اللي بدك اللي بيحبون قلبك سبحان الله الخمر بحلل لك الخمر خرج عوالي الأمر بحلل لك شو بدك بحلل لك يا داود من خبزكم نحن قربعك عك نحن قربعك يا داود وانت قلب الأسد انت مش عارف انت مثل الرأس قلب الجحش قلب الجحش صرت رضيث العالم اذا كانت كبير القومي في الطبلي يقرعوا اذا كانت كبير القومي في الطبلي خنزير وخبيث فما بالك بصغير القومي سبحان الله وانتوا من خبث انتوا علمتنا الخبث انتوا علمت خبث نحن غربا عقب انتوا صلاطينكم ومشيخكم علمتنا الخبث سبحان الله سبحان الله ما تصفون والله انتوا نفاق قمة النفاق انتوا والله انتوا من عدل خبث انتوا من عدل خبث انتوا من عدل خبث بايعناه وبايعناه وبايعناه يعني انت اصبحت مثله انت كيف هو خنيف انت اصبحت خنيف مدرد والله يشوف اذا جات كل كلام مخنف قاعد يتكلم ايوه هو خنيف هو خنيف انت اصبحت مدرد خنيف انا انك تباعت خنيف انت باعت خنيف خنيف جرار قواد يقود على النساء خنيف 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 منيوك جورج نادر ناكك عندك نفسيجي ما هذول يعلمونا الشرر في جزيرة في امريكا وجدوا صور محمد بن سلمان مغلق في الجزيرة وكلها جزيرة شوال ملاويك كلام كلام ايه كلام هذا كله اشاعات اشاعات ايه يمكنون يمكنونها عقائق ايه كلام هذا كلام وراعين ما يصير يا اخي كلام هذا يا ايكي كلام هذا ما يصير كلام وراعين والله ارفعه والله يصدق هذه افكارهم حاقدين على الدولة السعودية والله حاقدين ما عليك مني احنا احنا نعطيهم الادلة عطيني سبب نحقد عليه يا شو انت ما عندكم دليل واحد على شو حاقدينكم على الكذب على الخيانة على التطبيع انت بخلة الشرف على شو حزنكم مطبعنا يا نجم انت خصوى انت خصوى انت خصوى يا نجم خليك مني يا اذكر فلا اسأل ما عليك منهم انت خصوى انت خصوى والله ما عليك هذو الاعداء للدولة انت خصوى الدولة السعودية تدعى اعداء اعمالكم ولسنا اعداءكم كاشخاص اعداء الاعمال تبعكم انتو تدعوا الاسلام خاصة الاسلام يا فلسطيني احداء خاشخجي نعم يا ذا wins احاجخجي خاشخجي تصفيك يا ذا لا احاجرك احاجحك احاجخخجي كان الناس طيبين مثلي خاشخجي كلنا ناس طيبين مثلي خاشخجي علي الطربوش ما تقرب مني عباها ثلاثة متر لكومك خاصة على معدة ثلاثة مطار برميك وخليك كومك كومك بتعرف هاميك حبيبي زباعي عندنا ناس مختصين عندنا ناس مختصين وخبراء ترى عنده التصفيق اخ 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 والله يصفونكم حاجة تعويض حاجة يا زلم حي شهداء وين المشكلة يعني؟ ما متنا اليوم مموت بعد مئة سنة انتو الخالدون يعني؟ انتو الخالدون يعني؟ تعلم تعلم من خاشقجي وخليك فاهم رحية الزلم يحل ان انت خاشقجي اصلا مغفل كان درشت لك ولا الكويت اللي كان من هنا درشت لك ولا الكويتي كلك درشت لك يا رجل رح تحية الكويت تحية قطر تحية الكويت تحية قطر يحية الشرفاء يسقط الخوانة والعملاء ويسقط اهل سايس بيكو قطر اللي عاماتيران اللي مع ايران قطر لحين جاي تمدحها اعترف انك ايران يا الزلم انتو تخافهم ترتعدوا من ايران انتو بشار الاسد جبتوه عنكم على الجامعة الامريكية وهجر 13 مليون سنة وقتلهم فأين تقفون انتو انتو جاي تضحكوا علينا يا الزلم لما طلع لما طلع ولي امر المشلمين قالها كلمة نستطيع مسح ايران طهران في ثمان ساعات حكي هذا حكي يا نجم في فرق بين الحكي وبين الفعل يا ابن الناس في فرق ما بينك تحكيه وتضرط وفي فرق ما بينك هذا وتخري عندنا نستعداء شوف شوف غزة لما تحدثنا غزة مسحناها في كم يا اخي كم صاروخ من الحوثي بارامكو وشو عملتو ولا عملتو شي عشر سنين ضد الحوثين طاق طيخ ولا عملتو شي هاي الحوثي مني كم يوم ضغطنا على الحوثي واخذنا حقنا انت من تديري على السياسي كانت نجم كانت اتفاقية مع الحوثي ليرفع اسعار النفط فهمت هي في معاحدة تكتيكات نعم يا داود انت قاعد تتفاهم الاخر نجمة هذا هذا ما هو سعودية انت اخلي معاعدة اعداء الوطن افهمت كثير مرة احنا اعداء الاعمال الاعدائية ضد المسلمين بتعملوها انت عدول مكة يا زلمي انت اسمع طب انا بحكي لك شغلة انت عندك طيران ومكتوب ما شفناك يوما تضرب الا اهل الاسلام يا رجل حتى تبع اليمن هذا الحوثي اي قوة من نسل الرسول اي قوة اي قوة الكيان محترم ما اتعدى اوش سو الكيان يا نجم انت خصوة انتوا ليش تعتدون على الكيان على الكيان يا نجم لازم تشكرهم جاس بيكو التي اتت بكم انت حذيان يا نجم هو سالكي سبيكو اصلا سالكي سبيكو سوديهم خير يا خصوة يا نجم ناهبين العباد والعبادة انتم ناهبين الدنيا كلها يا رجل باسم الاسلام باسم الاسلام واحدية بناسم قرآن نجم يا خصوة يا نجم يا خصوة يا نجم يا خصوة يا خصوة يا خصوة تدري ان المفتي حافظ 36 ألف كتاب عن ظهر قلب وانتها تتكلم عليه الفائدة الفائدة البيت القصيد لا يستعمل نفسه مع الهمر يحمل كتب على ظاهر ويمشي فيها الهي المشكلة نجا وخصيا لا يستعمل ذات نفسه وما حفظ شترة الذي يحمل لا تقول أبقي شيء حمر تخيل 3600 إنشاء المكتبه كامل هذا؟ 3600 إنشاء ما يفعلها؟ هل تصدق الحكي أنت هل تصدق الكلام أنت يا رجل؟ تصدق الحكي أنت خارج أنطب من طبيعة البشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ 3600 كتاب ما عنده هطافة هاي. اي كي تسمعني. حافظ. حافظ عن ظهر قلب. بروح اصلي يا شيخ. انت انت ما تتابع دروس. عنده دروس. عنده دروس. لا بس انا ما يفوق. انا بيدخل لهالجن. انا بروح بيفتل الجن. يا ابو. يا خصوة. تعلم. تعلم من الى الشيخ. تعلم من هيئة كبار العلم. تبقى تصير خسرم ولا لا. تبقى تصير انسان بطن قوي. تعلم من العلم. لا تقعد عند المشاكل. السلام يا خصوة. سلام يا خصوة. انا بفورد. انا بفورد والله. يعني ازول من حق الشيخ. يا اي كي. يا اي كي. يا اي كي. بروح اصلي عن استأذنك. اوكي حبيبي تعال اي وقت. يا قلب الاسد. ما لدي احتي تقولي بروح. خلاص. انت كده تصير مرائي. يا ريا. يا سيح. عندي. سيحفتها.�리ينا منت. صلي وamatصل. علاى في صلح بagus. distinctive. يا ابوي منعلمك الصلاة. خص trace. يا شيخ. بحصل. يا قلبة اسمها اسمها قبلها تروح بسك سؤال وش 9 11 ذي تاني اللي عند اسمك ذي انت تفتخر ان النظام السعودي نظام ارهابي وانه تعترف انه هو المسؤول عن 9 11 فضل يلا جاو يا والله انا من تمي من تمي من تمي هذا الرجل ليت هكت 9 11 عند اسمك انت تعترف ان ارسوا هم اللي يسووا 9 11 صح او لا لا شكال معزرة انا كمان لازم تذكركم في صلاة العصر عندي اذا حصليها انا كم معكم انا راح عمل بس ميوت ما تصلي اعترفوا لي الامر هو شي قبل تصلي انتمي انتمي لهذا الرقم يا عزيزي اللي سألت عن الرقم انتمي كيف يصلي ويجحد ولي الامر كيف يصلي ويجحد ولي الامر 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 محمد بسلمان الملهم مش شاب الملهم ولو يقول لك بروح اصلي صلاة وعبول اه معقول يصلي اه تصدقون صدقون هذه الكلمة بالله تصدقون واحد يصلي وما يعرف الامام الملهم هذا الكلام ما يمفع. يا حبيبش يعترف. انت لان في صلاة. انت حذية. خلينا نعلمه يا قلب الاسد. لازم نعلمه. خلنا نعلمه بصحيح. يا خصوة. يا بوي سكتنا. سكتنا. اذا انت سعودي صح. ما انت سعودي انت. شوف شوف. شوف يا ابوي لازم نعلم محترام الواقع. خلاص. خلني لازم نعلم محترام الواقع. يا را كل زبك. والله. اي انسان يفعلها من صيدة الصغيرة. تدري انه من نواقض الاسلام. ايهم يقول اننا واقض الاسلام. ان ماخد الاسلام انك تتعد على الوطن. المفروض الوطن. خطة احمر. خطة احمر. انت خصوة. اخي اسمائي اسمائي. انت حديا. والله انت مانت سعودي. اقصي يديب من سعودي. انت مانت وطني. انت حديا. يا موي اسمائي. حننا لازم نعلم بهذه. يا رجال انتم عندك وطنية دهن مع عملات دهن مع ذول اعداء الوطن. اعداء الوطن. علمهم قيمة الوطن. يا الهار انا خاين يعني انتم خاين يا الهار. هي خاين الوطن. يسبب فتنة. يسبب فتنة والله العظيم كلامه ضد بالوطن. والله مخالف للانظم والتعليمات والاوامر الصادرة من هيئة كبار. المخالف التعليمات الملكية. تدلي انما التعليمات الملكية اننا نحن والسعوديين ما نتزوج من الغير. شعب الله المختار. انت قسع اسود. هذا اللي بيصلي هذا. هذا بيصلي. لا تصلي. والله اقرب اقرب نقدر تفتيش ابلغ. ما تصلي، ما تصل لها سيكون فش ميسي عارفك أنت أصلك أنت أصلك هلاكي يا بوي السعودي يفتخرنك سعودي، السعودي يعني أفضل نسبة هذا أفضل نسبة والله عدو الوطن أنت أصلك هذا الوطن يا أخدو موي سامن حقدي، حقدي، ما فيعك كن سا سود و سود لا يقول سل يبني حسل المفروض أن ينشرك مثل أبو ميشار يلا نجم يلا لك ألبس أعطنا خطبة أنا آل ميشار يا أبوي شوف أنا ما عندي تعلوني حب الصراحة آل سعود يوم جونا، يوم جونا، خلونا نكونوا واقعين لا تنكروا النعمة كفار و جهلا و مهبل ترى الشعب في الجزيرة كانوا مصخص يعني ما لهم ولا قيمة يعني جاب السعود رتب صفوف، نظفنا يا شيخ تدري مكان في صابون ولا في تايت، ولا في الأشياء معفنين، معفنين شعب كل تخيل من الشمال إلى الجنوب شعب كل، بس ما وديت كل يعني جاء، جاب النصابون جاب النتايت، حلمنا أشياء نظفنا، جرح حاجات حلوة، ومع ذلك حاق دين، ليش حاق دين؟ أنا بعرف ليش حاق دين؟ كنا تدري أنه كنا يعلمني جدي عن جد جد يقول كنا ناق البعض يا رجل، جاهلية جاهلية، جاهلية تدري أنه قديما الحريم الحريم ما كان يجي سمع الرجل، تدري عن المعلومات الحريم في وادي هناك يا أخي يا أعوذ بالله تشدد، تشدد، ولا وإذا سمع موسيقى يعني شوي، نحن نبغى الإسلام الوسطي، اللي عام 1379 نبغى الإسلام 1379 هذا اللي نبغاه، هذا الإسلام في التاريخ بتشددين، لا فتحناهم بلوك، كانوا حراء يا أخي بدل ما رت فلوسه أخذناها، حطناها في البنوك الحاج رتبناه وخذنا بعض فلوسه عشان رتبهم الحجاجة، الحجاجة تدري كيف كانوا يحجون نوه؟ حج غلط كل غلط بس نحن علمناهم كيف الحج كانوا يطفون 13 شوط يلف على مكة بالمعكوس يعني شوف الجهل وين؟ الجهل كانوا يلفون بالعكس تقرى يوسه جوا مشايخ بن سعود وجينا فهمناهم، قلنا الطريق من هنا لث من هنا، ادخل مكة ما كانوا يعرفون أصلا وين؟ عرفات ولا مينة، ما كانوا يعرفون بس يعني هذا أخرتها يعني الحقد هذا كنت جاء عني أكناكم، شربناكم يارشكم زين؟ 1400 سنة عايشين احنا في ضلال إلا أنتوا جيتوا وعلمتونا؟ شو هل المسخرة هاي يا زلم؟ شو هل عم تحكي انت علمين على خرفان؟ يعني قبل 8 سنة كانت الناس عايش على ضلال والصحابة وكل شيء هلأ أنتوا جيتوا علمتونا؟ كنا ناكل أجلود يا نجم علبتونا الكبشة هذا الشاهد شاهدوا من أهله شفت؟ عشان الله تكلمت أنت تحسم منه أجلود يأكلونا من جابهم الموائد؟ علمنا يا أخي احنا فتحنا عيونهم كانوا مغمضين يعني أقول لك درجة أبو جهل لو جاء وقتها كان حاش منهم تبرى منهم شيء شيء احنا ما ودنا نذمهم عشان الله يزعلون منه يعني بن سعود طلعنا من الحفرة وودانا الحفرة أو عفا وطلعنا الحفرة وودانا فوق علمنا فهمنا يا أخي اشتبأ مدارس شوف ما فيه مدارس شوف فيه بوفيات شوف فيه مطاعم يا كرم يا كرم يعني ابن خلدون وغيره من العلماء المسلمين يعني تخرجين جامعة شو اسمه السعود يعني ما فهمت أنا من قبل التاني يعني ابن خلدون ومش عارف مين وكل هالعلماء في صدر الإسلام ما دول يعني شو هدول يا صفر عشما انت انت كيف سعود المجددين يا رجل هم اللي جددوا الدين الإسلام مات بس احنا جددناه سونا لتجديد عمليات تجديد تحديد سيدوا وين الله سبحانه وتعالى من دينه ليش الله ما بيحفظ دينه إذا نطر آل سعود حتى يحفظوا دينه ويجددوا الإسلام الله بيجدد الإسلام مش بشر لا 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 السعود هم اللي جددوا كان قديم وجددوا يا أخي أنا ما عندي شيء ضد على السعود كبني عدمين نعمة من الله نعمة على السعود نعمة لأمديك أنت على البرنامج القديم هم محدثو تطوير وشغل على البرنامج القديم في الإسلام يا أخي ما يمع قوله تطوروه كان يعني زي الجوال عندك ما يسؤولوا عملي التحديثات لو تخيل تشغل على البرنامج القديم أندرويد القديم ما رح يشتغل الجوال فكر بعقلك فكر بعقلك الحسد والحقد على السعودين ولا حسد ولا حقد قسما بالله بس يعني الوقائع بس لا أكثر لا أنت حاصل أنت حاقد واحنا عارفين الكلام شو سبب شو أخذوا مني حتى أخذ عليهم لأننا صرنا متطورين سرنا متقدمين بس أنتم متطورين بس أنتم متطورين بس أنتم متطورين أنت تدري أن أوروبا كلها تعترف لنا بالتطور والتقدم الحضاري والتكنولوجي والسلاح وين العجب يعني فين العجب ما هي أصلا حضارة أعملنا أعملنا يا أخي ترفيه أعملنا مستشفيات أعملنا مدارس أعملنا شوارع الحمد لله والشكر حتى تنزانيا فيها لازم تواث بالنهضة يعني عادي شيء عادي جدا يعني قبل مئة سنة كمان أمريكا لم تكن فيها مستشفيات ولا كان فيه بالصين مستشفيات وربا فيه مستشفيات صح ولا لا عالم النهضة يعني ما فيه شيء يخترعون ما فيه يا رجال بالعالم مستشفيات اللي عندنا في السعودية ما فيه شوارع سفلت اللي عندنا لا 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 والله أنا ما حافظ عند اسم الله وأنا بكرة الأعمال لا داود أنت يا داود مضلل أنت يا داود أنت يا داود ظالم وحاقد أنت إذا شفت ناس ولدي تحرش فيه بنت ادخل بينهم أورغوس سهلة لا تلبس لا تضيع عندنا ركس إسلامي ما عندنا كلام فاضي نعم صحيح ركس إسلامي يعني كذا داود خلني علم داود داود ما يفهم داود يا فرد كذا نورنا نورنا خيهامة ترقص كذا تقول عك عك نحن غرب عك جيننا حج الثانية من بلاد والله هذا ركس إسلامي شبيك أنت بتعرف أنا كنت من أكثر أنا كنت من مدافع شرثرها عن السعودية وعن سعود لكن بعد 7 أكتوبر تراجعت بصراحة صر تشوف شي تاني صر توعى أكثر يا شيخ حنا 15 سنة وحنا يا شيخ أنا طالب بحقوقنا وانت جاي تدافع عنهم اللي بعد 17 أكتوبر يعني اكتشفت الخوانة بعد 17 أكتوبر بش المخ هذا على قولة غوار الطوشة حنا اللي دمرنا عراق حنا اللي دمرنا شوريا حنا اللي دمرنا ليبيا حنا اللي دمرنا اليمن يا أخي أي دولة ندخلها ندمرها طب بالجهل أو عن قزن أو عن جهل الله أعلم العراقيين العراقي شوف العراقيين دمرهم في الصبح أصلاً إيران كانت راح تحتل إيران إيران راح تحتل العراقي انت صوتك مرن علي دقيق 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 انت وش كان نكك أول دقيق أنا جو ش نكك أول يا بوي انت أذاك وين مكانك وانت وش نكك وش متزوج ولا ما انت متزوج نكك السابق او لكون هذا هو نفس يا شي اسمك ابن الوطن نجم الحجاز هذا نجم الحجاز هذا لا هذا بها الوطن انت كاول لا 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 هذا نجم الحجاز خوينة كديدة نجم الحجاز وكس اسلامي ها يقولك لو انهم معطيني لو انهم معطيني جنسية حبيبي كرتبل لو تعرف أنا وش جنسيتي والله العظيم حتى في المجتمع عندك في السعودية لو جيتك الدقيق لتحية بعد أنا تحداك مجتمعا واللي تبي بعد نعم ثقافيا واجتماعيا نجم انت لازم لما تحكي معي وما هامان تحترمنا نحن جنسيات أوروبية وأمريكية نحن نمتواضعين يا شي اسمك متواضعين لا درجة فالله منزل في الجنة لا لا احنا على فكرة ما من التهمه بانه حاقد حاقد يا حبيبي يا حبيبي في الجواز السعودي يروحوا ربه وشوف كيف يحترمونا يا رجال والله ما حديك الشك بريال أمريكا يرجع بانقالي لا لا اصبح عادي عادي صار رجواز سعودي عادي يا داود يا داود انت وش بلعك حاقد على نجم الغجال يقول كلام الصد يعني أول من بنى المستشفيات في غزة النظام السعودي نعم صح عدليها 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 القبة حقتها المسجد الأكثر سهلة مشتشف التخصصي بغزة حنا اللي بننا مشتشف ملك فهد عبدالعزيز هو اللي بننا الاقصى محمد بن سلمان هو اللي بننا الكعبة حمنا شعب طال عمر بكنا نمشي على واحد جاء بن سعود وزين لنا الطريق حقاتهم ايه ايه نتشوف محمد بن سلمان راكب فوق الكعبة يا داود حنا اللي زيننا ايه شفتو بنعالو حتى أنا شفت الفيديو بنعالو طلع بنعال شريفة دعا هو دنعال شريفة وما شفت سروالي المؤسس الأصفر لا شفت سروالي؟ أنا شف مع دق مسال إيه ماشيفد سروالي السريف وله صدق في المتحپ سروالي السريف وله من جد انتو فاهمين الموضع غلط انو قاعدين نطبل معك يا حيوان يلا يلا تقول حافظ الله على السعود يلا تقول الله يهديهم لا لا قل حافظ الله على السعود ردد وراي يلا حافظ الله ليش ليه مش مضطر ردد وراك ردد وراك حافظ الله وآل سعود في نارج النام حافظ الله وآل سعود في نارج النام آله سعود إذا لم يتوبوا ويعودوا إن شاء الله في جهنم في جهنم في رقص حلال وفي بكيني في جهنم فيها بكيني بكيني ورقص حلال حتى في جهنم لو تشوف أبو جهل يحترق ادخل منص النار ورقص شفيك ورقص دفاعا على الأمة الإسلامية لابد أن ترقص ما في أي دولة تحدثنا إلا دعسناها طبلون ألا ما طبلون ما دعست إلا العرب مش أنتو أمريكا أنتو عبارة عن أنت عبارة عن أنت عبارة عن شو أنت عبارة عن فقط أعطيه قفاك وأنا عمك هاي أنتو عبارة عن هيك بقرة حلوب العراق مسلمين سوريا مسلمين اليمن مسلمين الكويت عفوا ليبيا مسلمين ليبيا ما مين قالك مصر حفتر المسلم حفتر وليك داود المسلم حفتر 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 جزيا على عليك والله شوف معقول للنفيسي الدكتور النفيسي عبد الله النفيسي الله يوجهه الخير بيقول لك لو بتشوف الحكام العرب متسترين بأستار الكعبة لا تصدقهم بالسيف أرأ منهم سلطة صح هذا كويتي كويتي أنا أنا بغى راس محمد بن سلمان باتة بالعراقي أريد باتة هذا هذا ولي الأمر الأمة يريد راسها باتة بالعراقي أنا سمعت بيسحب من خارو يا رجل كل النهار بيسحب من خارو بتاع شو بيسحب من خارو يعني يعني كلهم مرضانين بس لا 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 هذا البيسحب من خارو بيسحب خطوط بيضاء أعرفت هل شرب النوع؟ لا يغربك. قعد أشرب كول. الله يزد نفسك يا داود. يا خارجي. خارجي. لا حاقد. أنا حاقد. أنا حاقد. حاقد. وما تحب المسلمين. الأحسن مسلم يرقص. ما يرقص؟ أرقص. يا رجل بيوت الصحابة عملوهم رحيض عاما قسم الله. المشان شو؟ قال الناس عم تتبرق فيها لا يجوز. بينما أجدادهم عم بيجاد يدلهم. تخيل أنت الكعبة كمان في ناس بيجوا ببرك وبيشق منها صح ولا لا الشق الأيمن أعتقد. المهم تخيل بكرة وأنهم مشايلين للكعبة. جاء إيران تهون عليهم. إيران تأخذها تعملها بالنجف. ترى مكة ليش الله حطها في السعودية؟ عشان أمس الوليد. سعود يحموها يا رجل. ما بتعرف؟ والله شفيت. يمنع الصلاة يقول لك صلاة هذه بدعة. الكعبة أصلا هذه بدعة. الكعبة الرسول. عليه الصلاة السلام يقولون كان شعودي. صح. رسول سعودي وأبو لهب. هذا اللي قالها الفنان الكبير. أنا بعد غطيت على محمد عبد الفنان الكبير. أنا قلت المهد المنتظر السعودي. والله العظيم عند المنتظرين. يقول لك إذا الرسول سعودي وأبو لهب اللي هو عمه. قالوا عنه عراطي. يعني تخيل. الرسول معروف من بنه هاشم. معروف أصله فصله إلى أن ترجع سيدنا آدم. بس أهل السعود حد اليوم عم بيدوروا على قبيل لأنه تتبناهم. ولأنه غلط. كله بإمكان. آخر شيء لابدوا على بني وائل. آخر شيء لابدوا على بني وائل. طلعت بني وائل من أصل من أهل اليمن. وهما لهم علاقة فيها. فالأرجح بقولوا أنه عائلات مسلمة يهودية أسلمت. وفي منهم أسلموا وفي منهم ما أسلموا. وأنه أسلموا حتى أنه ها يدخلوا ها ياخدوا الحكم. صح. حلوة هاي حاعة. فيا نجم لا تجي ترقص بحارة ما بدي أقول لك كلمة تزعل. عرفت كيف؟ إحنا أنت أخب كما أو لا تغطر. ما تفكر مع عيالي. ركس إسلامي حليل. همال إيه؟ همال إيه؟ انت مع عمرك كسرت كسر المصمك الشريف. الشريف؟ كسر المصمك الشريف عمرك زرته. مين هو؟ هذا ما زار. كسر المصمك. هذا بجنب جبل عرفة. كسر المصمك الشريف. لا 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 كسر المصمك موجود في الرياض. لا لا في عرفة. يعلو ويخفق. يعلو ويخفق. هيدا على فكرة نجم بيعمل لي أحيانا شو بيسموه تهديدات مبطنة أو يمكن يكون شي سجن. فأنا بقول له. لا انت 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 سألت. بلها. 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 المصمك كله. أصلا كله اجداء. اسم يسمع كله مطين. مبني مطين. يعني. لو تدخل فيه. وتطقع. ولا العظيم يطيح. ينهار السكف على طول. منطقع. مرة واحد من الامارات تصل علي وبيهددني. وانت له لما تمسكني حشاش سامعين عضني بطيزي. عضني بمؤخرتي. فقفل وما سمعت صوته من يومها. نجم قصر المصمك والشريف. يا اخوة ناسا انت انا بعزمك على بث يا نجم. هذا القصر بنية على أثر الفاتح. 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 اللي قاهركم. الامام الملهم. الفتحات اسلامية. الذي يمشي بتعليمات الهاتف. العميل البريطاني الصنع الحامل أمريكي. ويدعي أنه. يا داود يا داود يا داود. الشيك وتعرف تارك من زيادة انت. هذا فتح الدولة الإسلامية فتحات اس. فرجل زيارة العرب كانوا غير مسلمين. ما هي قد؟ طبعا والأندلس. حتى في ناس بيحكوا انه الأندلس هني كم يفتحوها. ايه عبدالعزيز فتحها. على طار الفتحات يا نجم ممكن أفتح فتحات اسلامية. احنا اسمع. على الأليل اللي كنت تشرف. ايه سر إلك شرف ونسب مثلا. نجم تفكر بالموضوع. بسر إلك شرف ونسب بعدين. احنا اسمع. احنا اسفت احنا الرشيد كان مملكا مسوي نفسه. الرشيد هذا اللي ماسكه الرياض. ودقينا العجماء. ايه ايه ودقينا عجماء. مين رشيد؟ رجل رشيد يعني او شو؟ ايه خلينا بعطيك. بطولاتنا وبعدين علمنا بطولاتنا. هو بطولات واختنا. خليه يا خس يا نجم. هصرنا القصيم. نفتح لنا لك. خصرت القصيم مسلمين. هصرنا القصيم. ايه وبعدين فتحنا الحسامه. يا تبن يا تبن يا تبن يا تبن. يا كيل بالمكوة. يا كيل بالمكوة. بصلاة الفجر. يا استراتيجي. طيب عبدالعزيز عميل انجليز. الاسعود اهل اسعود. لا لا ما عميل مو عمل. هذه مصالح مشتركة. فكيف شووا الفردوحات الاسلامية عذاب الله خيره. يا حبيبي يا حبيبي احنا تساعدنا على فتح الرياض. ما في مشكلة تساعد في فتح الرياض. تساعدنا على فتح مكة. مش ساعدنا. لو مساعد بالدول الاسمانية كنتم مشي بدون جوان قلب المكوى يا الفارح. يا مكوى اختر من نفسك يا قلب المكوى. هذا اقشي عنده وطنية شوي. يا مكوى اختر من نفسك واسمع لا مستراتيجية ماكوة اسمع أهل السعود طرد وعماله الترك كانوا ماسكين الترك اسمع اسمع لما كانوا الترك كان تمشي بدون فيزا بدون بسبور من مشرق المغرب العربي الى مشرق العربي كانت خيرك في بلدك ما كان في عنا فلسطين موما لو فيك خيرك في بلدك أهل السعود خلونا في وطننا عزونا في وطننا ما نزيك مهاجر عزوك ما نزيك عايش ما نزيك عايش على مساعدات الامم المتحدة انت عايش على شحادة الملك على شحادة الملك بيشحدك من هون ومن هون بيشحدك من هون انا ما بشحدني انا عندي شركة يا حبيبي تعالي شغلك عندك تكلم عيوني والله لو عندك شركة ما يكون مع استراتيجية تسألها خرق المكوى اسبر هذا هامانو كلهم مرتزق هامانو أخوانا أخوانا ولي عهده طال عمرك خلاص يا خرق المكوى خرق المكوى ولي عمر المكوى لا تفتح هذا الله يتسأل خير على سعود جابوا لنا مكة الله يقلب لي السك صحيب عندين هم اللي افتحوا مكة ما تسمع نجم يقول هم اللي افتحوا وقتا نمشي بالريوس طال عمرك في جاوة اهل سعود وعلمونا وشلون نمشي سيدة نعم صحيح حديقة حديقة اسمها مكعب يا استراتي ايه مكعب ايه مكعب ايه مكعب ايه مكعب ودخلها مراقص تغير عناش الهولة جاهي نعم صحيح يا Diskussوق سبحاننا حدث يا سبحانه ا horizontally جهلة ارسل هامان اسمعك ارسل جزاهم الله خيرا رفع علم المثليين جزاهم الله خيرا عنا وعن المثليين اиту'd خفت جزاهم الله خيرا امريكا 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 تسعى للسلام في العالم فاحفظ امريكا انت مقهور يا هامن اجدادك الاولين اجدادك الاولين طردوهم برا الحدود انت مقهور اعرف شو اجدادي اجدادي مش شرجة وشرجة انت حدداك تعرف اقصب بالله لك اسد يا خرق المكوور انا عادل متنسرين من العراق السورية شرف شرف العراق وسوريا شرف كل مسلم شرف يا قلب الفأر قلب الفأر انت لاجئ انت لاجئ انا مواطن اي حقوق اخذها كاملة هنا اخذها كاملة اتحداك تطلع في الشارع تقول لا يوجد محرقة لليهود والله يسفرونك على ال DHL والله على اتزام بي والله يسفرونك لا يوجد محرقة لليهود لا انا اطلع في الشارع اطلع في الشارع ونا انا اطلع اشوي على الحين شوف يا قلب الفأر الزقان تسمع ادخل على التويتر شوف تفل المتابعين بالملايين اللي يقولون لا تودك محرقة اليهود حري التعبيري ونا اطلع بلا افتة في الشارع انا تشفيك معروفين ما يجب المطعوم بالشوارع تفل وسائل تواصل اجتماعي يقولون اللي يسعونك ما حد دخل بنا نقول اللي نفيدك يا قلب الفأر يا قلب الفأر انت تعرفوا كم غرامتها 100 يورو غرامتها 100 يورو تعرفين مين اللي تروح 100 يورو هاي اذا بطلع بالشارع لكن انت هداك تطلع بشوارع الرياض وترفع على المفلسطين هاته هداك تطلع بالشارع وتقول هذا نظام عاشد فلسطين عاشد فلسطين اطلع قول عاشد فلسطين هذا نظام اطلع اطلع وقل طز فيار سعود يلا انا اليك مني 1000 يورو بجال منت بجالي اطرع قدام ال واحد اطرع بالشارع قل طز فيار سعود اقول لا تطرع بالشارع قل الان هنا قل طز فيار سعود في الكرام قل طز فيار سعود اطلع اطلع شقق علم المثليين في الشارع شوش يساون فيك على طول على زي اسمع اسمع نحن منقدر نعمل هده شيء بس الغرام المالي اللي هي قيمتها 100 يورو تعرف لمن تذهب تذهب لريع اليهود او للمثليين فلذلك نحن نختصر وما بدنا نفيده الضيب الضريبة التي تدفعها ضريبة تروح المين تروح للبناء الشوارع ونرها ومصانع الاسلحة ومصانع الاسلحة ومصانع الاسلحة صانع الاسلحة معروف من اصحابها من روتشلد اللي هما اسيادك هدولة بالسعودية خدف لهم لا تكذب لا تكذب لا تكذب ياخد كذب حرامي دخلك الناق انت تزع ضريبة لدولة معادية من الاسلام ولكن انا كمسلم باخد حقوقي كامل بروح بصلي بوسط الشارع ما حدا بيسألني بحمل عالم فلسطين بوسط الشارع ما حدا بيمنعني بينما انت تدعي انك بدولة الاسلامية يحمل عالم فلسطين بالرياض لا لا انت رفعت على فلسطين شو استفادت فلسطين شو استفادت تعال شوف شو استفادت الرأي العام الأوروبي كله مقلوب على الكيان يا رجو على أعوان طيب بدان قلب الرأي العالمي انت مشكل انك انت تقديراتك انت ضئيلة تقديراتك تصيرة المدى على مدى طويل معناها صار عندك جمهور قاعدة قاعدة شعبية انت صار عندك قاعدة شعبية لما هم برات كورة هي عشان نرفع شعارات هي هذا اسمها ذرة الشعارات هي منكم انتو انتو تشتغلوا بالشعارات من ثمانين سنة وجهة هذا اسمها ذرة لا 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 نحن لا نشتغل بالشعارات يا شامي نحن اهل العزم نرفع شعارات ونغني وترقص تليفون يا الناس سلام عليكم مرتزقة مرتزقة يجمعونهم من الدول الشقيقة والصديقة لينبحوا بأمر السعودية ممنوع ترفع اي عالم دولة غير السعودية مش عندك فتبالي عالم مش عندك هذا نظام دولة بس ما يدري بقرة يفكر الدنيا سائبة عندنا لا لا هم سويني نجم سويني حركة جديدة اللي قاعدنا مع أبويا انت تحط علم فلسطين وشو على فلسطين لو الأخبر أحبر أصفر حط جنب علم لا إله إلا الله يخترك منهم يا ابن الوطن علمهم هم يحطولك علم أخبر وأصفر وأحمر شو نستفيد منه؟ علم السعودية يرفع علامهم تحط ما فيها شيء خلق قوي يا ابن الوطن لا تخاف منهم لا تخاف نصيحة عطيهم في وجهم لا تجامل معهم أعلامهم تنزل علامهم كلها دول خريج كلها إذا جات عند العلام السعودي تنزل كلها يرتفع بس العلام السعودي لوحدهم لا لا علمهم ملونين يا نجم أول شيء يرتفع يا نجم يا نجم لا لا علم السعودية عندنا شام حالطول ما ينزل حتى فيها الوات الملك علم الألوان يرتفع علم السعودي على المكوة ينربط على المكوة والله علمنا يرتفع وعلمهم ينحضط على أي مكوة على مكوت على مكوت الرقاصات لا 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 احترم الرقاصات يا أصدип يحترم السعودين احطوا الرقاصات لا اه 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 هطلنا الرجاصات اللي رط Croattv اللي لή Rudy لا تشوه السمعة هذا مهوركس هذي هزات حقب هزات بسيطة لا تشوهون الوطن هذه هزة بسيطة لا يفرقون هم مهم يشوه الوطن يشوه الوطن والله انت وستراتيجي يشوه هنا الوطن هضول اعداء الوطن معلك ركسات ركسات يا بوي هذ اسمه هزة هزة هذ اسمه تمايل ما هو تمايل ما هو ركسات تمايل ها؟ بس هذا انا ما عدو الوطن البس ماذا شو الصورة هذي حقها يا كيك؟ ما هو بشيغلك ما هو بشيغلك ما هو بشيغلك ارسل لك صور اخاص احسن من الصور هذي حط لك صور ناس اه 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 ارسل لك ما هو بشيغلك ما هو بشيغلك يا روح داود نعم افنائي عرب رأيت سعودي يرقص فهو مجاهدا في سبيل الله يمنع التحرش ما يمنع الاقتهاد الاعداد ان الاعداد يا اخي تمارين لا انتو بس تسوهون السوق هذا تمارين ضي التمارين نعم نعم جهاد جهاد الجهاد مرة واحدة تمريناتو والله ان الحقد والله عامل نصيحة نعم ارجع الوطنكم وخلوكم الوطن محترمين يعني لا هذا وطن نصيحة ما يرجعون يعني يا ناجم لاني ما عرف ارقص لا لا ماضي مستر عادي استراتيجي تنفع دبتة معذور بل جهل استراتيجي تنفع الدبتة طيب انه ما عرف ارقص ينفع تشوبي دبتة حاجات كذا كله مفتوح كل شي مسمون نعم هذا جهاد يب انت بس بقول لك انا عرفكم تتريقون على بلادي العظيمة البلاد التي سطرت النجاح ما تريدك عندي نرقص معك الشيك ما تقول انت لك اذا شفت واحد يتحررش في انثى ادخل بينهم ورقص اذا شفت فهد اذا طلع ناصر هذا الاسم فهد يبي يبلغ ادخل بيننا ورقص انت انت تشوه لا احنا ما نرقص احنا نصلي ونرقص لا تشوه السمعة صح صلي وترقص ااسف نسيت ان انك تصلي صح ااسف بس انت اللي اسمعك لا لا انت تشوه السمع اللي اسمعك كنا نرقص 24 ساعة لا احنا ما نتعب ما انا في اكل لا لا احنا نصلي ونرقص انا ما صلي ترقص تحج وترقص صلي ترقص احنا مشي ترقص صلي عن عوام عوام يعني هيوه شغل وقافي يا ولد نكاح 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 الجهاز نكاح نكاح الميدل بيست هذي زحمة زحمة عشان في زحمة يا استراتيجي نكاح الميدل بيست هذا موثقة موثقة يا رجل يوجد صور موثقة لا ترجح لا تstenى همe مستخدامين واثم也كشرين كلوت وينثرو بالشارة انها مؤامرة انها مؤامرة احزن ا ما انا اسرحي انا نجيبني يا ناجمي постоянно استضيفك عندي. يعني يعني ناس ازدحموا صورتوا أصوات تصوير ما تصور تصوير المراد يعني تحترم تحترم هيو تصور وتنقل صورة سيئة يعني لا لا في غلطات صح يحصل غلطات شعب تان غلطان الشعب لا غلطات بسيطة يا اكي يا اكي يا اكي ليش تكاسب هذا بالله يقول رأيك في يا Ahmed السعود الكلمة هذه اللي حطه انتههى وين الاحترام فين تقدير فين كرايتها كامل انا مسحهة إذا كرايتها كاملها انا مشاق علي سبق Jия أقراها كامله حترم نفسك انا كاولي ورقوس اصلي اقرع له يا انا ن週 الكلمة هذه الي مبقى انبقى اقتراغه رأيك في آل سعود المحانيث المنويش حنا ما نقرأ لغة العجم حنا نفتخر بلغتنا السعودية اللغة السعودية أفخم لغة لا يرجح لا لا هذا مرة ما شايف السعودية شي حتى العربية حبيبي اللغة العربية اللغة السعودية هي اللغة السائدة لغة الإسلام الآن ما في أحد يتكلم اللغة العربية الصغيرة السعودية يتكلم لهجة سعودية مسلم يعني ديك يقول لك شلونك السراتيجي يا أخي هب لي هب لك قنبلة يا أخي انت تعتبر مسلم أمان عبدالبر ادادوشي صار وطندي يحاربك ايه من زمان انا موسكى بلقك عبدالبر يقول انتم تغذفون المحصنات المؤمنات اللي تركز وتصلي محسوبة محسوبة عليك تشوف امرأة مسكينة يعني حساتها ظروف تتفرج تتفرج لو ما غيرتوا هذه الصورة ترى حنا رح ننزل وننسحب لا لا تكفى لا تنزل لا لا صراحة الصورة اذا نزلت صدق انا كش مهدومة نعم انتم تسيئون للدولة تسيئون رموز الدولة يسيئون يا شخ وانتم اسمع ولا مكبرك ولا ضخام كل هالدولة لا قد عودنا ولا عود لحمدوك ولا عرض جنوبك طال عمرك وقمت تطاير لا تنزل لا تنزل انا دائم اطبخ للملك سلمان كابسة عشاس كده صرت متين صرت سمين لا انت صرتك يا هامان انت رجال والله مسكين سعلوك ما مدرش فيك سعلوك انا كتمت احد بالغلط ولم اقصد من هذا اللي كتمته؟ سود الله واجهك اكتب مركس حتى تكون من المسلمين تلومونا حينما سوينا سجون لكم انتم متستحقون سجون هذا لا ما تلهمون لو يقتل غير السورة وسمح غير السورة يا اشي عرافضي اجمع اجمع اختخل اشيع اشيعي اشيعي يصلي ويردس فتوى جديدة عشان جدانك طردها من رجال من حائل وذي اعلاني يعني خلاص طيب صورة يا كي لا تغيرها انا مو شمل اسمع اسمع المنصج غادة شيره لو سمحت يا يا كي خرق المكوى انا مو شملي اسمع خرق المكوى اسمع لو بقى حطيت صور يا اي فلم يا قلب المكوى رغم دي شير خلي دي شير معك لو يغتل ثلثك شعب لو يغتل ثلث الشعب لعجم وطن ما هيك اي قبل الوطن الكلام الملسج المنصج هذا جدا سيء خلك محايت خلك محايت انا اريد مخانيت ا лишь gardناك بس كبيب مخانيت لنا تغير اخير احلى اللهم. ليش تحب بنفس الكلام هذا. لا لأ يا اكي ردة ردة الكلمة PULA حط الملقى اندAT الملقى شبكي. فقدم Javi انا بانزل اذا ما احطيك المخانيط اكبر. ما يرى الحق وليرتبع. خلوهم غوطين يا اكي خلوهم غوطين حط المخانيط. يكفو كفو يا اكي. ورجع صورة الدي بالداخل رجعها. خلاص. نردي هذا الطرف و هذا الطرف. طالي عندي. لا 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 ترد عليهم رجع صورة الدي بالداخل. كده 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 يكد العب سوزة. لا لا ترد عليهم. لا ترد عليهم. مين هذا اللي نزل? مخرج. يا ايكي هل نطلع في بثوث. هل نزل همار. هادي بثور ورعين. هل طلي صورة مدري من وين فلسطيني يا رجع. مستحيل ارضي كل. هل صورة الدب الدياتر لا ترد عليهم الله. زي ما كان. الوثنجية لا ترد عليهم خلي ولي. في واحد ما مشرفين. شاكرا قاعد ينزل. في واحد ما مشرفين عندك. كم مشرف عندك? مين مشرفين? كم مشرف عندك? عندك. عندك في الأدادات. أدادات. شو الأدادات عندك. طعا. ما عندي مشرفين طعا. ليش تريد نقل بلاسك. عشان مواطن مخلص. انتم بعتوا وطنكم. يعني يشتوه يشتوه يشتوه. في عندك مشرف الله. في عندك مشرفين. نزل الناس. سعود. نزل. ألغيهم كلهم المشرفين اللي عندك. بس بس انت. بس انا. اجل كيف نزلو? بحالة من نزل. اجل حط صورة الدب الدياشة رجعها. اه شو من جد. انا ما يفي عرض لكل الناس. يا ترضي اهم اضارة الوثنجية لا ترد علام. انا بغطينا. لا لا رجع صورة الدب الدياشة. تاني دور على. انا انا ضد هذا الحق. انت تدري. انت تدري. بس على شاس على اساس ان رممنا. رممنا بس خيبر. خيبر هذه. بس كانت اصل لليهود. ضمن بترميم. عكسي احر. قاموا وشووا حملة. شوف الحقد. شوف الحقد على هولا. يعني احنا اذا جددنا. اه جددنا المباني. اه اللي يعني يعني خيبر انت تعال كان لمن خيبر. لمن. تبتر فيها استراتيجي. لمن خيبر. ايش المشكلة. خيبر. ليش ليش هاد الحق الحق ضد فين. اللي ضد. خيبر جددناها بس. ضد المساكلين ها. ضد المساكلين. اه. اه. انا الامة الاسعود. اخي تخيل. خيلني اصلا. لا تخيل. انت لا تخيل بيوت. بيوتكم يا استراتيجي. انا جيت ارممت لكم. ترممها و. خلي في قلبك انسانية. خلي في قلبك وطنية. وبيت الرسول تعملها حمامات. يا بيت الرسول هذا عام 1400. احنا الحين كم. عندها لا تخلط. احنا الان هذا البيوت يعني ناس مساكلين موجودين. رممناها. ما سونا شيء. يعني ما سونا شيء. يعني المفروض. المفروض العمل الانساني هذا. يعني يعني الاثار الاسلامية تعملها حمامات. والاثار اثار كفار ترممها. اهو مو حم. لا 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 لا. لا 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 الحمامات جنبها لا تكليب. هذا هذا كده. ما بني حي حمامات جنبها بجالبه. اللي اخر راح يدلس حتى تكل المواقع. الحمامات كانت جنب. اه الوثنجية راحوا. اقلب اقلب عليهم. راحوا لوثنجية. اه لا. ما بقى احد الا انا و انتم. اقلب 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 ادل الشريط اشغلون هم الوطنجية هذا سلوك يجيون بالمعكوس يقلبون ما هم وطني لا الحين خلك سيدة اذا انت مشيت سيدة هم يرجعون وهو بصراحة بصراحة ايه اولا مشيت سيدة يرجعون لك بس ايش يسوي هم بعض الناس العكوس ما يفهم منها بالعكوس طيب انا بعطيكم بعض الاثار اللي ذكرنا قبور الصحابة فيجا بلحد قبور الصحابة فيجا بكم ار 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 منتج المساعد الاسلامي ار 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 هذا ار ار هذا تعرفه تكلم ار ار قبل ان تسطع قبل ان طيرك قبل ان طيرك الو الو ار ار تكلم ان طيرك 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 هذا اسلوب الذباب تدخلك بحساب أصفار يبغي يبلغ يعني يضحي بحساب عشان يطير حسابك يعملون بلغات يعطونك وات صينية وبلاوي تحوط 6-9 تحوط سيدي ما شفت حسابا اقرب كيف تبلغ كذا تعمل بلغات تحطى كواد وتبلغ تحطى كواد وتبلغ ما تكتب عربي تكتب الصين حركات ايه عبرتها في بثي طيرت الحساب اليوم ايو كنت مؤمنها قلت بها تاقل بس ما قالت ايو كنت نايم كانت تلعب فيني اللعب ايو كنت شفتها كل يوم اللعب عبت فيه انا قلت تشملت انا ذاك السبب اللي ما قلت تبعط اي احد اشراف عشان تذوقت ذاك النوع من القمر والكالب ايه خطيرة الاشراف يزهل الناس ايه ما قد تبعطي على مساحة ايه ما ايها مش فائد تلبس يعني ما ما كل واحد يمسك اشراف ويسوي بلوك عليه ما هذا يدخف الناس. خطط ايه اخطط كذا عيان في راحة انت شعن بابسة ولاغين هذا مدين راح يروحون يجون اجيب وضع هيا نجون تبغوني يا أخونا أخونا استراتيجي أقضى أقرأ بعض الصقور هي هي خبراحتك يعني ما بفع انطلق انطلق هذا باث كيندي يا نجم من الأم كلتي حضراتك باث محصن ضد البراغات الله يعطيك الشبكة كيف طيب كويسة كويسة هكذا عندك صوت آمين يتفضل يا نجم طيب طيب الآن إن شاء تماني يكون الصوت واضح 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 جوارها ما يسمى الجامعات الإسلامية وسموها بمسميات إسلامية هذا أولا ليصد الناس عما ينتفع به المشلمون لأن الدروس كانت في الحرامين مفتوحة لطالبة العلم أيا كان من أي بلاد ففيها تنوع ثقافات لكنهم حصاروها في جامعاتي حتى يتسنى التجسس تعيين المدرشيين اللي يقومون بالتدريس على منهجية الكيان وأشباب لا تخفى عليكم هي أشباب كثيرة من الأمور التي يعني نعاتبهم فيها مثل على سبيل المثال نعم مهدمهم معالم قبور الصحابة هم يدعون دائما بالصحابة ويدندنوا على هذا الوتر لكن نريد نفهم من الذي هدم مسجد أبو بكر من هو هذا هدم في الأوان الأخيرة هذا بالنسبة للصحابة من الذي هدم بيوت أمهات المؤمنين بيت أبو بكر رضي الله عنه ترى بالمناسبة أبخى واحد يدخل إلى جوجل ويشوف ترى مصور إلى تقريبا أنا أقول تقريبا إلى عهد فهد أو قبل فهد شوي موجود تم هدمه بما بما يسمى أجل الإصراحات وما يسمى بأجل الحق العام طبعا هناك أشياء كثيرة بالنسبة إلى البويتات التي كانت تحف مكة وخصوصا شعب بن هاشم اللي كان في بيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان المكتب اللي كان قديما يطلع من المروه يرى المكتب هذه تمت إزالتها جميعا وعندي صك المحكمة عشان لا يجي يحد يقول هذا الكلام مغير الشرحي عندي صد صادر أعطيكم رقمة وبيانة من المحكمة التي كانت في مكة بتحويل أول شيء اسمه السوق اسمه ترى اسمه محلة جمل الليل حفظه اللي هو شعب شعب بن هاشم بما فيه من الأسواق اللي حوله بما فيه بيت النبي وبيت خديجة اسمه كانوا يسمونه في الصك هكذا سوق محلة جمل الليل تم هدمه وبحجة الحق العام للحاج لاحظوا كيف يستحلون تهدم بيوت بيوت آل البيت وهدم بيوت يعني المهاجرين وهدم بيوت شرفاء الناس والدعوة في ذلك أن هذا حق أن اسمه حق طبعا الحق العام يعني يقصدون به أنه حق للمشلمين جميعا فإذا تصادر حسب تعبيره يا شيخ نسوي فيها شيخ يزك فين يحجون خلوه البيوت لا أنا وطني تلعب على أسمعك أسمعك أستني خاش من أول أسمعك نسوي فيها شيخ على استراتيجي وعلى أكي وأبي وتعت يا مسلم يا أجري أتقي الله في نفسك خاف الله يا مسلم هذا هيئة الأمم الإسلامية كلها اجتمعوا في مكة وطروا هدمها كيف يحجون الناس يخلونا كل البيوت بحور القابة أنت تفهم أم أنت ولا مسوي لي الشيخ على استراتيجي أسمعك أنا مقبل شوية أبيوتين مشكلة أبيوتين أبيوتين يعني 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 خاش باللغة العربية الفصحة بيوتأت السحابة بيوتأت السحابة كلها مكة كلها معالم قديمة لازم توسع الحرب بيوتأت المسلمين يعني يعني يا فوزار لأخير يا رجل أكل زيقك أسمع انت أسألك بالله نشارب شيء أسألك بالله طيب أبا أقول لك أبا أقول لك قصة صوت ولا ماكو الحبوب ولا ماكو الحبوب وأثرت عليك قصة صوت ماكو الحبوب شارف فنت وأنا من سدح لا بالله يا عدلي كلمة بيوتأت أعجبتني بيوتأت أعجبتني طيب طيب كلها مكة كلها مكة كلها مكة كلها مكة معالم كيف يوسعوا الحرب يوتأت نسوين دور غاني كيف يوسعوا ما هو ما هو وجهه حافظك الله اسمعي اسمعي يا حافظة الله هو هو أنت تبغاني تسوي زيارة الشيخ ما أقدر لا لا هذه لغة هذه لغة هذه لغة والله أنا كنت أسمعي بالله استراتيجي بالله استراتيجي تقوله وخلنا نسمع والله أعجبتني والله يا نسمع أشكرك على بيوتات صراحة كلمة يا أخي إيش كلام هذا إيش كلام هذا الشكر واجب والله أعطيك العافية يا أخي على بيوتات وعلى المحاضرة الزريئة هذه إيش بالله تعيدها من جدا عشان أسجلها ما تبهت طيب ثبت أخذ ثبت هذا الحديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مغون رضي الله عنه ثم قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه ومن مات من أهلي هذا يقول خارج عبد الزيت رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وأن أشدنا وثبت الذي يثب القبر عثمان بالمضعون حتى يجاوره أنا أقول في هذا أين ذهب هذا قبر دفن هي الإشكالية ماذا تكون هم قالوا هذا حق نحن ما عندنا مشكلة هم قالوا هذا حق لكن هم هدم اسمع فيش المشكلة طيب هم هدموها وبنوا مكانها فنادق وأجروها طيب وين الحق العامينة هذه مخادعة خلاص أنت يا أخي لما يجتمع هل نقول لك يا أخي عزيزي أنا وأنت ما نحن علماء أنت يمكن عندك الكفاءة متوسطة وأنا أممكن أولى ثانوي هل نقول لك يا أخي اجتمع علماء الأمة الإسلامية كلهم في مكة اجتمع والفقه الإسلامي لازم يواكب كل عصر هذا اسم الفقه المحد يعني التواكب مع كل عصر يا أخي تقول اجتمعوا كلهم ما أصدت إذا قعدنا على كلامك طال عمرك أنا ما أشترق لا لا بس أنت تقول اجتمعوا كلهم أنا ما أشترق أنا أمزاد كبير يمكن أن تكون نائم ولا سكران ما زهموك لا يعني فأقول لك اجتمع دقيقة هم أحسن مني هؤلاء اللي اجتمعوا أحسن مني أتركنا من التريق أنا أتكلم معك كلام جدي اجتمعوا يا أخي لازم توسع أنتك أثنين الحج الرمضان اللي راح 13 مليون مسلم يعني أسألك بالله لو تركنا هذه القبور وهذه البيوت أنت هذه علامات الصوفية هل نعبد الله ما نعبد الأماكن صح يا أخي هذا بيت أبو بكر هذا بيت عمر هذا بيت عثمان كلها مكة كلها معالم تاريخية عظيمة لكن معالم تاريخية عظيمة تهتمها وترمم آثار جهود أي أخي يا أخي هذا أيها هيني ياهود خيضر هيني يا أسراتي يا أزين هيني 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 هو الأذار اللي في المدينة حتى ليهودم شبكة لازم جهال مثلكم لازم يعلمون أن هذا هذا اليهود اللي في المدينة واللي في غيضر أسمع هل ترم أسمع لما يشبه يا أثار الصحابة تهدم لما يشبه يعني فقد يقول مكة أنا مع أنا مع التوسعات 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 يوسعوا في مكوتك يا أكل يا مكوى يا معفز آخر إنذام يا أزبالة لو باقي وضعت هم الآن أثار الصحابة وأثار الرسول تهدم وأثار الليهود ترمم الآن كيف يوسعوا في مكوتك لا 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 أتكلم جديا كيف يوسعوا الحرام يا قلب الأسد يا قلب الأسد اسمع 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 هذه الآثار اللي تقول عنها الآثار هذه الشرك والشركيات الدولة الأموية والعباسية والتتار والمغول أعداء الإسلام مهد منها جدار واحد يا أخي وتيجي أنت والإرهابي بن سعود يهدمها شفيك أنت صاحي الآن يا الآن دقيقة يا أخي الآن البيوت هذه لا 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 تقولي الآن خلي خلينا شوي لا لا الآن عندنا عندنا فكة البرنامج على حمر وكتب قبر النبي إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل أظن واحد مصري وثقت التصوير أظن العام الماضي عرفت ودخل إلينا القبر والمسجد ما شفنا لا تميمة ولا معلقة ولا تبرك ولا حد لما القبر يا أخي هننا مسلمين نعرف الحق لا تنتعي لا تهدم حط لي حمامات قبر وبيوت الصحابة ومات المسلمين يا أخي أنت خبل أنت أسمع 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 الآن أنت مهندس كيف تتم توسعة الحرم أربع أو خمس عادي عادي وسع أم الحرم يا شيخ خلي البيوت خلي كيف أسوي خلي وسط المسعى أبد إيه وسع اللي تبي فيه أسليم أخرى طيب يا أخي التدري التدري بأمريكي يشيرونا البيت ويحطونا في مكان يعني آخر يا أخي هد هدى هدى القصر أقل شيء حافظ على هذا التراث الإسلامي اللي حافظوا عليها الأعداء والمسلمين عبر التاريخ يا أخي يتجي أنت يا منافق يا حفيد مسيلمة الكذاب الرسول طال عمرك كان مارا طبل فيك شيء الرسول حول الكعب يوم فتح مكة كانت كلها كانت مكة هدوش حطم الأصنام حطم الأصنام يا أخوان شوف الآن الإسقاط على الرسول عليه الصلاة والسلام تقارن الله الخبل الثاني عبد العزيز بالرسول عليه الصلاة والسلام سكيلتك أمك أنت تبغى الآثار بس تبغى الآثار لا تجيب طاري الرسول عليه الصلاة والسلام على الثاني والطار معد العزيز ونظام النظام الإرهابي أنت تبغى الآثار ولا تبغى الضيب هذا كان هذا تراث المسلمين تراث تراث المسلمين هذا دين لا تفصل الآثار عن الإسلام إنما أدل نحط الأصنام تراث تراث اليهود أهم تراث اليهود أهم ليش دين ليش دين ليش دين دقيقة يا فورد كيف دين ما أحد يقدر يأخذ لو حصة صغيرة من ذور حقات خيبة يا أخي تركنا من اليهود وما اليهود ليه تركنا ليش بيوت الصحابة دين يا أخي هذه آثار إسلامية يا فورد آثار إسلامية هذا تراث لأننا تمسلمين أنا أتبرك هذا التوثير عزيز يسمح أنت يا أخي شيخ يا أخي ملايين ملايين مكة هذا توثيك للإسلام كيف سووي كيف تاريخ الإسلام كيف تمسح تاريخ الإسلام كيف الآن يا قبي التوسع يا قبي كيف تمسح التاريخ يا قبي نسمح لك من سمح لك توسع في رأسك التوسع التوسع الآخرة تعدد حدود مكة القديمة تدري أم لا توسع الجديدة والدنيا مليانة فلت زحمة كيف تبغاهم يمحافظون على بيوت صحابة لا لها في الدين ولا لها فهذه بس تبغون التران فقط كيف تصدر الناس حطوا بدا لها فنادق خمسين جنوب لا لا كذبت والله أنك كذبت 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 كلها داخل الحرق كلها داخل الحرق داخل الحرق على بدا الحرق الفنادق أي بأس خاصة برج الساعة أي بأس سلام عليك كيف تركيزي تعرف أنه درج الساعة والفنادق اللي حولها كل هذه يملكها شركات صحيونية والله أنك كذبت نعم بأسماء شواكة سعودية والله أنا وقف للحرق والله أنا كذبت أنه وقف للحرق التوحيد الوحيد الحرق هذا حجاج والله أنا وقف الملك عبد العزيز والله أنا وقف الملك عبد العزيز فندق شويس مكة الشركة الشركة على أصل الأم مقرها كندا مصار OS وقف الملك عبد العزيز للحرقم Player من اكبر الشركات الاستثمارية في الهناديك هذا وقف للملك عبدالعزيز طيب الله ثرى اثبت 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 لك ما اثبت لك انا اثبت لك انها استثمارات الكيان في وسط الحرب اثبت لك اثبت العكس ايه قام يضحك ها قام يضحك اسلوب نسال ما عنده حجة قال لا توسعوا الحرم قال لا توسعوا الحرم نبغى بيوت الصحابة اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك يا خير قل كل ما تلحق قلوا على نفسك يا اخواني طيب انا اريد اتساءل يعني لماذا يعني مثلا محمد بن سلمان يريد ان تتقدم المملكة العربية السعودية على النمط الاوروبي وهي بلاد الحرمين لماذا لا يبدأوا مثلا بمصر بالجزائر بالاطراف يعني مش ببلاد الحرمين يا اخي على الأقل الاوروبيين محترين من انفسهم ولم يلوثوا الفاتيكان يعني احنا يعني هذا الرجل في نسمي الرقاصات والعاهرات لا داخل المملكة وامس الوطيين يا اخي ما يجوز يا اخي اعملوا بالاطراف افتحوا الاطراف وعملوا بارات ومراقص وعاهرة بالاطراف يا اخ حاتم يا اخ حاتم يا اخي انتم هنا في الجزيرة العربية شركاءنا كيبنيين يا اخي والله ما اذن منجل الان والديكم هذا لا يجوز يا اخي اسمع اسمع بالله هذا لا يجوز يا اخي كنت ترزل لي يا اخي بعدين في عندكم وقاحة شوف شوف حتى العلمانيين حقكم بهم وقاحة بهبالة يعني تركي على الشيخ يشتير قص البنات والعيل بالعافية يا اخي تعالي منو مثل الناس هذا انتم هذي يا احادي انت يمني او لمسوينك يمني انا يمني انا يمني وشني واصلاحي اسمع لا لا قال فيصل قاسم كلمة انا اكره بس قال كلمة قال هذا شعب مدمن ما في فائدة لا يطارش مدمن يا اخي والله العبي والله العبي زبي اطهر منك انتم محمد بن سلمان والله يزقي انا اطهر من ابوك اطهر من محمد بن سلمان عليك ام محمد بن سلمان هذا التابع اجي خطر الحرمين عليك الله حزويا كده بالصعيلة بالنصر يا ابن الشرموطة والله ايما لنا ما يجينيكم ماتيكم يا يا قناة للبوس وهو ايما لنا ما يجينيكم ماتيكم يا يامن لم تقيبوا الحق في الحرمين الحوثي ناك ابوك الحوثي ناك ابوك الحرمين حق القبال اليمني امنع الحوثي يا صلاحي زغب امك والله عبد العزيز بالشحول يا شرامين يا امتي عزال القهبة من عزالي حوثي كم قلت تزغبك مصلي عيال الناس وبرات الناس بالعافية يا اخي ما تستعب ابوك ما تستعب ابوك والله يا شهود الحوثي مستعب ابوك حر ابوك حر ابوك حر ابوك واكت بسعب ابوك ابوك لحص خصوى الحوثي امتبته كان لك انت أبوك لحص خصوى الحوثي سمين محمد بن سلمان سمين محمد بن سلمان قال يا عشر ايمكن بعن 의미 وعشر رجالته والله يا تفلت حمد وسلمان تفلتها بأبوك نسوت فهمت تفلتها بأبوك راح الله لا يرده فنرجع لمحور حديثنا يا أخي لما تجمع لك مرتزقة يسبوا لبلدك هذا دليل أنك إنسان فاشل أنت معي إنسان فاشل ضايع جمع لك ضيعان دشير من كل بلد هذا يدل أنك إنسان ضايع فاشل لا ما عندك هدف ما لقيت أحد من أبنى أبنى لدك يعني يوقف معك وصرت تجمع كل مخنف من جاك مخانية من كل دينة جمعتهم وشتت الله وشملهم نسأل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا ما شتت شملهم أصبح محمد بن سلمان يجاهدونه في الماء اللي يشربونه في الشاهي في القهوة لأنه وطي على رقابهم مشاهم على العجين ما يلخبطونه ملك ابنه ملك ها شيف هزق ذاك قالي حاتم قالي صلاحي صلاحي يشغل على الوالديك صلاحي أخوانجي وصخ مد من قات فلما يجمعونك الخوانة الطابور الخامس يسبون هامة مثل محمد بن سلمان يسبون هذا دليل إنه انفشله ما فيه إنسان واعي في البلد يسب بلده يسب حكومته لازم يجمع لك برتزقة طابور خامس يعملون بالساعة يسب ويسوي ليبان خاشر يجو أننا معارضين وأننا معارض طيزك معارض حدياني ويا ايكي ايكي آخر انذار لك لو بادي وضعت هذه الصور اللي ما تحترم فيها نفسك ولا تحترم قادة هذا البلد كل تبن على بثي كل تبن على بثي يبثي يعني الصور هذه كل تبن موشغ لك موشغ لك يا قلب الزك يا قلب المكوى كل زك كل زك أنت الخنيذ أنت الخنيذ ابن الخنيذ أنت الخنيذ ابن الخنيذ أنت القوات أنت الخنيذ ابن القوات أبوك خنيذ أبوك خنيذ يجيب ابن القعبة ماردان طلع يكيب خلال السلام يا شباب اسماني اسماني يا قلب الزك ليش ليش تحب ذلك لان دي الشكل ليش يحبه لأنه خنيه لا لا خلك من السبب خليه يقول لناه ليش 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 بيحبه بهذا الشكل هل من عجل المراقصة التي قدمها من عجل محارفته لليمن وقتله ثلاثمائة ألف ليش نزل هذا الزك طالع 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 يا أخي عبد اسمعك أجل ديته يسمعك عبد شوف العبيد قال لك لو أمطرت السماء وحذرية لرأيت العبيد يحملون المضلات يعني العبد عبده بيبقى عبد إلى أن تقوم الساعة قال لك هذا يطلع معه واحد إصلاحي يجلس يقول له الحوذي أنهى من الحوذي وإلى الحوذي ومن أنصار الله وإلى أنصار الله لا تصدق يحقكم الهراقية أنه هذا الأنصار هم شوية أمدري إيش نقضي عليهم في سبوع قالنا وصل صنعاء في سبوع وينك ما وصل الصنعاء في تسع سنين وين الهياط ولكنها لعبة أثاري أطرهم 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 5 جون يوم جوي 5 جون يأتم معاملة 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 في آي بي وحلازة أمنية ومعاملة في آي بي وإستقبال من المطار وطيران من صنعاء إلى الضياظ ووصل القايد العسكري في اليمن الزيزامي اللواء رتبة اللواء وهو أول من شارك أول من قاتل العدو السعودي يعني القوى السعودية أول من قاتل الوهابي أهانوهم أهانوهم إهانة ما بدأ ومع ذلك استقبلوه وأدى الولاء وحيى السيد عبد الملك وصرخ في الحرام المكي وبحراسة سعودية خليجية صدقني أنا مثل هذا يطلع المهرطي قلنه جلسي قهوية ومناك قال عبيد عبيد ابن سلمان يستخدمكم عبيد لعبة أتاني يجلس يلعب قيمر وقال والله أروح أحتل هذا الدولة يلا اليوم الثاني حرب ما في الدولة ولا شي قرار ابن سلمان الأساكر الأساكر اللي يستكفرونهم بنات تخيل أه أقول لك أقول لك يلعب لك قيمر الليل ويقول لك الصبح يلا نبدأ حرب على اليمن يلا بسم الله بدأنا حرب أها نطلعها في سكول تسع سنين ما وصل صنعات يسع سنين قال يلا قيلنا اللعبة خلاص ما نبغى نحرف ما دولة ما هم مجوز ولا شي هم عروبيين ونتمنى أن تحيا فيهم العروبية آخر آخر كلام معنا الحوديين يورونهم الأساكر البنات يورونهم ليش يورون الأساكر البنات عشان يعني عشان يطبول علىهم الحوديين يقولون مدارة مساكر والله إنه ودف ودفت حياته ابن سلمان باعتداء على اليمن وإنه لقي مواجهة ما لقيها ولا كان يتوقع يشوفها في اليمن ومع ذلك اليمن اختلف عن ما قبل لا عملاء أكباين فحوق ولا المرتزقة حقك باينفعوك ولا تقدر تشتر فالدولة من يقدر ينفعك يخدمك ابن سلمان ما يقدر يشتر لك ولا أي مسؤول حكومي وإذا قدر بيشتر لك خاين معروف أنه خاين قبل ما يشتري يعني هو بيدفع فيهم وإحنا أصلا طاردينهم طاردينهم فأما الأنصار والله لا يقدر يخترق الأنصار ولا يقدر يواجههم والدليل تسع سنين من المواجهات ومن الحروب ويقول لك صنعة هذا الشي قال أتمنى هم عروبيون قال وأتمنى أن تحيا فيهم العروبة وببداية الحرب كان يقول لهم ميوس كيف تريدني قال أتفاوض مع ميوسي كيف تريدني أتفاوض مع ميوسي وبعد ما تسع سنين وهم غذز ما قدر يطلع شبر قال لا هؤلاء عروبيين أتمنى أن تحيا فيهم العروبية يا أخي القوات ترغمه وترغم الإمارات الإمارات تخيل أنها حطكت ألوية العمال قال مرتزقة حقهم وزحفت في شبوة فقاموا أنصار الله بإرسال ثلاث طائرات فقط للإمارات وقفوها وقفت ألوية العمال قال وألغتها وزحبتها وسحبت من الساحل قالوا شوف يا توقف يا الأبراج حقك هذا الزياجية نقصف أمها بطائرة ونكعناك والسياح حقك إحنا ما معناه سياح ولا شي بس أنتوا معكم سياح معكم نفط معكم موارد يعني نستطيع نقصفكم بالراحة نأثر عليكم والله لو نرجم بحجر نأثر عليكم بس أنتوا أرجم واش بس سوم تضرب واش بس سوم يضرب ما ما يضرنا شي حامسل فما الحياة عندنا بذاك الغنيمة ذي أنتوا لكنين نحنا بنسارع إلى الحياة والله لو يعرض بن سلمان ذيهم مخلصين إن الأنصار لو يعرض عليهم السحودية بأكملها ما باعوا هذا السيد ولا بايبيعوا هذا السيد ذيهم لكنين إنه يقدر يشتري بأمواله والله لا يهش ولا ينش ولا يقدر يشتري بأمواله إلا كم من هين مرتزق قبل ما يشتري يعني بيكونوا صرق ويجي يشتريهم بن سلمان وإحنا داري إنهم صرق واليمن قل لفظهم أصلا من قبل وقد طردوهم من قبل وهو فارح إنه جاي يشتريهم نفس حركة المقطع الفيديو هذا قد يطلع الناطق العسكري قال هذا مقطع فيديو لمنطقة تصنيع صواريخ للحوثيين طلع إنه فيلم أمريكي عن الحرب في العراق مصورين شوية مواصير والناطق العسكري يطلع يقول لك هذا مصنع صواريخ يا أخي إيش من أقباء هذا ضحق عليهم واحد يمني بعلهم المقطع بشوية ملايين دولارات قال لهم هذا مقطع مقطع من المصانع قالوا رسل وصلوا هو فيلم أمريكي نفس المقطع وله لو تشوف الفيديو نفسه تماما وإنه معرضوه الناطق العسكري وحركات يا أخي إيش من المخابرات إيش من دولار إيش من هياطة هذا شوية ملوك نفر من الأسرة جالس يأكلهم من دار الخليج النفط الخليج يقول لك ابن سلمان لا سعى فيها ولا شقى فيها ولا طور لك الخليج والله يوجه على الحاصل حفر لك بالنفط لقي بترول شلأ أكله هو الأسرة ودى للمواطنين الباقي يعني مش شيء عجاز ولا سوا معجزة ولا طور السعودية انتقل بها نقلة نوعية قلنا لك جاله رزق لقي نفط كم شلأ أكله هو الأسرة كم وزع للباقي شوف الأمر يعني بالآلاف كل واحد مدري كم قصر مدري كم فلة غير البيوت بالخارج يعني والله الأموال ذي قد خرجتها السعودية فالنفط في حكم هذا الأسرة لا تبني لك الوطن العربي تخليه مثل الأوروبا خلاك من السعودية وبس وجالسها في نفس في نفس المكان لا أنها طورت بذلك الشكل ولا أنه قدم لهم يقولوا لك شكرا آل سعود شكرا يا حبيبي لو حكمت أنت بغير آل سعود أي واحد من أبناء نجد والحجاز يحكم قادر أنه يوصل السعودية أقوى من أوروبا معك نفط معك بطرول معك زلاط يعني ما الأسرة هذه جات بل إعجاز هي أسرة كما قال ذاك قال نحن لسنا نحن مثلين للإسلام أو شيء واحد من الأسرة المالكة أمدري والله يسمعه قال إحنا قبيلة انتصرت في الحرب صدق قبيلة انتصرت في الحرب لقيت بطرول قامت باعت استعبدت الشعب والباقي يبقوا عبيد يعيش لك شعب كله في آخر اسمه السعودي قال لدك الله حضر الله إحنا في اليمن والله لو يحكمني الصلاة والله العظيم لو يجي له نبي ويجي يحكم ويقول سموه اسمكم باسمي لأنه نبي ما سمينا باسمه ولا من سمت باسمه فإذا معكم شوية مرتزقة من اليمن لا تركنوا أن اليمنين كلهم كذا إحنا شفتونا ودارين بحرمنا على الحدود المناطق المحاددة للسعودية دارين هذا ما يفططوا في شبر ولا في حجر من اليمن رغب أن اليمن مع معاناتنا ومع فقر اليمن لكن منهم شرفاء ومشرفاء وأبناء الوطن كثير والشرفاء كثير المرتزقة هم شوية ناس يصرح يلهم الله عند الخليجي وهو داري أنه بقى أجلس الحوثي الحوثي وطني الحوثي الحيث طالب بالأراض طالب فيه وطني عنده وطنية بس هم بيحاولوا يصوروا الحوثي أنصار الله يعني أنهم ما هم شيء وأنهم ما يمثلون إن لا مدري إيش وأن الأغلبية تبع السعودية وهذا والله كذب وفتراء أكثر من ثلاثين مليون من ثلاثين ثلاثين سكان الشعب اليمني تحت سيطرة أنصار الله يعني في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله وكلهم مديني أنصار الله بالولا وكلهم دارين أنصار الله على حق يا أخي بالعقل أنت عندما تجي تقصف بيت في قرية وتهدم هذا البيت على أسرة كامل أطفال نساء كبار شيوخ قتلهم بالكامل إيش تتوقع من القرية هل تتوقع أنها تجي تأيد العدو هذا ما يأيده لا قليل أصلا ولا ولا والله نادرا تلقاه ماذا الأشخاص نحن في الواقع في صنعة وفي المناطق دارين ونادرا قد تلقى لك يعني واحد نذل بين آلاف آلاف الشربة فهولهم يروح يلهط لك على سعودي شوية آلاف شوية ذام من ابن سلمان وجالس يموه لهم على أساس أنه تمويل بعدها فالجاء يطلع وقال أنا أعتذر واستقبلها البخيتي فالسائل أوحياك الله الناس أخوة ما بيننا شي فإحنا كذا اليمنيين هو اضطرهم بلجوع زيادة فقالوا نستغل له ونزيد ناكل كما قدرنا من هذا الخليجي وبعدين برجع نقول للأنصار نقول له إحنا أخوة وما بيش مشكلة هذا طبيعي اللامي يشبطوه لوما الممنو بكل معداته بكل الدول ذي معه بكل والله أتفه قائد عسكري كان قادر يحقق انتصارات أكثر منه ولا قدر يحقق انتصار ولا قدر يتقدم شبر وصنع هذي كان يقول ميليشيا ندري إيه اتدت قدم بيدقوك بالمصير لا وسط الرياض والله اليخت حقك قادرين يدقوه بصار وغفرت صوتي لا ينزلي يسباح مع القروش ينزلي يسباح نازل معي القولة قطعة فابن سلمان هو داري بهذا الشي لو لقيت المارطقين حق يطلعوا احنا واحنا وسوينا وفعلنا يا حبيبي إذا معك الفين مرتزق فمع السيد مليونين شريف إذا معك مئة ألف مقاتل فمع السيد أكثر من خمسة خمسة مليون مقاتل تخيل ان العدد المقاتلين من أنصار الله الآن يتجاوز المليون هذي هم في الجبهات ما بالك ما في الدورات ما بالك بالبقية ذي قد أخذوا الدورات وجالسين في أعمالهم مستعدين أي وقت تقرح الحرق مستعدين تحققوا بالكامل يعني في هذا العدوى نديجة استنفر الناس بالكامل كل الناس أخذوا دورات كل الناس تقفوا في المجال العسكري كل الناس واعين كل الناس مسلحين لأنه عدو يعني مجرم مجرم أنا في منطقته أعلنها منطقة أسكرية بالكامل قصف الأخضر واليابس نزح البيوت ونزح ومع ذلك عاشوا الناس وحفروا لهم خنادق في الجبال وجلسوا وسكنوا فيها وموصرهم وكان يجي المجاهدين نزل يزاور ويرجع إلى الجفاء قاتل ابن سلمان استشهد الشخص وراح أخوه بدله استشهد الشخص وراح أبوه بدله يعني ما حد باي فلت مكان في الجفاء فما حد باي استسلم لهذا الطاقي والله لو قاتل مليون سنة ما باي يزيدنا إلا أسرار وصبوت بإذن الله وأقول لكم والله إنه راعي الفساد وإنه شاب طايش لا يعرف بالدين ولا يفكه حتى بالدين حر وجاي يلعب لك ببلد بالكامل يغير ويغرف ويسجن شوف شوف سجونة سعودية فيها من المفكرين المفكر إيش دموتك حسن فرحان المالكي هو من من أبناء الجنوب ومسجون في سجونة سعودية والله إنهم أحسن مفكرين في الإسلام أنا كم قاستمعت له من مقابلات وكان شوفت له من طروحات وكان فيها مقالات يعني مفكر رهيب ويجيب بن سلمانسينة ليش قال إنك بدري إيش قال لي كلما في يها من أبي من عاب اسمه 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 عاب اسمه من هو من اللي ساجن شيخك هو يعني مش هو شيخ شيخ بس هو عالم وله قدرة في الإسلام طي دم حسن فرحان المالكي معروف مسيون عندك في السعودية وهو من أبناء سعودية حسن فرحان المالكي من أبناء الجنوب الله مسيون قال له أكثر من عشر سنين أعتقد يعني قبل حكم الأمير حمد السلم لا 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 هو سجينة أعتقد في أيام العدوان ما بلني ناسي المدة بالتحديد لكن ما تعلم ما تسمع به حسن فرحان المالكي ولاش تسمي عدوان؟ العدوان عندك ولا عندنا؟ لأنه عدوان خليجي سعودي أمريكي لأن الضربات التي ضربها العدوان اسمعني اسمعني دقيقة الضربات التي ضربها العدوان ضربتها الآن أمريكا وبريطانيا تقوم بضربها من جديد نفس غرفة العمليات نفس الطيران نفس العملاء ومن هم الحوثة ولا منهم؟ من هم الحكومة عندك؟ لا لا أنصار الله أنصار الله أشرف من أطهر شريف على هذا الكرة الأرضية كيف أنصار الله وحكومتك الحوثة؟ كيف تقول كذا يا رجل هو هم أنصار الله هم الحوثة يا غبي من أنت رأيتها ي encontر لي عليه للبيات وهين أنصار الله هي ؟ أنا أنصار الله هم أنصار الله هم الحوثيين يا غبي الحوثة؟ كانصار الله steal私 sin? لا، لا تحلف بالله حين أنصار الله ولا شيء أنصار إيران؟ أين ضربت إيران في اليمن؟ لو دضرب ايران باليمن بصارغ لا قاتلها انا اضل مني قاتل يا اخي ايران 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 بيا اخي اذا معكم شوية عمر سهل تعامل معهم بس اما اكتبي تقشر وتقصر وما جشتين الناس يقاتلوك لا لا قاتلوا قاتلوا بس لكن طرح سعودية ما قاتلتكم انتم يا الشعب اليمني من قاتلت قاتلت شرظة هذه الان الحوثة العصابة هذه اللي عندكم حوثة اسمان عليكم شوية اعتدون علي السعودية كل شوية يخشون عندنا لا لا هل تعتقد أن أبنا صعدة بالكامل كلهم هولا من الحوثي الله أعلم بس لكن أول اعتداء كان في عهد الفيديو كيف سيدك محمد بن سلمان يطلع يعلن محافظة بالكامل منطقة عسكرية محافظة بالكامل فيها أكثر من 2 مليون نفط يطلع يعلنهم منطقة عسكرية بالكامل كيف تقول لي ما بيقاتلكم يعلن محافظة بالكامل منطقة عسكرية كيف تتوقع من ال 2 مليون الموجودين في هذه المحافظة أتكلم الآن أنه عندكم الآن لماذا تعتدون على السعودية أول شيء اعتداءكم في عام عهد الملك عبدالله تعتدون على السعودية ليش الخوبة لا 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 ما اعتدين شوف الخوبة أيوة عارفها وإجارتنا الخوبة اسمعني اسمعني يا ما اعتدين قلتوا هذه حقا لا لا اسمعني الجوبة لا لا جبل الدخان موجود على أطراف الحدود يعني قريب لرخوبة جبل الدخان وجبل الدود القوات السعودية سمحت القوات اليمنية ايام الحرب مع النظام بانها تطلح هذا المواقع وتضرب على انصار الله فانصار الله اضطروا ان ياخذوا هذا المواقع ورجعوها للسعودي رجع السعودي يسلمها للدولة رجعوها للسعودي مضى ثاني رجعوا اخذوها وقتلوا اسمعني وقتلوا وحرس الحدود ووصلوا الى الجابري انتم انتم مالكم جورة مالكم جورة انتم كشو يتحددون على جيرانكم كذا يا اخي لا تجاورونا اروح يقولوا عينو لكم مكان ثاني اه يقول لك ها كذا عينو لكم حاكم غير اسعود وحنا وحنا نبلت لكم والله حرام لا نجلس اللاحق بعدين لو ما ندوق المرض لا لا تقول اتهدد لانا بعلمك اليمن فيه اه بعلمك هاجة والله يلحق اسمع يلحق العراق وراح يلحق الدول المشاكل سال سال لا لا اليمن ما عليك اكبر من هذا الاشياء السعودية دولة بسيطة تحسنها اسمعني لا لا ما عليك اسمعني 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 والله والله لو اشأ ارادت السعودية تدمير العسكرية في اليمن والحركة تشلها كامل والله لا تستطيع بخلال والله والله الذي لا اله الا هو لو يقدر ابن سلمان انه ينهي هذا الحركة انه يتمنى ويحلم يحلم بهذا الشيء لا لا اسمعني خلنا يجاوب عليه والله وانا وانا جاهد مع انصار الله واعرف الحرب والله ان من يقاتل في الحدود اليوم هم سودانيين والله ان من يقاتل في الحدود اليوم هم سودانيين والله انكذب والله انكذب اكثر من ستين الف جندي سوداني والله ان يقاتل في حدوده وقمون سوداني والله انكذب والله انكذب والله سمعني سمعني لا لا تكذب من رجال من رجال من رجال اطلع لك رئيسة الشرعية وبيقول لكم قال لم اكن اعلم بهذه العاصفة ولا سمعت عنها لا لا لم يعلم ساعة الصفر فقط بس من رجال يا حبيبي بسمع اسمع من رجع الحوثي من عدن ومارب والمكلة وحضر موت من رجعه ما هي الشرعية لا لا شوف شوف انتوا راكني من انتصار هذا شوف العدن عدن احنا نزلنا نطرد هادي بحيث لا يقسم اليمن فنزلنا كجيش كنظام للدولة بحيث ان احنا كنا متفقين مع بقية الاطراف في اتفاق السلم والشراكة ونزلنا الى عدن طردنا هادي فراح الى فنادقكم ولم يعد اليها الى الان واتت الخليج وسعودية على اساس انهم حرروا الجنوب ومن كان يقاسل هناك شوية شوية فقط ناهم الذي قدمه الخليج للجنوب مستودعات من سلم على الحوثي انا احوذي انا بنجاب راك حوثي لا تجابني كمي ملتزل حبيبي انا حر شريف مقاتل على ارضي وعلى بلدي ومستعدة قدم عليه هادمي وروحي والله يا ذا سيد مانفلة اهلون قدم اخر حبيث قسم الله يتسحى في صحب سيارة اسمعني 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 موجود موجود فيديوهات سلم نفسك يا سعودي اسمعني شوفتها في الفندوق شوفت لي قترون لدك الله هل هذه هي جيش هل هذه هي جيش اللي بموجه ازمع اسمع شفت عبد الملكة وصار اصفر لعشان نقعد في الكهف ثمان سنة مسكين. ايوه الله. والله انه في كل بيته مني شريف. وانه في بلده من داور ومكيف ومرتاح. وان ابن سلمان من لا يستطيع ان يخرج الى اليخت. اليخت الملياردير ما يقدر والله ابن سلمان يخرج الناك الدور. والله لو يطلع في الشمس خمس دقائق. يرجع محروك. اه 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 اه. وين تسع سنين? كيف ما قدرت له في تسع سنين? بعد سوس في الكهوف. مسكين زي البس. ولاش ما وصلت له في تسع سنين وانتو بهذا البوه. يا اخي انت قاعد ترمي على السعودية مصطلح يا السكرية. هذا الشرف. اعلن اعلن محافظة بالكامل منطقة عسكرية. ليش ما ما احتل هذا المحافظة? ليش ما قدر يحتلها? انت انت قاعد ترمي السعودية تهمها الدم اليمني. انت قاعد ترمي على السعودية. الله. داري كم قتل ابن سلمان? ثلاثمائة الف يمني واثناشر الف طن. انت قاعد ترمي مصطلح يا سكني. هذي حرب شريفة هذي? . يا راح الله. والله ما ما قتلنا شخص سعودي مواطن. وانه كل السواريخ يزلت في. ما قدرت ما قدرت ما قدرت. لا والله قادرين. والله دطيف النفط انو قادر يحرق المواطن بس ما هي اخلاقنا في الحرب. ما هي اخلاقنا في الحرب. وكيف? كيف احرقنا النفط عليكم في ارانبو كيف احرقنا النفط ونزلت هي إجتصاد السعودية. ايسي ما خلي نزلت هي اتصادي السعودية اه من اكبر اشراء اقتصاد احتékنا. باعتراف اسمعني 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 من كان مسؤول عن النفط هناك مقابلة معه وقال انه من اصعب ايام حياتي في السعودية وانتصص ولي العهد ورأي تتسأل الغمام ورأيس البترول رأيس البترول يحرك والله مبدود من بي بي سي من بي سي يا شيء اسمع لا تكفل نتكفل السابق ترى والله ما درنا عنها خلنا من الماضي الحين الحين ما دلت عنها بس درع عنها اسمع اسمع يا 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 حوش اسمع اكتشاف واشردان الى جنوب بخار واسمع اكتشاف نحو اليمين الاكتشاف نحو اليمين ما هو هذا اللي قال تعدنا هنا عز الله في جيبك سمام عليكم الحين اللي راح راح الحين فلوسك اللي في جيبك بتصير ورك توليت عشان السعودية تعرف من عرفت يا بو يمن لا حبيبي انت سمعت اخر تهديد للسيد قال والله المطار بالمطار والمينا بالميناء والبك بالبنك والله مستعد في ان نحرق كل مينا موجود في السعودية مستعد في ان نحرق كل محطة من موجود في السعودية شوف شوف يا تحلوك لحياتك تحلوك لحياتك اذا 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 اتراجع بن سلمان عن هذا القرار مستعد للنفتل عن ابن سلمان او ثلاثة اطلع عمرك. جميع الاموال تسلم الى البنك المركزي في عدم. واللي عندك لفك فيها اطلع عمرك وكلها. عندك لو بن سلمان لو بن سلمان اسد. لكن والله الهر لا يسور عيني. والله يسع زنين ما با يفعلها في سنة. اسمع عمك 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 هاذي عارف تهديده? عمك هاذي تهديده طال عمرك انه حكم في الهلاك. فكر نباقي استمعك حتى. اسمع اليوم والله انا ما يكمل الشرق. والله انا اسمعني اسمعني. لا الاحين ليش ليش ترضوه انا بمسلمان اشتو عندكم مراقص. ليش راضين عن المراقص. ليش راضين عن المراقص الذي يفتتحها بس. خل المراقص خل المراقص. خل المراقص. ليش ليش بس شوف شوف هذي ما يتسيل الاسلام وتسيل اخروقا وتسيل اليكم كعرب كيف بتسووا ذي بلوك اصلا على ما تصير فلوس ورجل ما علاقي ايش بتسوي ما عليك احنا رياله بقنا نصره بقنا ندخل نمسك ابن سلمان من رقبه ونصغطه ونمسكه نشربه من ماء البحر نشربه من ماء البحر بعدين نريع نمسكه نمسكه سمع سمع نمسكه ونده ابوه لوسط الرياضه وبريعه يعقله ويقوله خلاص يا رجل انت انت كيف تكلم بلا ارصد جماعاتك يكلون من السعودية يا قلون بعرك يبينهم امام يا قلون محق ابوكم يا زيش تقولو ويش قولو والله لا احنا ناكل من فلتنا ما بناكل من حق ابوكم انتوا لا قلون بسعاد يا حبي يا حديد في السعودية والله شوني على طبك من زبالة ما اجل يا سعود يا حوذي يا حبي والله لا اجربني فيها امير اسمعني اسمعني امير يجلس يستخدم كل حياتك يجلس يهيد اسمعني 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 لا تشدت المواضيع لا تشدت المواضيع خلاك خلاك المغتربين هم في كل بلاد وبيشتغلو في كل بلاد ما بلا انتوا من قذارك بالله بتندقدو الناس كأنك هم دي بترزقوهم وهذه لا بترزقوهم ولا شي بيشتغلو بعرقيا بينهم بس انتوا بتصوروه من قذارك بس بتصوروه من قذارك يطلع يقولون مغتربين عندنا يا أخي اذم انت باتين Luusz Levko يا اخي ناock 1 علمك عقلك يا حبيبي من ران تاخذه اعلمك يا حبيبي مشيه حق أبوك حق السعودية انت ما معك من ن Levi انت ما معك سعة Oakland الا اخير اسمك ان الاسمك واخر اسمك سعودية سعودية تنمس يمن طال عمرك اربع مغترب يمني في السعودية. لا 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 يصرف عليها والله سلاحها ورجالها مع سيد عبد الملك بدر الدين الحوذي. اجد الله وحفظها. رجال موجودين في صنعه ومقاتلين وسامدين. وتخيل ان احنا لو نشتغل معه هذا سيد المقاتل بدون ريال. ما استعدين ناكل تراب ولا يجي هذا الخليج يحتل لهذا البلد الصار. ولا يجي يدنس جباله ويدسنس. والله يلقف على القاتل. والله والله يلقف على عمرك شهر. ما اتحرك البيت. يا ايكي بالله غير الصورة هذه ولا تراب ننزل حين ما ينفع ذكي. يا خبرة انتو انتو اقبياء انتو بتناقشوني اذا الحين كاقبياء ما بيش معكم عقول ما بتفكروا بالعقل. ما بيش عندكم مطقة. الان الان اسمعني اسمعني. عمك عمك. حكم عن نفس الان. اسمعني. اسمعني خلني اسألك سؤال. الان تسع سنين. تسع سنين. وابن جلمان يقاتل. اسمعني اسمعني. اسمعني ابن سلمان يقاتل بكل تحالذه بكل ثقله. ولا استطاع ان يوصل الى صنع الذي قال بحتلها في سبور. ما رأيك في هذا القايد؟ لا تعتبرين من المتجين؟ لا 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 لا. ما ان علاقة معنا. ما انه ما ندخل. يعني مش الاسكري تسع سنين؟ سسع سنين اش بيعملوا بيقاتل في اليمن بيقصف في اليمن؟ شوف شوف شوف. شوف شوف. لا 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 يا اهم شيء عندنا ابار البترول اللي في مارب وعدن وحضره موت. هذي مهمة. اما مسقط رأسك يا اخي مسقط رأسك في عدم وصعده هذي ما اننا علاقة فيها. رجعناك مسقط رأسك. ما تقدر ما تقدر ما تقدر. ما لك علاقة. شو شوف دالحين الان لماذا لماذا تقفل سعوديا مع الصيوني. سمعني اسمعني لماذا تقفل سعوديا مع الصيوني بداب لا غزة. ليش ليش. ليش ليش. والله ما تهبو الطائرة عندك صنعات ليش ليش بتقف؟ لا لا تهبو الطائرة ما تهبو الطائرة حبيبي أنت عكس 16 دولة داري لو معنا هذا 16 دولة نكحتل لنا بهالعالم كله أنت 16 دولة وما استطعت أنت تقدم مثل واحد ما في ما في ما يا حبيبي ذاك صنعات موجودة صنعات موجودة والرياض موجود وأنتو موجودين وإحنا موجودين هل قدمتو شيء لذات 9 سنين الآن قل لي من موقف موقف السعودية مع ابنها غزة اسمعني اسمعني شوف شوف أبناء غزة يتبين لك الكفر من الإسلام اسمعني اسمعني أبناء غزة يتبين لك الكفر من الإسلام رجعناك لكوف سعدة أنا في كوف سعدة وأمتغر وأعتز وأتشرب خيّل أبناء غزة أبناء غزة من أرض لا حرام إسمعني إسمعني أنت الآن ما موقف السعودية مع ابنه غزة سمعني سمعني لماذا السعودياء لماذا ابن سلمان لا يقوم قطع البحر على اسراعيل. لش متعاون وتوافق معهم بهذا الشكل. ما يقتع لهم البارSiات؟ هذا قرل. لش ليش ليش ما يقطع المدد على اسراعيل. ليش ما يكون له موقف يشرف الناس يشرف الرب. ايش موقف ايش يعني? ليش ما يقف مع ابناء غزة ياخيبي؟ ليش 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 ما يتعاون معهم؟ ليش ما يعلن؟ ليش ما يخرج الاسراء من ابناء غزة يسجنهم ابناء حماس. انا انا احنا نخرج طيارين سعوديين ويخزيهم مرور. اسمع عزيزي لو لو خذت السعودية جيشها ومصر وكلهم وبدوا يهاجمون السعودية تدري اش بيصير اسرائيل اش بيصير على السعودية. اه? بيخشون طال عمرك. بيخشون طال عمرك من جهة الشمال. الحشد والشيعة. وانت بتخش من الجنوب. لانكم خوانا. لا لا لك وجهي ما نخش. خشوا انتم بس. والله. يعني هذا خلاص خلاص. ليش ما يعلن ليش ما يعلن ابن سلمان انه يدينا الجرائم الموجودة في غزة ويغاية انصار الله طيب طيب يا حبيبي ايش المشكلة يا اكتوب. ايش المشكلة يا يا قلب الاسد. ايش المشكلة ابن باز افتى بدخول الامريكان لقتل العراقين. ايش المشكلة نسوي زيهم. ايش ما نستعين بيران لقتل السعوديين. وحدة بي وحدة. يعني انت تكذب ابن باز. لا 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 لا. بس اسمعني لا لا شو شو. لا 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 إ sprint اجمع لنا لا لا. له ما احنا بنا لا 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 ما احنا احنا والله ان هذا الاسمدة. يا ابن العرام يا اكتوبر اكتوبر انا ما اتكلم باسمك. انت مالك عليك. احنا اهل مكة الان. يا الله عليكم الله عليكم السعودي لحظة. اسمق اسمع ابن العرام خليه قم requليه قم انت مالك علاقة انت مالك. احنا اهل مكة احنا اهل مكة. السعوديين استعانوا بالامريكان لقتل. واستعان عبدالعزيز بالانجليز اللي هو بريطانيين لقتل اهل مكة. وحاصرها. الان ايه صح كذا. الان لو احنا نرد بالمدين ونستعين بيران لطرد المحتلة السعودي. ايش المشكلة? واحدة بواحدة. اولا مسلمين. اولا مسلمين. استعان بالامريكي. يا اكتوبر. يا اكتوبر. اسمي. يا اكتوبر. هذا نجم هذا مختل. اسمي عزيزي. السعودية ترى انتداد اليمن. اذا ذهبت السعودية ذهبت اليمن. الشرذمة اللي عندك هذول طال عمرك دارسين في قمة. انا عارف المذهب الزيدي في اليمن. لا 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 لا. شوف شوف انت الان انت الان تحورهم على طاوة انا منهم وفيهم. لا لا يا اخي انت يا اخي. يا اخي من حقنا. يا اخي اعتبرنا ان احنا متعاملين مع ايضان. كما قال نجم. من حقنا نتعامل مع ايضان لقتلكم. لانكم تعاونتم على الامريكي لقتلنا. حلال. هيئة 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 كبار العملاء برئاسة الهالك عبدالعزيز اجاز وافت عندي فتوى بدخول الامريكا لقتل الرقي وقال لدفع الظالم الغاشب. طيب هذه وحدة. عبدالعزيز بنا في سيوم دخل. لا اعتدى. اعتدى يا ثوق اعتدى عليك. طيب وانبغت احداهما على الاخرى. وانبغت احداهما على الاخرى. فتواتل التي تبغي حتى تفيد. لو ما قتلت والحجات. لو ما قتلت والحجات في تمومة. حاقت كان في امريكي ولا في غير امريكي. ليش قتلت والحجات في تمومة. انا انا او الله العظيم. اسمع اسمع عزيز. والله العظيم. السمع الص大ية والله العظيم. والله العظيم. لو كان بنيتوا فيها مصامر. والله العظيم. وعمرتوها. السمعي. السمعي. والله العظيم. كننا اريد الكبركم يا اهل الشعودي. وكانت السعودي مفته كبر وانتو عرب. بالله عليك. الناسенным ي distinction انساعدات على اسرائيل. انها تدخل من البحر وان تفتح لها منفذ بري. من عند التدخل الإسرائيلي. قسلا متستح به منفذ بري الفلسطينة. لأنهم دخلو لك أسمع أسمع علموك علموك المعلومة هذه ودخلوها في راسك طيب اشرح لي منك الحقيقة؟ يا أخي هذا منفذ يا أخي هذا منفذ من الإمارات الأردن موجود من قبل الحرب ومن قبل الفلسطين طيب طيب ليش تتعاملوا بفتحة طيب حقك همومه ما قد كنف في أمريكي نهائية ما عندنا منفذ لحد المنفذ فتح من وراء من قدامهم اسمع يا عزيزي أنا من تنوم أنا من تنوم والله والله العبي يعني عداواتكم اليمن مصددة لا والله السعودية فتحت السعودية فتحت المنفذ من الخلف فتحت المنفذ الخلفي فتحت المنفذ الخلف ودخلت ودخلت سعود العانات الإسرائيلية الآن إحنا والله دخلوا دخلوا فأم نفذ من الخلف هذا هذا أما فتحت أسمع الله هنا فتحت السعودية والله فتحت يا أبو يامن فتحت يا أبو يامن يا أبو يامن لا أضربت لماذا أضرب قاعات أعراسك أسمع 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 حربه شرفه كرامه لا لا اللي يعطانا الإحداثية يمني علي عطى الإحداثية يمني طيب وانت أخذت فإن التكنولوجيا حقك وإن العلم وإن البوات الأشخالية وإن أنا أنا أمني 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 أسمع يا عزيزي إني تضرب لي تهت اللي مواطنين في الأسواق الذي أسواق القابل اليمن اسمع يا حبيبي اليمن ما لها الا السعودية. الشرذمة اللي عندك اللي يديون تحويركم من الزيدي. لا لا تقول شرذمة سيدي ومولاي السيد عبدالله عليها السلام. ربي الله عنه كل ما حل الليل والنهار. ونسأل الله ان احنا ما ما تصير دماغنا الله وانحنا بنقاتل هذا العدو السعودي القاشم. وصدقني. يا اهل اليمن. يا اهل اليمن. والله ما ننعذركم. اذا ما نحن نحن اهل نحن اهل مكة نطالب نحن اهل مكة نطالب بتدخل اخوانا اليمنيين وينقاذنا من الاحتلال السعودي نحن نطالب عاجلا نحن نعيش في كيان محتلة يارضنا. يا يمن نطالب مطالب. والله ننتخيبكم. внизぶ academy. بعدين الشوف. counters اشرف منهم. اشرف منهم. إذا كاتلنا ما بنقسف مواطن. ولا بنقسف دور عزا ولا بان نقصف مجالس للمواطنين ولا بان نهدم بيت على اسرة بان نقصف فقط النفط ونقصف هذا الاسرة الخبيثة. يا اكتوبر. والناس متجمع. يا اكتوبر يا اكتوبر يا اكتوبر الله يعطيك العافية اسمه. انا انسان عسكري والله والله الحوثي ان اطلق اكثر من الف ويتين صاروخ. بس كلها اسقطت كلها اسقطت. ولا كان في ضحايا. بس اسقطت. لما يقول لك زي هذا نجم هذا طابور خامس. والله. تم احراق النفط. يا اسم يا عزيز. تم احراق النفط. لا 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 لا. نجم عميل. نجم عميل. ما في مشكلة يا اخي. نجم هذا نجم عميل سلسل. حرق السعودية. احنا 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 هالمكة سنقف مع اخوانها اليمن ضد المختل السعودي. الكيان السعودي. والله من تبكة وريني اسمه. والله. والله ضد المكة سنقف. والله. اخي من الغريب. من الغريب. يا شباب يا شباب يا شباب يا ده وده. والله. احنا الامن. احنا ما لا مصر. اي اخوان? اي اخوان? ما لا مصر اهل سعود. اما اهل اليمن مهروفين. اهل الارب. والله ما عندك الله يطلبنا الان السعودي محمد سلمان الان يطلبنا نقاتل معه وعليه احتلال والله لا نقاتل معه. لانهم عرب مسلمين واحنا مسلمين. طيب طلع 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 ايه ابو نعطيك اقامة ولا تزعل. بس ازمع اسمع. يا ابن اليمن. يا ابن عطوي قام عطوي قامة. لكن اسمع حبيبي. والله انا المكة محتلة على يدلك. الكيانة دقيقة. احنا العرب نقف ضد الكيانة السعودي. ليش? ليش? انت خصوة. ليش? ليش? يا ابن الحرار. عبر عبر الان عبر رأيك بس في شارع السعودي. اجحيش الله الله. يعني بحطوناك في الشميسي. يعني بحطوناك في الشميسي. عشان الاقامة في الشميسي. هنا مكانك هناك. يا عزيزي. يا ابن يمن هذا ما يمثل السعودية. هذا نجم. هذا محتلة عقلية. سر سيء ليسعودي. يا قلبي اسمعني يا نجم انا خلني اقول لك الما يا قلبي. انت انت يمني انت يمني شريف يا اكتوبر. ما الكلام مهو يمني. اسمعني اسمعني ما استقبلوا يمني يا بورود. يا اهدا هداهم. اسمعني 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 يا شباب سمعني اسمعني 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 اسمع يا اسمع يا اباح رسمع. اسمع يا اباح رسمع. اذا النظام السعودي بي انظر انه بيجي ساعد اليمن ويقتل مننا ثلاثمائة الثلاث واثنى عشر الف طفل اثنى عشر الف طفل هذا من اسر يعني اثنى عشر الف اسرة قتل اطفالهم قتل يعني قطعهم بالطائرات وتبغى من ان الان انك تحاول تلمع لي السعودية والنظام السعودي وانا داري ان هذا النظام السعودي تابع لتابع امريكا يعني ما اقولها عبد للإسرaryل والإسرائيلي عبد للأمريكي لن يعلم عندنا كيمنيים والله ان احنا كيمنيين كيمنيين ان كل بيت دصف ان ابن سلمان سيحتاج يدفع حق بناه هذا البيت وكل مدرسة قصفها انه سيحتاج يدفاع حق بناء هذا المدرسة وكل مستشفاء هدمها انه يحتاج يطفح قيمة ابناها والله ان ابن سلمان بايض معها راغما غير راضي اسمعني مرغوما غير راضي بايض معها تعجبني تعجبني وتأكد ان ابن سلمان يعلم علم اليقين اسمعني اسمعني تأكد ان ابن سلمان يعلم علم اليقين انه حزم وان اليخت حقه الصواريخ الفاقصوتية قادرة تخليها اليخت يسبح مع القروش تحتف مع السمك والله ان ابن سلمان يدرك هذا الاشياء ولا اتفاقي انا اتفاقي انا اتجاز يحارب ويقتل ما احقق فيها شيء مستحيل يحقق اي شيء في هذا السنوعة انت اتفاقي انت اتفاقي انا القضائل الحجاز ستقف يدا مع اخواننا قحطان ضد المكتل السعوية قبائل القحطان وعدنان كلها يد واحدة ضد هذا الدخير علينا بس افتحوا الباب يا ابناء اليمن لا يهينكم هذا الذي يطلب على اليمنين اقامة والله كل ايمان يمني شريف من قبائل القحطان ما يرضى بني جيشة جيشة كل بنات ابن سعود كل جيشة بنات انت خسوا والله صدق لا تمت خسوا يا اخي خسوا كل مريض نفسي وانك خسوا والله انا كس اسود والله انا كس اسود والله انا كس اسود يا قلب الاسد الامل ما متأكد هذا العدو انه ما بايوصل للطريقة ان تهديم الامل ما بايوصل للحق انه يعلم لك محاضرة منطقة اسكرية ويعمل على تاجيل احلها تاكد ان هذا الامل اشرة اسمك اسمه 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 عزيزي اسمه عزيزي لما يحط لك حتى يتكلم عن اليمن بكلمة انه نقطع يده قطع لا 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 خلاص لا احنا نشحب فلوس الفلوس معاك فلوس روح غيرها في عدل روح غيرها في عدل فعك شبوعي يا قلب الاسد الفلوس ما تصنع رجال الفلوس ما تصنع رجال الاسدوني اشترى سيدانين ستين الف مقاتل على الحدود والله ما نفعله الحوش. لأنه داري معه كف. الحوش. يا ناس عيال عمنا. يا قاربنا قتلوا على الحدود بلا بلا وجه حق. ابن محمد بن سلمان. اخذ ابنانا وقتلهم على الجنوب. ايش يستفدنا من هذه الحرب? الحرب عشان كربي بن سلمان. ان شاء الله. الله الاساكر يموتوك اليوم. ويعمل الحفلات والمراقص. الآن الطيارين. الطيارين تبطى منهم. عيبة الطيارين طيارين. نظر الطيارين من وطننا. من وطننا. المفروض نفجي طيارين. محمد بن سلمان يتبرون منهم. طيارين نكتم عليهم. يا قلب الأسد. يا قلب الأسد. اسمعني اسمعني من من يبيع اليمن بريالة سعودي لا تأكد لا تصدق انه شريف. هذي بتقولوا يباني كيف مع الشرفاء. اذا باع لك بلد بريالة سعودي بتأكد انه ما هو شريف ولا هو يمني ولا يمثل لديها. لا والله لا والله يباعوها بريالة وانتداء انتداء الان قبل قليل بتقول بتقول بان اسحب الزلط حقنا يعني انك بقى تسحب الامداد عليهم بقى جوعهم لانك داري انهم مرتزقان انهم قليل ينشرف ذباعهم منهم البلاد والله انهم اكسب بالله ان نلقتل اليوم السيير بالله والله العظيم ايش ذنب اخواننا اقتلوا الحدود اقتل عشان واحد سعودي اقتل الناس عشان واحد سعودي اره اقتل اخويا يا نجم هو يا اخي الشباب صغار ما يستاهلون ينقتلون باي سبب ينقتلون عشان قضية محمد بن سلمان الكلب هذا الخنيط والله انا بقاتل مع اخواننا اليمنيين بطرد هذه الشردماء محمد سلمان يا قلب الاسد يا قلب الاسد من تسميهم شردماء هم اشرف وماشرف من موجود في اليمن اسمع يا قلب الاسد من تسميهم شردماء هم اشرف من جزيرة الحرب اسمعني 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 من يسميهم شردماء هم اطهر واشرف من يوجدوا على هذا القشرى الارضية يعني تخيل ان موقفهم اليوم يواجه العالم من اجل فلسطين من اجل فلسطين التي لا يوجد انسان ان يصدح تصريح واحد فقط مع ابناء غزة ان شاء الله اتحرر مكة قبل فلسطين والله واقفين مع ابناء غزة ان شاء الله مكة تحرر قبل فلسطين ان شاء الله والله ان احنا بنقاتل امريكا يا ابناء العروبة نحن في مكة نناشد الله ثم نناشدكم ان تنقذونا من الاحتلال السعودي ان اللي بنبع فينا رقص ابناء هذا خصوة هذا هذا نجم هذا سعب الارضي فسادة والله العظيم اني نقولها انكم صادقين والله ايه ايه اجبرونا على الدعارة اجبرونا على الدعارة نحن شرفاء نحن شرفاء اجبرونا على الدعارة سمع لنا دين السعودي دخلوا علينا الدين السعودي واذهبوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم اعترف فيها السفير السعودي قال لنا نحن نحن قبيلة ليس لنا علاقة في الدين اعترف فيها هم ماقي جادرون عليش هذا ديننا تكفون يا اهل الامة دين من الاشلاف دخلوا بدين السعودي نريد هذا المحتل السعودي ان يرجع وين من وين جاء المحتل السعودي من البصرة من ايران يرجع الى مكانه نحن بلاد لا نقبل بالسعوديين نهيين اهل الحجاز قبائل الابية نطالب باخواننا في اهل اليمن يحررون من هذا المحتل هذه امانة في اعناقهم انتم انصار الله وجنوده انت خليتوا عنا نحن في هذه البلاد والله خذلتمونا نحن نعم ضعفين والله اقسم بالله نناشد بالله ثم بكم لانه يشد بكم الظهور اما نحن فقد صرنا ضعفاء لا حيلة لنا ولا قوة لشان حالنا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم صلت على محمد بن سلمان وجنده وطرد هذا المحتمل خلاص الولي موجود والنصير موجود الولي السيد والنصير انصار الله والله نسترشل فيكم كلكم كلكم يا هزامك والله ننف السعودية يعني في نجد والعجاز في نجد والعجاز شرفاء واحرار كثير وامان الله عندما نسمع ناس ان تقدوا هذا يا بن سلمان هذا الطاق يا المجرب وقال بالاسد جالس يلمع لك يا اخي هذا يقير لك الدين جالك بمراقص قتل لك ثلاثمائة الف اثنى عشر الف ادمي ورجع يمكنك هؤلاء كفار هؤلاء عروبين هؤلاء مجوز يا اغي اجدقل امك عندي في اليمن تجيب تللي ثلاثمائة الف ورجع تمكنني انا غلطة هذا مجوز كذا مدري ايش هذا وسجن كل علماء الدين كل علماء الدين سجنهم ابن الكرم ايوا ايوا هو يجي يقول لك انه جاي حررهم للاسلام يا انا الاسلام هو دمر الاسلام داخل السعودية سجن العلماء سجن العلماء وابقى السلفية الكذابة لا سلفية اصطنع عهو ما دام هذا الطاقية موجود فتأكدوا ان الخليج ينحدر الى الى الهلاك وانه بيدمر السعودية بسبب هذا الطيشان حق الشباب يعني طاهي ايش داشر ما وداري ايش اعمل لعب لك شوية لعبة اثاري وقال اصير احتل اليمن اصير احتل لمدرييش انت سمعت ايش قال للبنت هالبنت قل لك دامنا وهو يقول نراقب نراقب ولا نتدخل ولن يجرؤ ان يتدخل والمستقبل المستقبل غير الماضي تأكدوا ان انصار الله جاينكم باسلحة وبقوة ماشي موجود وتأكدوا ان هناك جيل تربى على هذا الجمع ياخي بذلوا ذلك البادي تأكدوا ان هذا الجيل ان الانصار ضبوا جيل ضبوا جيل اقوى اقوى مما تخيروا والله انه يحمل ثقافة دي با تطيح ان شاء الله بهذا النظام الفاسد الطاغي وتأكد ان اي يد تمتد لابن سلمان ان شاء الله نقطعها واي شريف واي مرتزق يبيع منه بلده تتأكدوا انه دانق نفس ما ابن سلمان دانق وتأكدوا ان هذا الخبيثة دي باع منك بلده ما با ينصرك ولا بايحقق لك هدف ولا بايحقق لك نصر ما ينتصر الا صاحب الارض الارض وذي جالس يقاتل على الارض وبين قاتل ابن سلمان والله يقاتل على الارض صدق لو تفتحون الحدود بس لو تفتحون لو تسقطون بس لين عسير والله ليتحركون ابطال نجد وليتحركون ابطال حجاز من الداخل بس انتوا افتحوا الباب لانك تدري هذي حكومة نظامية اذا سقط جزء منها سقط الجزء كله هرامية هي هرامية نظامية متهالكة انا اجزم لك اذا سقطت عسير والله ليتحركون اخواننا في نجد وتحركون اخواننا في القبائل الحجاز وليتحركون قبائل القحطان اللي في الجنوب كلها قبائل قحطانية اصلا ما رح يبيعون عيال عمهم على اساس عيون ابن سلمان مستحيل واحد يبيعره ودينه وهذا على اساس واحد اجارك الله دخيل على هذا البلد المفروض من سعود هو لنعطيه اقامة ويجيب كثير من جزيرة العرب هو اذا دخل مهرد يجيب كثير ما هو نحن نحن يعاملنا ان شاء الله ان النصر قادم وابناء نجد والحجاز ان شاء الله با يطوروا ضد هذا النظام الطاقية ضد هذا المجرم ضد هذا الطاق الشدي يجالس يلعب لك ببلد بالكامل ويسميها باسم اسرته وسعوديين يطلق عليهم يا اخي انت 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 خلقتهم انت استعبدتهم وقد خلقت خلقهم الله احرار جيد استعبد لك شعب بالكامل سميهم باسم اسرة يا اخي نجد والحجاز هذي من قبل ما يجي انت وقبل ما يجي جدك جاي يسميها ويحلم لك يجي يطلع لك اليمن والله ان الربوع سقطت اعتقد يومين او ثلاثة وما بالك وجالك بستين الف جندي سوداني يقاتلوا على الحدود يعني يكملوا المرتزقات يجالس يدفع لهم واستورد لك من السودان ستين الف وموجود المقاطع في اليوتيوب معارك المعارك موجودة في الحدود كلها مع سودانيين رجابهم يقاتلوا له لا هذا سودانيين هو دارين وما بايصمد ولا يوم واحد لكن ان شاء الله المستقبل قريب والتطوير متقدم والثقافة تعبئة في كل الاتجاهات لان هذا عدو يا اما يريد ان يبيدك ولا تبيده وما معنى الخيار كيمنين لان احنا نبيده مستحيل ان احنا بنسلم لها ارض مستحيل انه بايحتل لنا والله لو ما بقي غجال لو تقاتلكم الحيار وصلى الله وسلم وضحياتي لكم دقيقة حتى في الاتاري منبطح حتى في الاتاري راقب من بعيد هذا يشارب شيء ولا شيء ها في الاتاري منبطح في حد منبطح في الاتاري اعمل جوائز ستين مليار دولار لجوائز اللعبات هذه جيمين جيمين الآب الالكترونية جيمين كأس العالم الآب الالكترونية الآب كأس العالم في الجيمين قل باسد وش قصدك التك تك هلين شاهد شوف اندهيات حقته كأس العالم من العب الالكترونية ستين مليون دولار جيمين 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 الآب الالكترونية الآب الالكترونية اللي فوق الصورة كأس العالم الالكترونيات نضغط عليه شوف ستين مليون دولار هذي كلها اموال الشاب شرقها ابن الكلب جيمين 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 كأس الجيمين جيمين يوجد جيمين انせて هجل جيمينين ماذاwives ماذا ماذاいました؟ لا ماذا ذوي شكرا شكر السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام هل تحب الجيمين او لا تحب الجيمين الجيمين دائما لازم صح ستين مليون دولار كامل بكسر الشيء من كده مين جيمين جيمين مارس ملوم مرح certain مقاطع تبقى مرحب الجيمين غيمين خفصين مليون للاد غيمين انه مرحب غيمين استخداد العيد العيد حق الرطحة، ما حد عيد ما حد خذ وضحية أولى شي العيد ابو مطر ابو مطر ابو مطر انت انسان عسكري لا تأذي نفسك لا تأذي نفسك نعسلك 1500 حاج تم قتلهم في الحج السكاتي يا شيخ عبارك احترموا المسلمين احترموا دمانا تلومونا اذا استعنا بيران عليكم ايش افعالكم اقبح من يا رب مليون مرة تخوفونا بيران انتم جرائمكم في حقنا حق قبال الحجاز تم قتل ابادة نصفكم على يد الكيان السعودي يا ناس عيب عليكم يا ناس عيب عليكم تلومونا استغذنا انتم استغذتوا بالامريكان ولجأتوا الى امريكان ما دنبنا الان كل انا في السجون كل تقريبا نصف الشعه في السجون عيب عليكم يا سعودي يا غريب خلك اديب انت غريب خلك اديب يا سعودي يا تل بلدنا. وما ترحب. يا ايكي. يا ايكي. اسمعني. ان شاء الله يكون يمنيين. ان شاء الله يكون يمنيين. يا ايكي اسمعني. انا سألتني طيبا انا والله اني اني على انا على يقين انهم سيدخلون حدود قريبة. ويندم محمد شوها. يند محمد بن سلمان ان ارخى اذانيه الامريكان ضغطوا عليه عشان يدخل في حر. وكانت وكانت تنكبت احت. الحلاء خلهم ينفعونا. يا رجال يا رجال. هم دخلوا دخلوا الربيعة. رجال كنت دخلوا الربيعة. محد محددهم. ربق يا قلب المكوه. يا رجال الله يرحموا بك. زارت يا قلب المكوه. اي اي خشوة اي خشوة اي خدود ابن سعود. بعد الله سبحانه. يا اي كي اي كي. انت سألتني قبل شوية عن الفلوس. ايوة? الفلوس طال عمرك السعودية الله ييميدها ويطول اعمار حكامها. الحوثي طال عمره قاعد يشتري الناس بفلوس. قرروا طال عمرك يلغون الفلوس هذه اللي عنده. جاءت الحكومة في عدن قالوا عنده فلوس يسلمها البنك المركزي في عدن واي بعطوهم مهل اسبوعين. بعدها ما عاد يصير للفلوس اللي عنده اي قيمة. يعني يصير ورق توليت الفلوس اللي عندهم. فعشان كده نجنوا. انخبلوا. وعشان كده قاعد يهدك. برضه برضه انت دقيقة انت انت ليش تفرض عليه فلوس فيها طبعة ابن سعود. لا 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 تفرض علينا فلوسك. لا لا لا. الكيام. لا. لا. شوف ترحرك هذا اللي املتوا بفلوس قبر ياثور على قردك. ما لا لا. وما تجي عكسية انشاء الله عليك. والله 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 تجي عكسية واذكر. ما لا لا. واننا فلوس السعودي راح تداص. ما انا راح نلجع الى استخدام الذهب والفضة والعملات الاخرى مقابل انه يطحها الريال السعودي وتقعد انت هي السعودي شحة. هل نعلمين اخرط احنا اش حادة. اش حادة خليها. ما انا علاقة ما انا علاقة. يا رجال احنا احنا الان في حالة فكر. فلوس يمنية. احنا حالة. فلوس يمنية يا اخي تسمع انت من اين تسمع. فلوس يمنية البنك المركزي اللي في عدن بيصدر فلوس جديد. باي يمن عندها فلوس قديمة يجي يستخدم الفلوس الجديدة. اعطوهم بعدها خلاص. الحوالات منعتها السعودية لان الفلوس اللي يباع الان النفط اليمني اللي يباع من مأرب. يدخل عن طريق البنك الاهلي التجاري السعودي للحكومة اليمنية. فالان الحوالات هذا تورط. ايش بيسوي? لعد ما قدر يدفع فلوس. اصلا الفلوس كلها مضحوك على اليمنيين كلها المرتزقة حقينهم. كلها للقادة. خش يا اخي على اليمن شوفوا المعاناة اللي هم فيها. قاعدين يسبوهم الحوالات هذا. ما اللي يطلعون لك هذولا شيرذمة في القنوات ما الشعبي بيقلب عليه. الشعب اليمني بيقلب عليهم. العمالقة ترى بيخشون عنها قريبا. انت حس بالدنيا انها رايحة. حقين زمان لول? عمالقة لا يا رجال حقين حزب الاصلاح. متجهزين يدربوا لهم ثمان سنوات. حقين ولد عبدالله صالح. طارق عفاش. هم بس يبغون اصلا مهود الحين في الرمق الاخير. هو قاعد يفرفر. فلوس ما عد فيه. دخيرة ما عد فيه استنزفو. فعشان كده هو قاعد يصيح ويهايط ولا ما يقدر. يا رجال استنزفو والضرب فينا والنهاق عندنا. يا ابن حانا هننا راحين فيه. هننا ذبح. عيالنا ذبح. ارحامنا ذبح. عيال عمنا كلهم مذبوحين. وانت هننا وان فتوانا نقلب انك المركز. موتونا يا رجال جزارو انا اشجاع السعودي. يا العمنا من يدفع ديتهم الان. انت تدفحها. اللي ماتوا انا من اقاربي بس ستة سبعة تم تغطيتهم. لا احسن ما فيه صراحة عشان ما نضربكم. كتبته شارع واحد شارع من الشورع كتبته بس كتبته شهيد الوطن. افلا افلا افلا. ايش استفادت شهيد الوطن? قررتوا فيه خدعتوا مسكيل واخدتوا من عندهم وضحكتوا عليه بتعطيك مليون ريال. يا اخي عيب عيب. وين المليون? حتى مليونهم معطا. والله مليون. والله والله. يا اخي ذبحت عياننا ذبحت عياننا. ريحونا يا اخي جبوكم من باقيستان من الهنود. انتم تحبونا الهنود. جبوكم جيش من الهند. اما انا اخذوا عيال عمنا. وتحطوهم على عيال عمهم القحطان. يا اخي عيب. وكلهم قبال القحطانية. هذا شهيد. هذا شهيد. هذا اسمه. شهيد. على 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 مؤخرة محمد بن سلمان شهيد. شاسا محمد بن سلمان وينطق شهيد شهيد اليمان انا. شهيد اليمان. يا رجال قبال القحطاني. عسير. عسير. وشمران. وقحطان. وبين الشهد. وغامض. وزهران. وشمراني. كلهم قبال القحطانية. تاخذونهم يكترون قبال القحطانية؟ المفروض نجي نشتمع. نحن يقبال القحطان وندقو كنت يا السعودي. انت السعودي حضراتك تحرش بيننا. شو نتدخلك انت يا السعودي. دخيل عندنا. خلاص يرحل. ارحل يا سعودي. اتش يريد. اسقاط النظام. انو ما انت فوق فوق. اسمه يا حبيب. اسمه والله. اسمه والله للحرب هذي. يكون الحشد عندك في ابيعها. انت ما تدري عن على راسك فينهم. ده الحش ده حش انتو محش انتو م الحش انتو م الحشو للحشت والحشت ونتو شرفو بينك البلد ل الحشت؟ يحتلوا لي us عرة آش تزلو كان تزلوه بس للزميع one ANYaber والله والله حلو حلو ستحت والله لو ما ذبحن ب Yeah, It seems to be قال الحشد يذبحون فينا قال الحشد يجزرون فينا احتلوا مكة قالوا إيران. ذبحوا قبائل الحجاز قالوا إيران. سجنتوا حتى القصيم. حتى أهل القصيم. حتى أهل القصيم. طلعوا فيهم قالوا فكوا العاني. سجنتهم كلهم. نساء. ما احترمتوا نساء القصيم. نساء نساء. سجنتموه. طالعوا قالوا فكوا العاني. الآن الآن هل القصيم سيتجهون بدعوة رسمية وفتاة ضدكم الآن. كل الناس صارت حاقدة عليكم. يا أخي يطلع خلاص. يا وجه يستح يا سعودي يستح يطلع. يا إذا ما وخرت الصورة هذه. ما عدت لخش بذوت هذه. الصورة هذه إذا ما وخرتها بنطلع عمل بثك هذا. رجائل خاص. توخر الصورة هذه لأنك قاعد تثير فتنة وعليك إثم. هذا القائد قاعد تحط صور وكلمة. فآخر انذار لك. إذا يانك تشيل الصور هذه. يا ما عدت لخش هذا بث. استراتيجي ينفعك. السكراء. اللوطي. خل اللوطي ينفعك. يا 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 عزيزي يا عزيزي. أنت جالس الدافع عن واحد مجرم. نصيحة. لا ندفع عن مجرمين. هضل يسفع. قتل. مجرمين. وسرعوني. مرحبا. اللوطي يعمل بهذا المنزل. الضعطة. اللوطي يعمل بهذا المنزل. العينزي يعمل بهذا المنزل. يقول البثير فتنة حلل أبي نرجح بلعان أبوه و أبوه وأبو حذا المعنى الخليط هل يجعل المزز؟ تعلي بلوك؟ و أبوه، كله معي الكلف، الخليط قال ننفير بعد فتنة حين اليوم ألي الله فعل أبي العب أبي، الله فاته أبوه المزز، أبوه المزز أبوه المزز هل هل تصور ديناك هبوه؟ اشتركوا في القناة 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 لما اعترض الالباني على فتوى ابنباز في جواز الاستعانة بالامريكا على طول اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاجل ضرب بعض التيارات خلونا نقول اللي موجودة كانت فيه اجزية عربية جابوهم على اساس يضربونه بعد ما انتهوا به ضربوا الالباني نفسه وابقوها على الان على هيئة كبار العلماء شي شي مكر مكر ليس بعده ليس بعده من بكر فعلا جابوا مقبل من هذه الواد وعطوه بالله يعطوه اسم اكبر من حجمه العالم في العالم الجرح والتعديد مقبل من هذه الواد الوادعي انسان ما لسانه قدر اللي يشغل المقاطع حقه تشوف يا فاشق يا هذا فاشق والله هذا فاشق بس هذا شغلته هذه لم ينفع الإسلام بذتوى واحدة ولم يقف في قضايا مسلمين بس كلها وورشلوه وين صنعوه وغلفوه وعطوه ابرة من جامعة ورشلوه لليمن حالي حالي الى متى تلعبون هذه الالعب الى متى وكذلك يعني ترى رئاسة اللي يسمونها الحرم المكي والمسجد النبوي ترى كان اسمها الحرم المكي الحرم النبوي الشريف تم تغييرها مثلا المدينة المنورة خيروها الى المدينة النبوية تعمدوا في تغييرها انا مدري ليش يشيل معنى هذه التغييرات الأسماء حذفوا بعض الأسماء في مثل التحواء المدنية قالوا هذا الأسماء لا تريق وفتحوا أسماء أنا أطرب من كل شخص يدخل في الحوال المدنية الآن وشوف الأسماء شوفوا أسماء الأبناء حذفوا أسماء رموزنا وقاداتنا وأدخلوا أسماء لا علاقة لنا بها طيب حرفوا بعض الكتب في زمن الدولة الأكيان الشعودي حرفوا بعض الكتب حتى بن بازل لما جاء في فتح الباري استدرك على الإمام الحافظ بن حجر يعني خرب هذا الكتاب بتعليقات ساذجة كلها صبها صبها في صالح السلطان واستحدث لنا مسألة جديدة اسمها طاعة السلطان المتغلب كذا هون هذه بداياته هذه بداياته فسحوا إلى هذا اللي اسمه ببكر الجزائري اللي عطوه كرشي في الحرم يفتي ثم بعد ذلك يمكن ما أعجبهم أشياء فعلوها الحرمين ليش أنا بعرف مكة والحرم المدني يا أخي المفروض أول أهله ليش تجيب لي ناس تعينه من من مستر معينهم تجي تعينه تفضل تفضل لكم بالميك يا أخي المستمر يا أخير لا تفضل لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترى يخذون اسمه يجب عليك ان تسجل اسمك وهويتك يعني بالله حتى الحرم المدني المفروض يدخل الانسان يكون آمن في بيت الله لازم ياخذ اسمه ومعلوماته وتشوفه معجبك ثم بعد ذلك اذا كان عليهم الطلب تقدمه الى شوف الى وين تجسس ترى الكلام مو كلامي اللي مو مصدق يذهب الى المسجد النبي ويقول انا اريد امكث بس ولا خلم يشوفونك يراكمونك يقول اريد امكث اكثر ما فهمتك تقول روح المسجد النبوي تقول اريد امكث اقول الذي يريد في المسجد النبوي ان يمكث اكثر من ثلاث ساعات يعني في المسجد نفسه يلزمه نظام ان يذهب الى البوابة لهم بوابة نسيت رقمك ويسجل اسمه فيها واذا اكتشفوا فيه انه يمكث اكثر من ثلاث ساعات واربع ساعات يضطرون يسحبون عليه ثباته ويودون الى البوابة ويسجلون معلوماته عرفت هذا النظام ترى موجود لا يوجد دنياج ما فهمت عليك ما فهمت عليك يمكث يمكث ماذا انا دخلت المسجد اريد اجلس ست ساعات ابغى اجلس اقرأ واذكر الله في المسجد النبوين جالس فقط ست ساعات ما يسمح بس الجلوس في المسجد لشيئين تصلي ثم تذهب او اعتكاف ولا اوقات ما عند ما في شيء هذا يمنح اي طرف اخر انا يجلس اكثر من الا لشيئين الا رجل يصلي ثم يذهب هذا وقت الصلاة يذهب على طول او شخص يمكث للاعتكاف اذا كان للاعتكاف لابد قبل ان يعتكف ممنوع لو تم القبض عليه وقال انا ما اعتكف يعرض للعقوب لابد ان يسجل اسمه في قائمة الاسماء خلي معروف يعني اي شخص يعرفه الشخ ارهاب ارهاب شيء عجيب طيان ليس بعد الطيان طيان ليس بعد القيان طيب خلينا مثلا نتكلم عن ايش انا في اشياء والله كانت في نقاط في رأسي كثيرة اللي ينذكر الآن يحاولون يقدمون فكر جديد ودين جديد الداخل هذا الدين السعودي هذا الذي دخل علينا هذا دين لا قيمة له لذلك هم حاولوا ان يدخلوا باسم الاسلام ثم ينحرف رويدة رويدة حتى تورون الى ما آل اليه للأشف والله يعني الفساد خطوات بن سعود استخدم المشائخ يخدرون الناس في خطوات طريقة التخدير انه بن سعود كان اول ما استخدم الاعلام الاعلام وتعرفون وسائل اعلام مثل المسلسلات وما شبه ذلك اللي تستخدمت قديما كانوا يستخدمونها في الفساد ولكن يعطون الشعب شيء من الدين الدين الذي ليس سياسي الدين الذي يعني روتين عادي ثم بدأوا يزودون في مفعول التضليلات والتخفيض من الاديان طيب هم دائما يجعلون ايران عدو ادو ادو ايران عدو وهمي لكن الحقيقة العدو الحقيقي الذي يداهم ارضنا ليست ايران ما رأينا ايران احتلت مكة ما رأينا ايران قتلتنا ما رأينا ايران ابادتنا ما رأينا ايران هجمت على اليمن ما رأينا ايران بدلت المناهج ما رأينا ايران فتحت دور الدعارة عندنا هذا كله ما هو ايران هؤلاء ايران وآل سعود طيب عندكم مثلا منهج التكفير منهج التكفير عند علماء السعودية استخدموه كأداف في قمع اهل الحق لذلك لا تظنون ان الذي عنده تكفير عنده حق لأن التكفير اللغة يستخدمها فرعون ويستخدمها موسى عليه السلام اللهم ان فرعون يستخدمها لدفع الباطل قال فرعون واني لا اظنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مثبورة شوف كلاهما كلاهما يتهم الآن يتهم الآخر لكن اتهام موسى في حق فرعون حق واتهام فرعون في حق موسى باطل هذا الذي يجري استخدموا التكفير في تكفير اهل التوحيد كما قال القائل وخصومنا قد كفرون بالذي هو غاية الايمان خصومنا قد كفرون بالذي هو غاية الايمان فطبعا هم لا يستطيعون يقولون تلك الحقبة في ذلك الزمن ما يستطيعون لا تكفرون لكن استخدموا التكفير كل من اه اعطيك على سيميثال وانا ما ودي والله اجرح على احساس لكن انجبرت اعطيكم على سيميثال قبيلة اعتين هنا ما في قيود ما في صقف عالي جدا للحقبة خضراتي طيب عندك قبيلة اعتين وقبيلة المطران الدويش وسلطان بمجاد شيخ العتبان هذولي ترى كانوا مع عبدالعزيز هذولي رايحظوا الفكرة تركوا شيء بدليل عندي كانوا مع عبدالعزيز وهم اللي ساند عبدالعزيز لكن عبدالعزيز قلب عليهم بعدين بماذا افتوا فيهم الوحابية لاحظوا انا ما اودي احد تجيب مشائخ الوحابية عشان لا اللي كانوا موجودين افتوا في قبيلة العتبان وكفرهم عندي الفتوى والسبب ما هو تخيلوا ما لقوا عليهم شيء لانهم اصلا من جيش كانوا من جيش عبدالعزيز السبب كالتالي انهم يذهبون الى الشريف ويتوى استغفالله والله عندي تمون اقراها لكم بالنص وافق الشاشة وتقرونها واعطيكم مصدر السبب في تكفيرهم لانهم والوا الشريف حسين اصبح الشريف عبدالحسين ناقض منه وعقض الاشلام يعني انا اقول لكم يستخدمون التكفير لتحطيم الخصم هو لما اراد ان يزيلهم هو ذكي عبدالعزيز طرح داهية خبيث خبيث مجرم هو يعرف كيف تأكل الكتف فلما اراد القضاء ويعرف ان الاخوان المسلمين قال انا كيف اصف فيهم طبعا ما اجيهم وقلوا انتم قال نجيهم بالتكفير نفسه عطوهم ناقض وركبوهم ونكبوهم ناقض وابيدوهم وفعلا ركبوهم ناقض وابادوهم بيدة واحدة لذلك ترى ظهر ظهر بعد ذلك بن جهيمان الاعتقبي ينتقم ترى في سلسلة من الانتقامات الاخوان وين هربوا يلا ترى انه ما ليه علاقة فشان وضح الاخوان هؤلاء اللي قتلهم عبدالعزيز اين هربوا بعد ما أبادهم طبعا بقيادة فيربي هو لساعده ساعده السفرات البريطانية هربوا في منطقة أسمها الصمان والدهنة يعرفونها للرياض وهي من مناطق من المناطق التي يعني صعبة العيش فيها عاشوا هناك طيلة الفترة حتى جاء محمد بن نائف وغسل شراعهم ودخل أبنائهم في مدارس العلمانية وأجبرهم على الانصراخ من الدين إلى وانتقل إلى دين السعودي لقالهم إلى الدين السعودي تمام؟ هؤلاء الأخوان العتمان لذلك العتمان حتى شيخ خملان شيخ خملان ما تم القطع عليه الصحبة 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 المباركة أو غير مباركة زي ما بعض يقولون يا رجل يا رجل يا رجل شيخ شيخ ترى العتمان يتوارثون الحقد قبال عتيبة تتوارث الحقد بس تتوارث الحقد ضد هذا الكيان أعطيك حتى لي يقول آخر شيخ عتيبة اللي قبض عليه تغريبا كم يعني قبل سبع سنوات تم القبض عليه يعني تكتيم بس أنا يعني ما لهم عتيبة أتبان اللي يشغلون مناصب كثيرة في العسكرية كان الأولى عليهم أنهم يتركون العسكرية وكان الأولى عليهم أنهم ينحازون إلى اليمن ضد هذا الكيان السعودي اللي قتلهم واستعبدهم كذلك المطران كذلك العجمان قبال العريقة يا رجل جزرها جزر هذا الخائن لكن العجمان لا تخاف عليهم العجمان وراهم ظهر ويعرفون يعتنزون بمن لكن القبال الوسطى كالمطران وكعتيبة ترى ليس لها الآن صراحة إلا أن تستعبد وتذل ذل لهم ذل ذل لهم ذل وكانت قبال يعني شديدة شديدة قوية منيعة صراحة لكن الآن وين اللي يعيش في البلد يعرف أين هم الآن مزجقوا كل ممزق فعليهم أن يدركوا أنفسهم هذا القبال لا تضيع هكذا عليهم أن يدركوا أنفسهم يا أخي ما هو عيب ما هو عيب يا قبال يا قبال عتيبة تحطون يدكم مع قحطان بطرد هذا المحتل فتحوا لكم مجال الآن فتحوا لكم ثغرة ما نسكت تسكت أنت ويسكت الثاني ويسكت الثالث إذا متى أنت راضي بالذل لكن أنا ما أتوقع أنهم راضين بالذل نعم في قبال في قبال العريقة قبال الجنوب المفروب ما تسكت قبال الجنوب يعني عيب عيب أن تتقول أنك من قبال قحطان يا أسمري يا أحمري يا عسيري عيب عليكم تخطون ابناء عمكم من قحطان بسبب واحد ترى ليست من الشيمة ولا من الكرامة طيب فهناك أشياء تلبسوا علينا فيها الأشياء التي تم التلبس عليها طبعا الخطط ما كنا نتوقعها ولا يمكن نتصورها في ذلك الزمن هي طريقة جميلة إذا رأت أن تفسد العرب جيب بيت دعارة حط لوحة اكتب فقط مستشفى مصحة وخلى المصحة دعارة الفساد أكثر ما دخل علينا من من اللي يسمونها بيوت الإغاثة الحاجيات يعني هو يجيك عند المستشفى يسميه مشفى مشفى لكن في الحقيقة يوم تدخل وما تدخل مشفى تدخل واحد دوكي كوكو ليش جعلوا الفساد عن طريق عن طريق جهازين اثنين التعليم والمستشفيات التعليم يفسدونه فيه فكريا بس هم ما يسمونه مقر الفساد التعليم ونصح وثقافة ويوينك ما تدرس ابنائك انتبهت ما تدرس ابنائك على الثقافة أما الفساد عن طريق الصحة يعني عشان تقدم لك إبرة إبرة هذه الإبرة ولا مغذية لازم تكشف نص نصف البضاعة إيش علاقة إيش علاقة الدعارة بس أنت بفكروا فيها يعني هي لو تستر لو فرق تستر يعني الإبرة ما تدخل المغذية هذه ما يمكن نستفيد منها إلا لا تكون كالشعة إيشعة تربط لبين هذا حتى ينزع هذه بدأت نزع الغيرة من 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 أنفس الشعب لكنها في أماكن أنت ما تستطيع حتى قد يقول قال ليش ما وضعوها في مكان آخر لا هم يعرفون أن الشعب كان وقته عاصي شعب لا يريد الفساد شعب حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق العصيان لكن قالوا نجعلها في بيوت أن نسميها مستفيات بحيث تجبر تجي وحدة مغذية وما أدريش ليه حتى يصير عندك ما أتكرر تقرر وكثرة المساس وكثرة المساس تميت تميت الإحساس ما فيه بني تيميم وبيني هاشم وعجمان فيهم الخير كلهم بس هل نذكر القبيلتين اللي كانوا عبد العزيز اللي كانوا معه لأنك أنت تشوف اللي قتلوا اللي قبال قتلت البقية وقفت أمام عبد العزيز فيه قبال وقفت معه في قبال ضده لا هو غرر بهم هو ضحك عليهم باسم التوحيد جاءكم سووا ربالة دقن ترى عبد العزيز شفت دقني حلقها اللي العظيم يا أخي عادي عادي يسوون أكشن أكشن فيلم هندي ترى لا تطالع إذا تفغت تشوف أفلام هندية تطالع فيها أهل سعود أفلام هندية مربي دقن عبد العزيز ترى شوف الصور القديم شوف الصور القديم دقن يا أشهر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يوم خلصت المهمة وتمت الشفقة وتمت تصفية الأخوان واحتلال بلد بدت تكسر الدقن مثل استيس تشمر من البرد وتشمل من الغسير وشوية تطرع سكسوك هذه حقيقة لا حسبني أحد التريقي لان يدخل على الصور وشوف قائرن بين الصور كلهم زي كده كلهم الدقن يعني فترة فترة مهمة ليش لو تسأل لماذا تم تربية الدقن حتى فيلبي 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 شوفوا صوره بدقن فيلبي مضافط يقول له عبدالعزيز سووا لك دقن لنخلص المهمة وبعدين نحلقها هذا ليه ما يستحون ما يستحون في تنفيذ جرائم ما يستحون هناك أشياء كثيرة صراحة ودنا نذكرها وهي متعلقة بتحسين صورة الغرب أنا ما ليش أنا بعرف أنت ليش مهتم بتحسين صورة الغرب ترى صورة الغرب كانت تمكروا عندنا أنت لماذا حرصت في تحسينها وتجميلها أمامنا حتى جعلنا نتمنى أن نكون مثلهم ونقل دائما يقول ترى لو تعيش في أوروبا تكره أوروبا لو تعيش في أوروبا تكرهها لكن لو تعيش عند السعودين تحب أوروبا لماذا؟ لأن السعودين يقنعونك عن طريق إعلامهم أنها دولة حضارية ودار حتى التصوير ما يصورون لك الأماكن الحلوة الأوروبيين أنفسهم هناك يصورون الأماكن الحلوة والواقحة في إعلامهم لكن إعلامنا ما يقصر إذا شاف السيئة عندهم يخبئوا من باب الأمانة طبعا وإذا شاف السيئة عند جماعتنا عند قبائلنا ما يرحم لا صغير ولا كبير المجازر التي اتكبها عبد العزيز المفروض يعني تصنف في ضمن ما سمون هذه هيئة المعاقبة أكثر نسبة تغطية للمجازر عندنا كم تم قتلهم يا أخي احسبوا ما في مدينة إلا هوهم كلامهم يسموها غزوة يلا خلونا نشوف كم غزوة الرياض كم قتلوا فيها الأحساء كم قتلوا فيها القصيم كم قتلوا فيها هذه كلها ترى الدرعية من جزوها كم قتلوا فيها الطائف كم قتلوا فيها الجنوب كم قتلوا فيها إلى مكة إلى المدينة يا رجل قتلوا أعداد ألوف مؤلفة تصل إلى أكبر مجرى ارتكبت على وجه التاريخ أكثر من من أخوانهم في صبر في مخيمات الفلسطينيين وهذه جزء من جرائمهم عاد ما يحتاجنك من طبعا زي ما قلت لك هم عندهم طريقة جديدة للسعودين إذا أرادوا أن يجرموك كيف يفعلون يعطونك حزب يلا أنا خليني أشوف هو يتكلم أكثر شيء في إيران لا لا خلاص فهو مو إيران إيراني يا إيراني يحزبونك ثم يقصونك انتبه للحركة هذه حركة السعودين خطيرة جدا حركة إبليس ما سواها أو ما وصلها لحد الآن هو الآن كيف يسقطك كيف يبعدك كيف يجرمك يدور لك مذهب يخترع لك مذهب يخترع لك دين ما عنده مشكلة ويلبس عليك ثم يدينك به يلبسك ثوبك ليس بثوبك ثم يدينك به أضف إلى ذلك هناك أثار تم هدمها تدرون مثلا فيه هناك مكان لمبركة ناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حينما قدم مهاجر إلى المدينة ومعروف المكان الذي نزلت فيه ناقة النبي في ألق القصوى حينما قال دعوها فإنها مأمورة هذا المكان تم إزارته هذا الأثر تزيله أحوله ولا خوة إلا الله وترى كان فيه أثر في مسجد القبلتين هذه بعض الأثر لدينا نذكرها إلى المسجد الأقصى أثر كانوا صلوا فيه إلى المسجدين وتم إزارتها ثلاثا بستان الصحابي سلمان سلمان كان له بستان كبير ويعرفونها للمدينة كلهم خصوصا خصوصا الأنصار الأوسو الأنصار اللي موجودين الأنصار هم الأوسو الخجر وبعض القبائل الأخرى التي اختلطت فيه كان هناك بستان للصحابي سلمان الفارسي رضي الله كانت هناك نخلة غرصة النبي وأنتم تعرفون في هي العين الزرقاء اللي قرب قباء قريبة من قباء وقريبة من بئر أريش معروف البيارة الأبار ترى ما تطمس الأبار الأبار نفسها طمسوها شيء شيء عجيب والله شيء يندل القلب أبو أيوب الأنصار كان له بيت الذي استضاف فيه النبي إذا تعرفون القصة أنه كان يبات فيه وكان النبي في الأعلى وهو في الأسفل لما أهدى إليه طعام فقال وكان فيه ثوم وبصر على أثر هذا الحديث هذا البيت كان موجود الأثر هذا تم ميزة هؤلاء الصحابة محبون الصحابة الصحابة نعرف متى إذا تبعون من قاتل إيران ددنون على الصحابة إذا جاءتكم إيران لكن أيها هناك مكتبة مكتبة كانت بجوار بيت أبي الأنصار فيها مليئ بالكتب الكتب هذه ترى للأسف تمت مصادرتهم أنتم لا تسألون بس نريد أن أسأل من قبل الدخول الكائنة الشعودي وين الكتب شكرا تشتري على ربنا الله يرجعك الله يرجعك بس بس الله يتكلا فيه لا أشتري لا أشتري الله يتكلا فيه شكرا شكرا لك شكرا يا حبيب شكرا يا أبو أنت ما تلقى تبيع وتشتري اللي عندنا هنا هلاص أقفل شكرا عفو يا أخي لا تضحق عن الناس أول شي يا أخي أنت لش تدلس وتكذب وتقول أننا في دولة قمعية وأنك أنت يا أخي إذا أنت مغلوب عن عمرك وعندك مشكلة مع الحكم وواحد تجرع عليك وصولك مشكلة عادي خبرنا نقدر نساعدك ترى يدي واصلة والله أني داري من يدك واصلة على المستوعفين أنتوا اللي معك ما صلتوها قتلتونا قال يدي واصلة نحن داري وراكم وضربوا بيدي من حديد اللي ضا يدهم في الحديد في الشعب صلتوها بيدي من حديد قد الشعب مضروب عشرين بيد من حديد وخشب وفلاذ تفسجون يا رجل لا تتقوى على المستضعفين الشعب ترى بينتفر الآن لو جيكم ويداهمونك من الجنوب وفكوا وقابوا الباب ما راح تمفعك اللي يدزونك يدزونك من ورا ما راح ينفعونك اللي يغذونك الآن يشبكونك في معركة ما راح ينفعونك أنت تورط نفسك أنت الآن سمعت الرجال اللي يبايعين الآن هذا الرجال يمني يبايع ويشتري في الشارع بالله وين الحص الواحد يبايعك ويشتري في الشارع وأجنب عندك في بلدك أول شيء لا تدلس النظام يمنع الأجنبي من البيع والشراء لا تكتك هذا الأجنبي قاعد يبيع ويشتري في الشارع أي يمني أه 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 خلاص أه 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 أشمعني يا أبويا أنا بصدك بس ما عندي مشكلة أمصدك بس أحلل للموضوع النظام الآن النظام يعطيني النظام يسمح للأجنبي أن يزاول المهن البيع والشراء دون أن يبحث عن عم نعم حول علاء نعم وعدني الماطلة النظامية في وزارة يا أخي أشفيك أنت حن حدثنا البيانات أنت باقي إليك على أثر الآن صرح باللي عندك وتعال وخذلك باستثمر في داخل السعودية حتى أنت داخل السعودية صرح بس صرح عشنة الشادق عشنة القوام المالية ودخل السوق يا أخي يشوف يا مخرج أنا والله رح خليك تتكلم بس إذا بتحترم العقود ما لدينا مشكلة إذا ما بتحترم والله بها خليك تتتتكلم الآن أنت تتتتتكلم الآن أنت تتتتتكلم تتتتتكلم يلا سوء البسيط سوء البسيط شوف يا أخوان شو السؤال وإيش هتعلون من يتتتت ما هو نظام ما هو نظام التستر أنا لو جبت يمني وشغلته وصاره هو ياخر هو صاحب الحساب انتهى زمان التسطر انتهى يا حبيبي زمان ذاك عصر قديم انتهى بعد فيه تسطر خلاص الحين التسطر هذه جريمة تعتبر خلاص تسجع فيها 15 سنة 20 سنة بعد فيه كل واحد الان مستثمر اجنبي عندك فلوس انك مال افصح وقش السوق افتح لك سجل تجاري بيقامة تكسبت لك كل شيء الدولة حتى سويت لك انقامات مميزة وانت باقي تغني له على التسطر وانت مواكب حضارة الدولة انت انت رجالة مسكينة عايش في العصر الحجري عندك قصيدة بس لا نظام ولا شيء اقول لك النظام النظام الان يمنع يمنع يا اخي يا عزيزي يا عزيزي نجيم والله النظام ما يمنع التجارة والمسامة ما يمنع حتى تملك العقار الان الاجمع يقدر تملك عقار ساعدية ده ما ما يقدر تملك الان ما شاء الله العقار ما تملك في السعودية اجانب ما انت ساعد ترجاوبني سكر سكر البرعان اللي عندك او شيء ضرح ضطفهم ودخلهم عندهمهم خلينامون بعدين اطلع مايكو وتكلم تكلم عنها انضمة وتكلم عن اللي تبغى بزرانك هذول اللي حين عايشين من خير السعودية ضلت عليهم ضل السعودية يدرسون بالمجان تعالى جوا بالمجان وانت هنا تنابح لي على المايك السعودية والسعودية تكلم اشتركوا في القناة يا ناس عجب يا عجب يا عجيب كيف القمر sociaux يا نظري خلاص خليني يمشي على جدي المنظم الرقم المكافحة المكافحة التستر هذا النظام معروف أي سعودي أي يجنبي يفتح محل ما هو باسم سعودي يعني صرنا لجانب مساكين يعني يفتح لمحل باسم سعودي يقوم السعودي يأكل حقوقه لا لا تكذب نظام مكافحة تستطر لو تكتبه فيه مخالفات هذا مخالف مخالف هذا فيه مخالفات أنت الآن تفتح أنت يا أبو يمان مثلا أنت يماني تروح عند واحد سعودي وتفتح باسمه هذا إنسان مخالف السعودي هذا ارتكب جديد سعودي الآن ولكن فيه نظام تصرح وتخش عايد السوق تخش السوق فيه المشكلة أيو أيو أنا عارف كل عايد عندك كل عايد ما فيه مشكلة كله عند البدل صابه النظام يقول لك كذا النظام الآن النظام عندك كذا النظام أصبح الآن يمكن أي أجنبية أجنب السعولية والله أنا مصدك والله أنا صدقتك هلص لا تصدق سعودي لا تصدق ولا تقراسك مخيطة بالقوة بالعنم أحد النظام أصبح عنك تصدق ولا كيف إن شاء الله لا تصدق تقراسك مخيط الله رح يشرب مويته أحد يرى عنك النظام هذا أصبح عنك يمشي بفوق طيب جنوب اليمن جنوب الجزيرة العربية ما كنت شبك جنوب الجزيرة جنوب الجزيرة اللي ليش تاخذون عليهم ليش تاخذ عليه كفير والسعودي إذا جاء في أرضنا ما ناخذ عليه كفير ليش ليش نوزن بميزانين السعودي عندنا في مكة ما ناخذ عليه كفير السعودي إذا جاء ما ناخذ عليه كفير لكن أخواننا في جنوب الجزيرة العربية ما ناخذ عليه كفير منهم جنوب الجزيرة منهم منهم جنوب الجزيرة منهم عندك اليمن من يبدأ من الطائف دولة 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 هذا اليمن كان دولة أسمع دولة أسمع دولة هتقول لي الجنوب الجزيرة طيب هي جنوب الجزيرة واش نقول فيه آس طيب عمرك كان اليماني الوحيد الذي يقدر يعمل في السعودية بدون القامة استعلم اذكر او ما تعلم؟ ثم وش حصل؟ انت ما تدري على التاريخ التنايم وانت حرماتهم وقلبتوا عليهم واخدتوا بيوتهم وطرتهم من اخدتوا بيوتهم وصادرتوا املاكهم وطرتهم الى اليمن عارفين؟ لا يا عزيز ما صار فيه ما بعد؟ اقول لك كان يشتغل بدون القامة في السعودية وانت قول طردناهم وانت احد طردك احد اخذ مالك انت انت انا نجم يا اخي تدري ان شميسي مليان ياخي بالله يتكرف الشميسي مليان يمنة اش دخلك الشميسي الشميسي اش دخلك الشميسي بسبب انت حتيقامت انت حتيقامت يا أخي بألك كذب يا منافق يا مدلس انتهت إقامة سجن سجن ستة شميع يأخذونا والله أنا كذبت كذبت؟ أسأل أي ماني حتى اليمن اللي معكم اللي معكم مشاركين معكم في حركة هزم اللي صارت أمن بإقامة حتى رجال كذب ومدلس أنا ما راح أنا أقشك لأنا كذوب أبقى حتى الكذب أحسن منك يا ابني يا أخي هي كلمة صدت لمك حتى وصلت على شيء كبير لا 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 كذبت إقامة معها إقامة ويمسكونها وإقامة منتهي يمسكونها وش يسوي؟ طيب إقامة منتهي شيء ماذا يفعلون به؟ والله ما يمسكها إقامة منتهي يقدر أصلا ينقل كفيلة إلى كفيلة إلى كفيلة يقدر تنقل بناشا الكفرة إحنا بندور يمن الآن في السعودين ونسألهم ماذا رأي؟ نجيب يمنه؟ هذا غش وكذاب وتدليس أنا أعرف إن الحقائق تولم أعرف إن شاء الله بإذن الله سننقل البنك المركزي من الرياضي إلى مكة نحن لسنا بحاجة البنك المركزي أنت حسستني إلا كنت أبلها المكة ذا حين وللت الرجل مرجى لهذه الدولة يا أبو ما يصير تحط البنك المركزي عندنا سرقة البنك المركزي أنت تأخذون أموال الحاج وتودونها البنك المركزي هي مكة لابد تدخل أممي تحويل البنوك كلها من الرياض إلى مكة أنت استغثت باللي يمني داح خلي يمني ينفع أنت استغثت به خلي ينفعك خلي غثائك له ينفعك خلي يغيثك الناس استغيث بالله عز وجل وأنت تستغيث بحسالة لأنت قعد تستغيل واحد تشرك فيه بالله من جد أنت واحد تعبان ما يسوشي نريد نريد الآن استغثت باللي استغثت فيه نريد الآن نقل البنك المركزي البنك المركزي لا يسرح أن يكون في الرياض إدارة الرياض فها شي له وحرامية سرقون أموال أموالنا نحن أموالنا نحن الحجاز وليست لعدة إذا كانك والله القيمة والقسيت كان الناس من أطلس أنت رجال من حي الله من طرف 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 حتى ما ما تنكي ما يلحق عرب سعودية هل يكون أنا الطرف ولا أنت تدري نصف القبائل نصف القبائل ما تدانيكم والله لو يحصل أي حركة لننقلوا بكلنا على بنسود خليه يطقق ويبقبق ما هو اللعب هذا اللعب الديل مع الغرب ما راح يمتع أسمع أشغل القبيل لا ينفع لا ينفع لا ينفع أقسم بالتالك أسمع لو تسوي كذا بليلك أقسم بالله لا ينهونك ويقوم دونك خمت بس اسكت ولا ينطلع لك صوت بس هنا هو فعلا بس ننفع في الجنوب يوم أعطوكم حقين نجران دقوكم المرة الأولى وهرب الأمير هذا نفع ويوم قبيلة يام انقلبت عليكم واستحلت بعض الحدود وصادرت البنوك اللي قبيلة يام صدروا الأموال وصادر الأموال وطلعوها اليمن ودي أصدق في الله والله ودي أصدق في الله ما زال حكم نجران تحت اليمن ولا تحت السعودية يعني تحت السعودية يا أخي نجران وين حكمه انتم انتزاع نجران ليس جنجران كلامك هذا كلام فاضي نجران غصب غصب من هنا تحت الحكم ما في غصب نجران قبائل عريقة انتمي يا أخي كل السعودية أي واحد يخش تضل السعودية فأنت تحت الحكم غصب من هنا يكون في معلومك أكثر ما بو كيف يكون يا أخي أنا نجران بتدري انها قبائل تفكرك كيفك ولا تفكر انك كذا ما في ما في حكم طال عمرك ما كان يطبق عليهم طال عمرك القتل يلجون القضاء السعودي ومحاكمه السعودية ويحملون هوية السعودية ما كان يلجون يا رجل ما بيتكلم بالعقل يا رجل راصب الموضوع أي شبر داخل السعودية أي شبر انت داخل السعودية فأنت تحت الحكم يلا إذا انت صادق مجراني وعندك حكم غير حكمنا روح سوي لك أي جريم وشوف كيف يطبق عليك لا لا هناك عادي لا الحكم اليمنى بكل واحد بسلاح هناك انت وين عايش بكل واحد بسلاحة بس احنا احنا المستضعفين بس المنطقة الوسطى ونجد والغربية صراحة اللي لا بد نتحرر لا بد نتحرر لا بد نتحرر لازم التعذب يا أخوانا لأهل الجروب تحرروا يا أخو روح روح بالله ايش معهم شوي وشوف كيف يعلموك التحرر يعلموك الرجالة ويعلموك كيف تتخاطب كيف تحتمي دولتك وكيف كذا فعلا فعلا لو رح تعلم فعلا لو رح لأخوانا في اليمن تعلم الرجولة كلامك صحيح ولو بقينا معكم نتعلم الأنوثة خاصص على الحدود حنا أسمع حنا في الشعب أنا شعب طيب شعب مو سبع حتفات ولا تبع شغب ولا غوغاي ولا يعني مو زي الشعوب الأخرى في بعض الشعوب في بعض الشعوب يعني زي مثلا عندك شعب العراق شعب متمرد عندك الشعب المصري شعب نمرود سعودية ما شاء الله أخلاق وقيم حتى الواحد يقول لك هذا السعودي كلهني يفتخربه حتى ما بره يترك بره أول ما تقول أنا سعودي والله العظيم يقومونك ويقومونك دام ويقدمونك يا أخي تكفى تكفى الله رحمه الله حافظ حنا نحافظ على كرامتنا الله رحمه الله إلا كرامتي ما أني رايح وقال أنا سعودي تكفى أروح أقول سعودي أعود بالله يا أخي لا والله أذبح نفسي ولا أقول هذا الكلام والله أذبح نفسي ولا أقول هذا الكلام أسمع ولا رحمك أني أقول سعودي ما شاء الله يقدروا أعوذ بالله يا أخي يا أخي أنا أنصحك إلا تكفى لا تلعف الأنساء تكفى نسك حافظ عليه أنا أطلب منك أنا أطلقك إذا تعزني سؤالي لك أنت الآن يا نجم أنت كيف حين عندك مرض نفسي كذا مع الدولة ولا أي شيء في بعض النخرى عندهم مرض مسكين يعني هتشاهدنا برض نفسي يا هيا بالمرض نفسي هو إحنا الدولتنا ما خلت أحد مريض نفسيا كلها سعودي يا بشي مضروبي شوف سعودي شوف ما في سعودي بلحوس عقلك والله ما في الله أنت يا رجل بلحوس عقلك وهمتك هالدولة هذه تقوم وتصبح عليها وتنام وتصبح عليها يا رجال والله الشعب السعودي كويس 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 أنا خاك يقول عندكم فصام ممكن بكرة تجيني نوع ثاني والله المنطقة الثانية أهل مكة أهل مكة فيهم ويخطيهم شوف شوف مدام أني عايش في السعودية توقع تحصل عندي الحالات النفسية والأمراضة الاجتماعية والاكتئاب وكل أنه أي مرض جديد سيحصل في السعودية يودي إحنا تحت عدوة إحنا في ظل دولة جابتنا الهلاويس دولة مفتحمة مجرمة الله تبارك الله الحمد لله إحنا في دولة عادلة الحمد للشكر ما تلقى سعودي شوف أتحد ذلك تلقى سعودي اللي تلقاه خيط بزرق وحمر ما عاد يدري ما عاد يدري ما عاد يدري جابوا له مصيبة فيها العائلة جابوا له حرضوا العائلة أنت حرمتك اللي جنبك هاي مدي تتكلم لو تروح للمحكمة جرجرتك جرجرة ادفع النفقة وادفعه وأنت المطية جرجرتك لا 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 هذا مو عندنا يا حبيب هذا هذا الكلام مو عندنا يا مدير اوكي هاي خلني ألقاه بكرة بالمحكمة خلت تجيني أنا محامي ترى خلت تجيني أعطيها أعطيها قضية خلت تنسي قضية هاي تلحق الرجال أسمع أسمع هاي تلحق الرجال ذاك الرجال ذاك تلحق صاحب الباشق ماذا يسمع قال أنا محامي وأنا كذا 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 واخر شي لا أطلع محامي ولا شي وغير المسكين يتمنى يتمنى من مرضه النفسي يتمنى أن يكون محامي عندها هواوسيس نصيحة خلاص أنا أنا نصحك تطيع المرأة اللي عندك لا تروح للمحكمة تم يجرونك أنت ورويتك تم تقعد خلت في الشرع معي تخيق أزرق أنا وأنت ما في مشكلة على الرصيف تلاقينا بالمسبحة وصروها لأبو سنة حالتنا حالة خل الحرمة سلم على رجلها ولا تروح للمحكمة نصيحة ولها لا تدق على أنت بالدق أنت بحرماتك تهينك والله تهينك لو خلها تطلع مع واحد تطلع مع اثنين هذا ما يخصك أنت بحنا في دولة محترمة المرأة يحق لها أن تخرج مع صاحبي أنتك ممانعة أنت في دولة متطورة وأنت عاد بقدنك سعودي وأكيد ما رحت تمانع أنك أمر شكي بكي ما تفرق معك بس ما أدري عاد كيف تتكلم ما أدري وين علموك الله يقرأ لي علمك العربية لو خلوك على أصلك فضحتونه تعلمت العربية والله شغارين تل أبيب فاتحين جامعات إسلامية والله في تل أبيب ترى أخوان صدق يعلمونهم العربية والشبهات بس أنا فكهم في التكتوك ما أدري كيف علموهم العربية ليتهم ليتنا ما عرفناهم كلم زي زي لكن يهودي بس الله من التصنيف الصنف نوع يهودي الماركة صهيوني الموديل سعودي دوت كام شي شي خيالي شي خيالي من هذا والله العظيم إني أستحي أقول أنا سعودي المهم المهم هنا إيران جايتكم يلا روحوا روحوا بركوا لهناك الشعب ترى يقف سيقف مع الخمنة عينه لا تفكر يا محمد بن سلمان شعبك ما هو واقف معك لا تراهن على شعبك راهن على ثلوسك بس شعبك لن يقف معك والله لو تتحرك إيران ولا يدخل لك الحزب الله ولا دخلك أي الحشد إننا كلنا سنتخلى عنك خذها من أخرتها دبرها دبارة دبرها دبارة لن ندافع عن مؤخراتكم خلاص ترامب موجود سيدافع عن مؤخراتكم هو قال أما نحن الشعب خلاص 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 فهمنا اللعبة فهمنا اللعبة تروح ترسل ترك كرت تهنية لإيران لن ينبعك سيعاملونك معاملة القطة وستنتهي دولتكم عن قريب الآن تدخل الآن الزوج تدخل في الصدام مع اليمن يا أخي بعقلك أهل الثماني سنين ما قدرنا على اليمن الآن ستروح تدخل حرب مع اليمن تبقى تهلك أبنانا تبتلك عياننا والله أن العيال العبوب جي في عنا حينما يقول أنت ما تفكر أننا مللنا من الحرب الظالمة الشعب صار مهلوس عساكرنا صار مجاني هذا ما هو داري ما هو داري أن الثقنات العسكرية مليانة حالات نفسية ما يدري أنهم كل يوم شائرين مجموعة ومودينهم المستشفيات النفسية ما ندري أن كلهم يضربون أبر ويأكلون حبوب منومة ما يعرف هذا ما يعرف أنهم تصرف لهم حفايض هذا الرجل ونعيش طرعا أنا أتكلم من جد فيه في بعض العساكر يا أخيانا لو عسكري بأسوي زيهم احترامي أنت مرشلني أقتل واحد على أي اساس تحت أي هوية تخيلنا مسألة بالله يقول لك تعال 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 خذ في الوسر أقتل لك واحد يمني بالله كيف من يطاوع قلبك إلا لو حاولت تعطيني 1500 دليل كل أدلتك هذي شربها وملة واضح القضية أقتل علشانك أنت أبيع ديني علشان دنياك ذلك هو الخسران المبين خسران يا أخي جمعوا الشعوب جمعوا الشعوب كلها وقتلوا بها جمعهم وزجوهم في الحروبات جمعوا الشعوب كلها وزجوها في حربهم الملعونة التي ما استفدنا منها شيء كم قتل منها؟ كم؟ يا أخ خاف الله يا أخ خاف الله يا محمد بن سلمان خاف الله في المواطنين خاف الله في هؤلاء المساكين خلاص ما بقي أحد مننا تسحف في الشمال قبائل الشمال عشانهم ما يعرفون ما يعرفون الحرب وتضحك عليهم تقول هؤلاء العيعة الحوضي وجريت فيهم وحطيتهم الجنوب تورطوا ما يعرفون للجبال ولا هم أهل الجبال ورحت بتنقض نفسك ورحت تتودد إلى قبائل الجنوب اللي كنت أنت مهملها أنت كنت ما تعطيهم وجه وكنت تزدريهم قبل الله محمد الله جدعا كنت تزدريهم الآن رحت تتودد المشايخ وتوظفهم عساكر وهم أخذوا دور عسكرية تصرف لهم رواتب استخدموك ودخلت في خسائر وفالأخير ما راح يقتلون أحد ولا راح لا تفكر أننا راح نقتل أنا لن أقتل واحد بريء سواء عطيت مليون أو لم تعطيه مليون لن نقتل أحد بريء والذي يقتل بريء يدخل فيه قولة تعالى ومن يقتل ممنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعبداله عذابا عظيمة الذي السعودين الذين ماتوا وهم يقتلون اليمنيين والله إنه قتل المسلم العبد بأي حجة يسمي الشارع باسمي يعني هذي وش استفيد منه بل أشوف شارع الشهيد المواطع بش استفدت أنا من الشارع تسميه باسمي مبروك علي الشارع وأنا أتعذف في نار يا شباب يا شباب القضية أشوف يعني كونك عسكري ممكنها ميقابل الراتب أنا معك لكن الموضوع ما صار فيه سرقه ما صار فيه يعني أضغط نفسك سنة سنتين الموضوع فيه موت وحياه الموضوع فيه موت وحياه وشراته ينفعك كم سيعطونك تغرر بروحك تزج بها في مهاوي الردى هذا كله لن ينفع ولن يجدي شيئا من النفع أسأل الله أن يتوب على هؤلاء السعوديين وأن يفك الأسرى عن إخواننا في بلاد الحرامين وأن يرد كيد المحتل لبلاد الحرامين من آل السعود أن يرد كيدهم في نحرهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم ويدير الدوائر عليهم ويمزق مملكتهم ويجعلهم شذر مذر ويجعلهم إن شاء الله وبإذن الله يتمنون الموت ولا يجدونه اللهم اجعلهم غنائم لإخوان اليمنا اللهم اجعلهم غنائم يفرحون بها إخوان اليمنا عاجلا غير آجد اللهم اشف صدور أهل الحجاز اللهم اشف صدور أهل نجد اللهم اشف صدورنا من آل الشعود اللهم اشف صدورنا فيهم ورانا وأرنا فيهم عجائب قدرته اللهم لا تخرجوا من هذه الحرق التي سيخوضونها الآن إلا هالكين متهالكين اللهم من لم جمعهم وجمعهم وعليك بهم وبمن معانا وبمن تآمر معهم اللهم اتخذ في قلوبهم رب وصلت اخواننا عليهم فلا يبقى فيهم إلا شريدا أو قتلا أو طريدا اللهم آمين يا أخي هؤلاء السعودين هؤلاء تمطر وتجبروا على الله أفسدوا لا تتبعوا لا تتبعوا أنقذ نفسك من النار إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أنقذ نفسك يا أمن ترى نفسك أنك في الحرس الوطن أنت في الحرس الوطني أي حرس تحرس وطنك يعني من الصوس تحرس وطنك من الغرب أنت جالس تحرس وطنك لصالح الطالب من أخوك المشري تحرس وطنك أي وطن أنت تحرس في الحقيقة قد قرروا به أنت تحرس روشهم أنت تحرس كرسي بن سلمان لا تجامل مع نفسك تراك تخدع نفسك انتبه سلاستدرجه من حيث لا يعلموه وأمني لهم منك لا تخادع نفسك خادع ليرك لكن تصل أنك تخدع نفسك وتلقي بها أين النار أنت لا تخاطر لأجل التسعود وفي صف إن مت بالله ما أحد سيخدم لكن تموت وأنت تخاد أخوك لن تغتغوك لإمان وبحجة والله أثبت من سأديراني أني لك ناصح عني أيها العسكري أيها العسكري ألقي السلاح ولا تستمر في غيك وطويانك فإن من ورائك أيام فيها العجب والعجاب إن منها ورائك ضمة القبر وسؤال مكر ونكير إن من ورائك الحساب والميزان ومن ورائك الصراط فكيف تستجيزه وأنت يدك منطخة في دماء إخوانك تأتي لك يقول لك الله سبحانه وتعالى يا عبدي لما قاتلت ترى أول ما يسأل ثلاثة انتبه حديث أول ما يسأل ثلاثة ورجل قتل فيسأله الله سبحانه وتعالى يا رب أو فيما قتلت ويأتوا إثنان يتحاجون عند الله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني وأوداجه تنقذ دماء فيقول يا رب هذا فيما قتلني ماذا ستجد أعد للسؤال جوابا هنا ما يمفه لا تقول كيت وميت ألو أعد جوابا أنت لماذا يغررونك يغررونك ويخدرونك أحجنوا باليمن لماذا تذهب لا تقول للنات لا عام هذا مو عذر مو عذر أنا أنت عندما تعتذر أن تقتل أخوك اليمن الحجة أراته وحجة أنك مؤمن عبد محم طيب بكرة يسلطوني أنا عملك فأقترب وهكذا واسمان أيها الجندي اسمها أيها الجندي إنه من حمل سيف البغي قتل بسيف البغي وأبعده تحمل سيف البغي على أخوانك وتقتلهم تأكد إنك ستقتل ولا بعده وأن الجيش اليمني سيطلط وأن القوات اليمنية ربما دخلت إليك فلا تكن من المعتدين فلا تكن من المعتدين وكونوا من عباد الله الصالح الأولى لك أن تخرج ضد الكيانة الشعوية وتطالب بتحرير أرضك وتحرير بلادك ولكن نجد العكس إذ بك تخرج ليس على صباح أنا ودي إلى هذا الحد أجد أني كفيت واستوفيت وقلت ما عندي وأنا الأمن ليحدوني والشوق والشوق إليكم يدعوني فإن أطلت الكلام فلا تلوموني فإنما هي عبرة امتزجت بقهرة وخالطتها غبنة من أفعال المجرمين آل الشعود وما آل الشعود فهؤلاء هم العدو فهذرهم قاتلهم الله أنه يفكون هؤلاء هم الذين اشتركوا في القناة 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 بلادي 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 اشتركوا في القناة 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 اوه اليوم بث سبع ساعات متواصلة بالاختار سبع ساعات بث مباشرة تماما سبعة ساعات 15 ساعات شرايكم خاصا بوقف سبع ساعات اليوم بث واو سبع ساعات واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة سبع ساعات اما استعده واصل بس احسن نفتع بث جديد بعد شوي خسيش انت خسيش 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 اصال الاربع هم حساب رجيسي ستاتيجي انا نايم يا خاص سبحان على خير حبكم ولقاءنا نلتقي بعدين يا خسيش ساولو ارأي و اشتركوا و اشتركوا في كل شيء